الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الواحد والعشرون من كتاب تلبيس ابليس نواصل القراءة في تلبيس ابليس على الصوفية في موضوع التوكل قال عليه الصلاة والسلام اعقلها وتوكل ولو كان التوكل ترك التحرز لا خص به خير الخلق صلى الله عليه وسلم في خير الاحوال وهي حالة الصلاة وقد ذهب الشافعي رحمه الله الى وجوب حمل السلاح حينئذ لقوله وليأخذوا اسلحتهم النساء الثانية بعد المئة فالتوكل لا يمنع من الاحتياط والاحتراز فان موسى عليه السلام لما قيل له ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك القصص العشرون خرج ونبينا صلى الله عليه وسلم خرج من مكة لخوفه من المتآمرين عليه ووقاه ابو بكر رضي الله عنه بسد اشقاب الغار واعطى القوم التحرز حقه ثم توكلوا وقال عز وجل في باب الاحتياط لا تقصص رؤياك على اخوتك يوسف الخامسة وقال لا تدخلوا من باب واحد يوسف السابعة والستون وقال فامشوا في مناكبها الملك الخامسة عشرة وهذا لان الحركة للذب عن النفس استعمال لنعمة الله تعالى وكما ان الله تعالى يريد اظهار نعمه المبدأة يريد اظهار وداعه فلا وجه لتعطيل ما اودع اعتمادا على ما جاد به لكن يجب استعمال ما عندك ثم اطلب ما عنده وقد جعل الله تعالى للطير والبهائم عدة واسلحة تدفع عنها شعور كالمخلب والظفر والناب وخلق للادمية اقلا يقوده الى حمل الاسلحة ويهديه الى التحصين بالابنية والدروع ومن عطل نعمة الله تعالى بترك الاحتراز فقد عطل حكمته كمن يترك الاغذية والادوية ثم يموت جوعا او مرضا ولا ابلها ممن يدعي العقل والعلم ويستسلم للبلاء لما ينبغي ان تكون اعضاء المتوكل في الكسب وقلبه ساكن مفوض الى الحق منع او اعطي لانه لا يرى الا ان الحق سبحانه وتعالى لا يتصرف الا بحكمة ومصلحة فملعه اعطاء في المعنى وكم زين للعجزة عجزهم وسولت لهم انفسهم ان التفريط توكل فصاروا في غرورهم بمثابة من اعتقد التهور شجاعة والخور حزما حاشية خار الرجل وخاور ضعفا انكسر فهو خائر وخوار انتهى ومتى وضعت اسباب فاهملت كان ذلك جهلا بحكمة الواضع مثل وضع الطعام سببا للشبع والماء للري والدواء للمرض فاذا ترك الانسان ذلك هوانا بالسبب حاشية هوانا استهانة اي استخفافا بالسبب انتهى ثم دعا وسأل فربما قيل له قد جعلنا لعافيتك سببا فاذا لم تتناوله كان اهوانا لعطائنا فربما لم نعافك بغير سبب لإهوانك للسبب وما هذا الا بمثابة من بين قراحه وماء الساقية اغفزه بمسحاه فاخذ يصلي صلاة الاستسقاء طالبا للمطر فانه لا يستحسن منه ذلك شرعا ولا عقلا قال المصنف رحمه الله فان قال قائل كيف احترز مع القدر قيل له وكيف لا تحترز مع الاوامر من المقدر فالذي قدر هو الذي امر وقد قال تعالى واخذوا حذركم وعن ابي عثمان قال كان عيسى عليه السلام يصلي على رأس جبل فأته ابليس فقال انت الذي تزعم ان كل شيء بقضاء وقدر قال نعم قال فالقي نفسك من الجبل وقل قدر علي فقال يا لعين الله يختبر العباد وليس للعباد ان يختبر الله تعالى فصل وفي معنى ما ذكرنا من تلبيسه عليهم في ترك الاسبات انه قد لبس على خلق كثير منهم بان التوكل ينافي الكسب وعن سهل ابن عبدالله التستري قال من طعن في التوكل فقطعن في الايمان ومن طعن على الكسب فقطعن على السنة وعن محمد ابن عبدالله الرازي قال سأل رجل ابا عبدالله ابن سالم وانا اسمع انحن مستعبدون بالكسب ام بالتوكل فقال التوكل حال رسول الله صلى الله عليه وسلم والكسب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما سن الكسب لمن ضعف عن التوكل وسقط عن درجة الكمال التي هي حاله فمن اطاق التوكل فالكسب غير مباح له بحال الا كسب معاونة لا كسب اعتماد عليه ومن ضعف عن حال التوكل التي هي حال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبيح له طلب المعاش في الكسب لان لا يسقط عن درجة سنته حين سقط عن درجة حاله حاشية حية الاولياء لابي نعيم الجد العاشر الصفحة الثامنة وسبعون والثلاثمائة والتاسعة والسبعون والثلاثمائة انتهت وعيوسف ابن الحسين قال اذا رأيت المريد يشتغل بالرخص والكسب فليس يجيء منه شيء قال المصنف رحمه الله قلت هذا كلام قوم ما فهموا معنى التوكل وظنوا انه ترك الكسب وتعطيل الجوارح عن العمل وقد بينا ان التوكل فعل القلب فلا ينافي حركة الجوارح ولو كان كل كاسب ليس بمتوكل لكان الانبياء غير متوكلين فقد كان ادم عليه السلام حراثة ونوح وزكريا نجارين وادريس خياطة وابراهيم ولوط زارعين وصالح تاجر وكان سليمان يعمل الخوص وداود يصنع الدرع ويأكل من ثمنه وكان موسى وشعيب ومحمد رعاه صلوات الله عليهم اجمعين وقال نبينا صلى الله عليه وسلم كنت ارعى غنما لأهل مكة بالقراريت حاشية صحيح البخاري في الادارة باب رعي الغنم على قراريت البزء الرابع صفحة السادسة عشر بعد الخمسمائة والقيرات معيار في الوزن وفي القياس اختلفت مقاديره باختلاف الازمنة وهو اليوم في الوزن اربع قمحات وفي وزن الذهب خاصة ثلاث قمحات وفي القياس جزء من اربعة وعشرين وهو من الفدان يساوي خمسة وسبعين ومئة متر وانتهت الحاشية فلما اغناه الله عز وجل بما فرض له من الفيء لن يحتج الى الكسب حاشية الفيء ما ينال من العدو بغير قتال وقد كان ابو بكر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة رضوان الله تعالى عليهم بزازين حاشية البزاز بائع الثياب بانواعه المختلفة انتهت وكذلك محمد بن سيرين وميمون بن مهران بزازين وكان الزبير بن العوام وعمر بن العاص وعامر بن كريز خزازين حاشية الخزاز بائع الخز والخز من الثياب ما ينسج من صوف وابريس بين معقفتين الحرير انتهت الحاشية وكذلك ابو حنيفة وكان سعد بن ابي وقاص يبر النبل وكان عثمان بن طلحة خياطة وما زال التابعون ومن بعدهم يكتسبون ويأمرون بالكسب وعن عطاء ابن السائب قال لما استخلف ابو بكر رضي الله عنه اصبح غاديا الى السوق وعلى رقبته اثواب يتجر بها فلقيه عمر وابو عبيدة فقال اين تريد فقال السوق قال تصنع ماذا وقد وليت امور المسلمين قال فمن اين اطعم عيالي وعن عمر بن ميمون عن ابيه قال لما استخلف ابو بكر جعلوا له الفين فقال زيدوني فان لي عيالة وقد شغلتموني عن التجارة فزادوه خمسمائة قال المصنف رحمه الله قلت لو قال رجل للصوفية من اين اطعم عيالي لقالوا قد اشركت ولو سئلوا عمن يخرج الى التجارة لقالوا ليس بمتوكل ولا موقن وكل هذا لجهلهم بمعنى التوكل واليقين ولو كان احد يغلق عليه الباب ويتوكل لقرب امر دعواهم لكنهم بين امرين اما الغالب من الناس فمنهم من يسعى الى الدنيا مستجدية ومنهم من يبعث غلامه فادور بالزنبيل فيجمع له واما الجلوس في الرباط في هائية المساكين وقد علم ان الرباط لا يخلو من فتوح كما لا تخلو الدكان من ان تقصد للبيع والشراء وعن سعيد بن المسيب قال من لزم المسجد وترك الحرفة وقبل ما يأتيه فقد الحف في السؤال حاشية الحف السائل الحى او شمل بالمسألة وهو مستغن عنها انتهت وعن اسماعيل بن نجيدي قال كان ابو تراب يقول لاصحابه من لبس منكم مرقعه فقد سأل ومن قعد في خانقاه او مسجد فقد سأل حاشية انظر لابي نعيم في الحية الجزء العاشر الصفحة السادسة والاربعين والخانقاه الرباط الصوفية معرب مولد استعمله المتأخرون انتهى قال المصنف رحمه الله قلت وقد كان السلف ينهون عن التعرض لهذه الاشياء ويأمرون بالكسب وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا معشر الفقراء ارفعوا رؤوسكم فقد وضح الطريق فاستبقوا الخيرات ولا تكونوا عيالا على المسلمين وعن محمد بن عاصم قال بلغني ان عمر بن الخطاب كان اذا رأى غلاما فاعجبه سأل عنه هل له حرفه فان قيل لا قال سقط من عيني وعن سعيد بن المثيب قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجرون في تجر الشام منهم طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد وعن ابي القاسم ابن الخطلي سألت احمد بن حنبل وقلت ما تقول في رجل جلس في بيته او في مسجده وقال لا اعمل شيئا حتى يأتيني رزقي فقال احمد هذا رجل جهل العلم اما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله رزقي تحت ظل رمحي حاشية صحيح البخاري معلقا في الجهاد باب ما قيل في الرماح في الجزء السادس الصفحة الخامسة عشر بعد المئة واحمد في المسند في الجزء الثاني الصفحة الخمسين والثانية والتسعين وصحيح الجامع للالباني برقم واحد وثلاثين وثمانمائة بعد الالفين وقوله تحت ظل رمحي فيه اشارة الى ان ظله ممدود الى ابد الاباد والحكمة في الاقتصار على ذكر الرمح دون غيره من الات الحرب كالسيف ان عادتهم جرت بجعل الرايات في اطراف الرماح فلما كان ظل الرمح اسبغ كان نسبة الرزق اليه اليق انتهت الحاشية والحديث الاخر في ذكر الطير تغدو خماصة حاشية اي جائعة والحديث لفظه لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانة حديث صحيح انتهت الحاشية فذكر انها تغدو في طلب الرزق قال تعالى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله المزمل العشرون وقال ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم البقرة الثامنة والتسعون والمئة وكان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجرون في البر والبحر ويعملون في نخيلهم ولنا القدوة بهم وقد ذكرنا فيما مضى عن احمد ان رجلا قال له اريد الحج على التوكل فقال له فاخرج في غير القافلة قال لا قال فعلى جراب الناس توكلت حاشية الجراب وعاء يخفض فيه الزاد ونحوه الجمع اجربه انتهت الحاشية وعن ابي بكر المروزي قال قلت لأبي عبد الله هؤلاء المتوكلة يقولون نقعد وارزاقنا على الله عز وجل فقال هذا قول الردي اليس قد قال الله تعالى اذا نوجي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع الجمعة التاسعة ثم قال اذا قال لا اعمل وجيء اليه بشيء قد عمل واكتسر لأي شيء يقبله من غيره قال الخلال واخبرنا عبد الله ابن احمد قال سألت ابي عن قوم يقولون نتوكل على الله ولا نكتسب فقال ينبغي للناس كلهم يتوكلون على الله ولكن يعودون على انفسهم بالكسب هذا قول انسان احمق وعن صالح انه سأل اباه عن احمد ابن حنبل عن التوكل فقال التوكل حسن ولكن ينبغي ان يكتسب ويعمل حتى يغني نفسه وعياله ولا يترك العمل قال وسئل ابي وانا شاهد عن قوم لا يعملون ويقولون نحن المتوكلون فقال هؤلاء مبتدعون واخبرنا المروزي انه قال لابي عبد الله ان ابن عيينة كان يقول هم مبتدعة فقال ابو عبد الله هؤلاء قوم سوء يريدون تعطيل الدنيا واخبرنا المروزي قال سألت ابا عبد الله عن رجل جلس في بيته وقال اجلس واصبر واقعد في البيت ولا اطلع على ذلك احدا فقال لو خرج فاحترف كان احب الي فاذا جلس خفت ان يخرجه جلوثه الى غير هذا قلت الى اي شيء يخرجه قال يخرجه الى ان يكون يتوقع ان يرسل اليه وعن ابي بكر المروزي قال سمعت رجلا يقول لابي عبد الله احمد بن حنبل اني في كفاية قال الزم السوق تصل به الرحم وتعود به على عيالك وقال لرجل اخر اعمل وتصدق بالفضل على قرابتك وقال احمد بن حنبل قد امرتهم يعني اولاده ان يختلفوا الى السوق وان يتعرضوا للتجارة وعن الفضل ابن محمد ابن زياد قال سمعت ابا عبد الله يأمر بالسوق ويقول ما احسن لاستغناء عن الناس وعن ابي بكر ابن جنات قال سمعت احمد ابن حنبل يقول احب الدراهم الي درهم من تجارة واكرهها عندي الذي من صلة الاخوان قال المصنف رحمه الله قلت وكان ابراهيم ابن ادهم يحصد وسلمان الخواص يلقط حاشية لقط الشيء اخذه من الارض فهو لاقط ولقاط ولقط الطائر الحب اخذه من هنا ومن هنا واللاقط الذي يلقط السنابل ونحوها بعد الحصد او الجني انتهى وحذيفة المرعشي يضرب اللبن او يضرب اللبن حاشية اللبن المضروب من الطين يبنى به دون ان يطبخ ومفردها اللبنة انتهى قال ابن عقيل التسبب لا يقدح في التوكل لان تعاطي رتبة ترقى على رتبة الانبياء نقص في الدين ولما قيل لموسى عليه السلام ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك خرج حاشية سورة القصص الاية العشرون انتهى ولما جاع واحتاج الى عفة نفسه اجر نفسه ثمان سنين وقال الله تعالى فامشوا في مناكبها الملك الخامسة عشرة وهذا لان الحركة استعمال بنعمة الله وهي القوى فاستعمل ما عندك ثم اطلب ما عنده قد يطلب الانسان من ربه وينسى ما له عنده من الذخائر فاذا تأخر عنه ما يطلبه يسخط فترى بعضهم يملك عقارا واساسا فاذا ضاق به القوت واجتمع عليه دين فقيل له لو بأت عقارك قال كيف افرط في عقار واسقط جاه عند الناس وانما يفعل هذه الحماقات العابات وانما قعد اقوام عن الكسب استثقالا له فكانوا بين امرين قبيحين اما تضيع ليال فترك الفرائب او التزين باسم انه متوكل فيحن عليهم المتكسبون فضيقوا على عيالهم لاجلهم واعطوهم وهذه الرذيلة لم تدخل قط الا على دني النفس الرذيلة وإلا فالرجل كل الرجل من لم يضع جوهره الذي اودعه الله اثارا للكسل او لثم يتزين به بين الجهال فان الله تعالى قد يحرم الانسان المال ويرزقه جوهرا يتسبب به الى تحصيل الدنيا بقبول الناس عليه فصل وقد تشبث القاعدون عن التكسب بتعللات قبيحة منها انهم قالوا لابد من ان يصل الينا رزقنا وهذا في غاية القبح فان الانسان لو ترك الطاعة وقال لا اقدر بطاعتي ان اغير ما قضى الله عليه فان كنت من اهل الجنة فانا الى الجنة او من اهل النار فانا من اهل النار قلنا له هذا يرد الاوامر كلها ولو صح لأحد ذلك لم يخرج ادم من الجنة لانه كان يقول ما فعلت الا ما قضي عليه ومعلوم اننا مطالبون بالامر لا بالقدر ومنها انهم يقولون اين الحلال حتى نطلب هذا قول جاهل لان الحلال لا يمقطع ابدا لقوله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين حاشية سبق وتخريجه انتهى ومعلوم ان الحلال ما اذن الشرع في تناوله وانما قولهم هذا احتجاج للكسل ومنها انهم قالوا اذا كسبنا اعنى الظلمة والعصاة مثل ما ريع ابراهيم الخواص قال طلبت الحلال في كل شيء حتى طلبته في صيد السمك فاخذت قصبة وجعلت فيها شعر وجلست على الماء فالقيت الشصة فخرجت سمكة فطرحتها على الارض والقيت الثانية فخرجت لي سمكة فانا اطرحها ثالثة اذا من وراء لطمة لا ادري من يد من هي ولا رأيت احدا وسمعت قائلا يقول انت لم تصب رزقا في شيء الا ان تعمد الى مي يذكرنا فتقتله قال فقطعت الشعر وكثرت القصبة وانصرفت وعن ابراهيم الخواص قال طالبت فقصدت الى اخر ما تقدم حاشية الشص حديدة معقوفة يصاد بها السمك انتهى قال المصنف رحمه الله قلت وهذه القصة ان صحت فان في الروايتين بعض من يتهم فان اللاطم ابليس وهو الذي هتف به لان الله تعالى اباح الصيد فلا يعاقب على ما اباح وكيف يقال له تعمد الى من يذكرنا فتقتله وهو الذي اباح له قتله وكسب الحلال ممدوح ولو لو تركنا الصيد وذبح الانعام لانها تذكر الله تعالى لم يكن لنا ما يقيم قوى الابدان لانه لا يقيمها الا اللحم فالتحري من اخذ السمك وذبح الحيوان مذهب البراهمة فانظر الى الجهل ما يصنع والى ابليس كيف يفعل وعن احمد ابن عبد الله ابن عبد الملك قال سمعت شيخا يكن ابا تراب يقول قيل لفتح المنصلي انت صياد بالشبكة ولم تصد شيئا الا وتطعمه لعيالك فلما لا تصيد وتبيع ذلك للناس فقال اخاف ان اصطاد مطيعا لله تعالى في جوف الماء فاطعمه عاصيا لله على وجه الارض قال المصنف رحمه الله قلت ان صحت هذه الحكاية عن فتح المنصلي فهو من التعل للبارد المخالف للشرع والعقل لان الله تعالى اباح الكسب وندب اليه فاذا قال قائل ربما خبزت خبزا فأكله عاص كان حديثا فارغا لانه لا يجوز لنا اذا ان نبيع الخبز لليهود والنصارى ذكر تلبيس ابليس على الصوفية في ترك التداوي قال المصنف رحمه الله لا يختلف العلماء ان التداوي مباح وانما رأى بعضهم ان العزيمة تركه قد ذكرنا كلام الناس في هذا وبينا بما اخترناه في كتابنا لقط المنافع في الطب والمقصود هنا ان نقول اذا ثبت ان التداوي مباح بالاجماع مندوب اليها عند بعض العلماء فلا يلتفت الى قول قوم قد رأوا ان التداوي خارج من التوكل لان الاجماع على انه لا يخرج من التوكل وقد صحى الرسول الله صلى الله عليه وسلم انه تداوى وامر بالتداوي ولم يخرج بذلك من التوكل ولا اخرج من امره ان يتداوى من التوكل وفي الصحيح من حديث عثمان ابن عثان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص اذا اشتكى المحرم عينه ان يضمضها بالصبر قال ابن جرير الطبري حاشية صحيح مسلم في الحج باب جواز مداوات المحرم عينيه في الصفحة التاسعة والثمانين والضمد اصله الشد ومعناه اللطخ والصبر دواء مر انتهى قال ابن جرير الطبري وفي هذا الحديث دليل على فساد ما يقوله ذو الغباوة من اهل التصوف والعباد من ان التوكل لا يصح لاحد عالج علة به في جسده بدواء اذاك عندهم طلب العافية من غير من بيده العافية والضر والنفع وفي اطلاق النبي صلى الله عليه وسلم للمحرم الاج عينه بالصبر لدفع المكروه ادل دليل على ان معنى التوكل غير ما قاله الذين ذكرنا قولهم وان ذلك غير مخرج فاعلة من الرضا بقضاء الله كما ان من عرض له كلب الجوع لا يخرجه فزعه الى الغذاء من التوكل والرضا بالقضاء لان الله تعالى لم ينزل داء الا انزل له دواء الا الموت وجعل اسبابا لدفع الادواء كما جعل الاكل سببا لدفع الجوع وقد كان قادرا ان يحيى خلقه بغير هذا ولكن له خلقهم ذوي حاجة فلا يندفع عنهم اذا الجوع الا بما جعل سببا لدفعه عنهم فكذا الداء العارض والله الهادي ذكر تلبيس ابليس على الصوفية في ترك الجمعة والجماعة بالوحدة والعزلة قال المصنف كان خيار السلف يؤثرون الوحدة والعزلة عن الناس اشتغالا بالعلم والتعبد الا ان عزلة القوم لم تقطعهم عن جمعة ولا جماعة ولا عيادة مريض ولا شهود جنازة ولا قيام بحق وانما هي عزلة عن الشر واهله ومخالطة البطالين وقد لبس ابليس على جماعة من المتصوفة فمنهم من اعتزل في جبل كالرهبان يبيت وحده ويصبح وحده ففاتته الجمعة وصلاة الجماعة ومخالطة اهل العلم وعمومهم اعتزل في الاربطة ففاتهم السعي الى المساجد وتوطنوا على فراش الراحة وتركوا الكسب وقد قال ابو حامد الغزالي في كتاب الاحياء مقصود الرياضة تفريغ القلب وليس ذلك الا بخلوه في مكان مظلم وقال فان لم يكن مكان مظلم فالف رأسه في جبته او يتدثر بكساء او ازار حاشية تدثر لابس دي ثار وتغطى به وهو ثوب يكون فوق ما يلي جسد الانسان من ثياب انتهى ففي مثل هذه الحالة يسمع نداء الحق ويشاهد جلال حضرة الربوبية قال المصنف رحمه الله قلت انظر الى هذه الترتيبات والعجب كيف تصدر من فقيه عالم ومن اين له ان الذي يسمعه نداء الحق وان الذي يشاهده جلال الربوبية وما يؤمنه ان يكون ما يجده من الوساوس والخيالات الفاسدة انتهى الوجه الاول الوجه الثاني يبدأ حالا نواصل القراءة في تلبيس ابليس على الصوفية في ترك الجمعة والجماعة بالوحدة والعزلة ونقرأ ونقرأ في رده على ابي حامد الغزالي قال المصنف رحمه الله قلت انظر الى هذه الترتيبات ولا عجب كيف تصدر من فقيه عالم ومن اين له ان الذي يسمعه نداء الحق وان الذي يشاهده جلال الربوبية وما يؤمنه ان يكون ما يجده من الوساوس والخيالات الفاسدة وهذا الظاهر مما يستعمل التقلل في المطعم فانه يغلب عليه المال خوليا حاشية يقال فلان ممتلخ العقل ذاهب العقل فاسده والمال خوليا مرض عقلي انتهت الحاشية وقد يسلم الانسان في مثل هذه الحالة من الوساوس الا انه اذا تغش بثوبه وغمض عينيه تخيل هذه الاشياء لان في الدماغ ثلاث قوى قوة يكون بها التخيل وقوة يكون بها الفكرة وقوة يكون بها الذكر وموضع التخيل البطنان المقدمان من بطول الدماغ وموضع التفكر البطن الاوسط من بطول الدماغ وموضع الحفظ الموضع المؤخر فان اطرق الانسان وغمض عينيه جال الفكر والتخيل فيرى خيالات فيظنها ما ذكر من حضرة جلال الربوبية إلى غير ذلك نعوذ بالله من هذه الوساوس والخيالات الفاسدة وعن أبي عثمان بن الآدمي قال كان أبو عبيد التستري إذا كان أول يوم من شهر رمضان يدخل البيت ويقول لامرأته طيني باب البيت وألقي إلي كل ليلة من الكوة رغيفة فإذا كان يوم العيد دخلت فوجدت ثلاثين رغيفا في الزاوية لا آكل ولا أشرب ولا يتهيأ حتى لصلاة ويبقى على طهر واحد إلى آخر الشهر قال المصنف رحمه الله هذه الحكاية عندي بعيدة عن الصحة من وجهين أحدهم بقاء الآدمي شهرا لا يحدث بنوم ولا بول ولا غائط ولا ريح والثاني ترك المسلم صلاة الجمعة والجماعة وهي واجبة لا يحل تركها فإن صحت هذه الحكاية فما أبقى إبليس لهذا في التلديس بقية وسمع أبو الحسن البوشنجي الصوفي غير مرة سمع يعاتب في ترك الجمعة والجماعة والتخلف عنها فيقول إن كانت البركة في الجماعة فإن السلامة في العزلة فصل وقد جاء النهي عن الانفراد الموجب للبعد عن العلم والجهاد للعدو فعن أبي أممة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية من سراياه قال فمر رجل بغار فيه شيء من ماء قال فحدث نفسه بأن يقيم في ذلك الغار فيقوته ما كان فيه وفيه شيء من ماء ويصيب ما حوله من البقل ويتخلى عن الدنيا ثم قال لو أني أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فإن أذن لي فعلت وإلا لم أفعل فأتاه فقال يا نبي الله إني مررت بغار فيه ما يقوتني من الماء والبقل فحدثتني نفسي بأن أقيم فيه وأتخلى من الدنيا قال فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية ولكني بؤثت بالحنيفية السمحة والذي نفس محمد بيبه لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها ولم قام أحدكم في الصف خير من صلاته ستين سنة حاشية ضعيف أحمد في المسند الجزء الخامس الصفحة السادسة والستون بعد المائتين انتهى ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في التخشع وطأطأة الرأس وإقامة الناموس قال المصنف رحمه الله إذا سكن الخوف القلب أوجب خشوع الظاهر ولا يملك صاحبه دفعة فتراه مطرقا متأدبا متذللا وقد كانوا يجتهدون في ستف ما يظهر منهم من ذلك وكان محمد بن سيرين يضحك بالنهار ويبكي بالليل ولسنا نأمر العالم بالانبساط بين العوام فإن ذلك يؤذيهم فعن علي رضي الله عنه قال إذا ذكرتم العلم فاكظموا عليه ولا تخلطوه بضحك فتمجه القلوب حاشية يقال مد الشراب من فيه رمى به وتمجه القلوب تكرهه وتطرده انتهى ومثل هذا لا يسمى رياء لأن قلوب العوام تضيق عن التأويل للعالم إذا تفسح في المباح فينبغي أن يتلقاهم بالصمت والأذب وإنما المذموم تكلف التخشع والتباكي وطعطأة الرأس ليرى الإنسان بعين الزهد والتهيئ للمصافحة وتقبيل اليد وربما قيل له ادعو لنا فيتهيأ للدعاء كأنه يستنزل الإجابة وقد ذكرنا عن إبراهيم النخعي أنه قيل لنا ادعو لنا فكره ذلك واشتد عليها قد كان من الخائفين من حمله الخوف على شدة الظل والحياء فلم يرفع رأسه إلى السماء وليس هذا بفضيلة لأنه لا خشوع فوق خشوع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صحيح المسلم من حديث أبي موسى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء حاشية صحيح مسلم في فضائل الصحابة باب بيان أن بقاء النبي أمان لأصحابه وأن بقاء أصحابه أمان للأمة الصفحة السابعة بعد المئتين انتهى وفي هذا الحديث دليل على استحباب النظر إلى السماء لأجل الاعتبار بآيتها وقد قال الله تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها قاف السادسة وقال قل انظروا ماذا في السماوات والأرض يونس الواحدة بعد المئة وفي هذا رد على المتصوفين فإن أحدهم يبقى سنين لا ينظر إلى السماء وقد ضم هؤلاء إلى ابتدائهم الرمز إلى التشبيه ولو علموا أن إطراقهم كرفعهم في باب الحياء من الله تعالى لم يفعلوا ذلك ويرى أن ما شغل إبليس إلا التلاعب بالجهلة فأما العلماء فهو بعيد عنهم شديد الخوف منهم لأنهم يعرفون جميع أمره ويحترزون من فنون مكره وعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن قال لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منحرفين ولا متناوتين وكانوا يتناشدون الشعر في مجالسهم ويذكرون أمر جاهليتهم فإذا أريد أحد منهم على شيء من أمر دينه دارت حماليق عينيه كأنه مجنون حاشية يقال حملاق فتح عينيه وحملاق العين وحملاقها وحملوقها ما يسوده الكحل من باطن أجفانها والجمع حماليق انتهى وعن محمد بن عبد الله القرشي عن أبيه قال نظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى شاب قد نكس رأسه فقال له يا هذا ارفع رأسك فإن الخشوع لا يزيد على ما في القلب فمن أظهر للناس خشوع فوق ما في قلبه إنما أظهر نفاقا على نفاق وعن كهمس بن حسين أن رجلا تنفس عند عمر بن الخطاب كأنه يتحازن فلكزه عمر أو قال لك ما وعن عاصم بن كليب الجرمي قال لقي أبي عبد الرحمن بن الأسود وهو يمشي وكان إذا مشى يمشي جنب الحائط متخشعا هكذا وأمال أبو بكر عنقه شيئا فقال أبي ما لك إذا مشيت مشيت إلى جنب الحائط أما والله إن عمر إذا مشى لشديد الوطء على الأرض جهوري الصوت وعن سليمان بن أبي خيثم عن أبيه قال قالت الشفى بنت عبد الله ورأت فتيانا يقصرون في المشي ويتكلمون رويدا فقالت ما هذا قالوا نساك قالت كان الله عمر إذا تكلم أسمع وإذا مشى أسرع وإذا ضرب أوجع وهو الناسك حقا حاشية نسك فلان تزهل وتعبد والناسك المتعبد المتزهد انتهى قال نصنف رحمه الله قلت وقد كان السلف يسترون أحوالهم وأتصنعون بترك التصنع وقد ذكرنا عن أيوب السختياني أنه كان في ثوبه بعض الطول ليستر حاله وكان سفيان الثوري يقول لا أعتد بما ظهر من عنلي وقال لصاحب الله ورأاه يصلي ما أجرأك تصلي والناس يرونك وعن محمد بن زياد قال مر أبو أمامه برجل ساجد فقال يا لها من سجدة لو كانت في بيتك وعن الحسين بن عمار قال قال رجل في مجلس الحسن بن عمارة آهي قال فجعل يتبصره ويقول من هذا حتى ظننا أنه لو عرفه أمر به حاشية يقال تبصر تأمل وتعرف تبصر الشيء نظر إليه هل يبصره انتهى وعن الشافعي رضي الله عنه قال ودعي الذين إذا أتوك تنكسوا وإذا خلوا فهم ذئاب خرافي حاشية يقول استاذ محمد إبراهيم سليم في تفسيره لبيت الشافعي ما أكثر المخادعين الذين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم فهناك ذئاب بشرية تتظاهر بالطيبة حتى إذا خلوا إلى أنفسهم ظهروا على حقيقتهم وراحوا يأكلون أموال الناس بالباطل وكأنهم ذئاب خرجت من جحورها وكثيرا ما أتمنى أمثال هؤلاء المتظاهرين بالعفة والتنسك والعبادة فلما أتيحت لهم الفرصة انقبضوا في غير رحمة على الأموال والأعراض انظر ديوان الإمام الشافعي في الصفحة الثانية بعد المئة تحقيق الأستاذ محمد سليم طبعت مكتبة القرآن امتهت الحاشية وعن إبراهيم بن سعيد قال كنت واقفا على رأس المأمون فقال لي يا إبراهيم قلت لبيك قال عشرة من أعمال البر لا يصعد إلى الله منها شيء قلت ما هي يا أمير المؤمنين فقال بكاء إبراهيم على المنبر وخشوع عبد الرحمن بن إسحاق وتقشف بن سماعة وصلاة خيعويه بالليل وصلاة عباس الضحى وصيام ابن السندي الاثنين والخميس وحديث أبي رجاء وقصص الحاجبي وصدقة حفصويه وكتاب الشامي ليعلى ابن قريش ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في ترك النكاح قال المصنف النكاح مع خوف العنة واجب ومن غير خوف العنة سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء ومذهب أبي حنيفة وأحمد بن حنبل أنه حينئذ أفضل من جميع النوافل لأنه سبب في وجود الولد قال عليه الصلاة والسلام تناكحوا تناسلوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني حاشية العنة اكتساب الإثم أو المشقة والمقصود الزنا حديث تناكحوا تناسلوا ضعيف السيطي في الجامعة الصغيرة بلفظ تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة وضعيف الجامعة للألباني برقم ثلاثة وثمانين وأربعمائة بعد الألفين حديث النكاح من سنتي صحيح ابن ماجد في النكاح باب ما جاء في فضل النكاح برقم ستة وأربعين وثمانمائة بعد الألف صحيح الجامعة للألباني برقم ستة وثمانمائة بعد ستة الآلاف وانتهى وعن سعد بن أبي وقاص قال لقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان ابن مضعون التبتل ولو أذن له في ذلك لاختصين حاشية صحيح البخاري في النكاح باب ما يكره من التبتل والخصاء في اللزء التاسع الصفحة التاسعة عشر ومسلم في النكاح باب استحباب النكاح من الصفحة السادسة إلى الثامنة والتبتل الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعا إلى عبادة الله انتهى وعن أنس بن مالك أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي عليه السلام عن عمله في السر فأخبروهم فقال بعضهم لا أكل اللحم وقال بعضهم لا أتزوج النساء وقال بعضهم لا أنام الليل على فراش وقال بعضهم أصوم ولا أفطر فحمد الله النبي عليه الصلاة والسلام وأثنى عليه ثم قال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني حاشية صحيح البخاري في النكاح باب الترغيب في النكاح الجزء التاسع الصفحة الخامسة والسادسة ومسلم في النكاح باب استحباب النكاح لمن تقت نفسه إليه الصفحة الخامسة وانتهت الحاشية وعن ابن عباس رضي الله عنه قال إن خير هذه الأمة كان أكثرها نساء وعن شداد بن أوز قال زوجوني فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعصاني ألا ألقى الله عزبا عزبا حاشية ضعيف جدا في إسناده مندل ابن علي العنزي أبو عبد الله الكوفي ضعيف من السابعة التقريب الجزء الثاني صفحة الرابعة والسبعون بعد المئتين وأبو رجاء الجزري مولى هشام بن عبد الملك صدوق يدلس من السابعة الجزء الثاني صفحة الحادية والثلاثون والمئتين وقد عنعن الحديث ولم يصرح بالسماء ومحمد بن خثيم أبو يزيد المحاربي مقبول من الثانية التقريب الجزء الثاني صفحة الثامنة والخمسون والمئة وفي السنة ذي أيضا عثمان بن خالد لم أعرف وليس هو عثمان بن خالد العثماني أبو مروان وانتهت الحاشية وعن أبي ذرن قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه رجل يقال له عكاف ابن بشر التميمي الهلالي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عكاف هل لك من زوجه قال لا قال ولا جارية قال لا قال وأنت موسر بخير قال وأنا موسر قال أنت إذن من إخوان الشياطين لو كنت من النصارى لكنت من رهبانهم إن سنتنا النكاح شغاركم عزابكم وأراظل موتاكم عزابكم أبي الشياطين تمرسون مال الشياطين من سلاح أبلغ في الصالحين من ترك النساء حاشية ضعيف أحمد في المسند اللزء الخامس الصفحة الثالثة والستون والمئة وضعيف الجامع برقم سبعة وثمانين وثلاف مئة بعد ثلاثة الآلاف وتمرسون أي تتشبهون بها وتحتكون انتهى وعن أبي هريرة قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخنف الرجال الذين يتشبهون بالنساء والمترجلات من النساء المتشبهات بالرجال والمتبتلين من الرجال الذين يقولون لا نتزوج والمتبتلات من النساء التي يقولن ذلك حاشية ضعيف بهذا التمام أحمد في المسند الجزء الثاني صفحة السابعة والثمانون بعد المائتين والتاسعة والثمانون بعد المائتين والسلسلة الضعيفة للألباني برقم أربعة عشر ومئة بعد الألف انتهت وعن أبي عبد الله أحمد بن حنبل قال ليس الوزوبة من أمر الإسلام في شيء النبي عليه الصلاة والسلام تزوج أربع عشرة امرأة ومات عن تسع ثم قال لو كان بشر بن الحارث تزوج كان قد تم أمره كله لو ترك الناس النكاح لم يغزوا ولم يحدوا ولم يكن كذا ولم يكن كذا وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصبح وما عندهم شيء وكان يختار النكاح ويحث عليه وينهى عن التبتل فمن رغب عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو على غير الحق ويعقوب عليه السلام في حزنه قد تزوج وولد له والنبي عليه الصلاة والسلام قال حبب إلي النساء هاشية صحيح بلفظ حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة انظر صحيح الجامعة للألباني برقم 24 بعد المئة وثلاثة الآلاف انتهى قلت فإن إبراهيم بن أدهم يحكى عنه بأنه قال لروعه صاحب أيال فما قدرت أن أتم الحديث حتى صاحبي وقال وقعنا في بنيات الطريق انظر عفاك الله ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثم قال لبكاء الصبي بين يدي أبيه يطلب منه خبزة أفضل من كذا وكذا أنا يلحق المتعبد المتعزب المتزوج فصل وقد لبس إبليس على كثير من الصوفية فمنعه من النكاح فقدماؤهم تركوا ذلك تشاغلا بالتعبد ورأوا النكاح شاغلا عن طاعة الله عز وجل وهؤلاء وإن كانت بهم حاجة إلى النكاح أو بهم نوع تشوق إليه فقد خاطروا بأبدانهم وأديانهم وإن لم يكن بهم حاجة إليه فاتتهم الفضيلة وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وفي بضي أحدكم صدقه قالوا يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر قالوا نعم قال وكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر ثم قال أفتحسبون الشر ولا تحتسبون الخير حاشية صحيح مسلم في الزكاة عن أبي ذر باب بيان أن اسم الصدقة يقع إلى آخره الرقم 53 وهو بدون قوله أفتح تسبون الشر فإنه من رواية أحمد في المسند الجزء الخامس صفحة الرابعة والخمسون والمئة والسابعة والستون والمئة من هنا يتبين لنا أن ابن الجوزي قد جانبه الصواب في أمرين الأول عزوه الحديث للشيخين عن أبي هريرة والصواب أن الحديث رواه مسلم عن أبي ذر الثاني جعله قول النبي صلى الله عليه وسلم أفتح تسبون من رواية الشيخين والصواب أنها من رواية أحمد انتهت الحاشية ومنهم من قال النكاح يوجب النفقة والكسب صعب وهذه حجة للترفه عن تعب الكسب وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار أنفقته في الصدقة ودينار أنفقته على عيالك أفضلها الدينار الذي أنفقته على عيالك حاشية صحيح مسلم في الزكاة باب فضل النفقة على العيال برقم تسعة وثلاثين وصحيح الجامع للألباني برقم ثمانية وسبعين بعد الثمانمائة حيث عزاه للبخاري في الأدب المفرد لا في الصحيح ومن هنا كان ابن الجوزي مجانبا الصواب عندما جزم بأن الحديث في الصحيحين انتهت الحاشية ومنهم من قال أني كاح يجب الميل إلى الدنيا فروينا عن أبي سليمان الداراني أنه قال إذا طلب الرجل الحديث أو سافر في طلب المعاش أو تزوج فقد ركن إلى الدنيا قال المصنف رحمه الله قلت وهذا كله مخالف للشر وكيف لا يطلب الحديث والملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم وكيف لا يطلب المعاش وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأن أموت من ساعي على رجلي أطلب كفاف وجهي أحب إلي من أن أموت غازيا في سبيل الله وكيف لا يتزوج وصاحب الشرع يقول تناكح تناسل حاشية سبق تخريجه انتهى فما أرى هذه الأوضاع إلا على خلاف الشرع فأما جنعتم من متأخر الصوفية فإنهم ترى كل نكاح ليقال زاهد والعوام تعظم الصوفي إذا لم تكن له زوجة فيقولون ما عرف امرأة قط فهذه رهبانية تخالف شرعنا قال أبو حامد الغزالي ينبغي ألا يشغل المريد نفسه بالتزويج فإنه يشغله عن السلوك ويأنس بالزوجة ومن آنس بغير الله شغل عن الله تعالى قال المصنف رحمه الله وإني لأعجب من كلامه أترهما علم أن من قصد عفاف نفسه ووجود ولد أو عفاف زوجته فإنه لم يخرج عن جادة السلوك أو يرى الأنسى الطبيعية بالزوجة ينافي أنسى القلوب بطاعة الله تعالى والله تعالى قد منع الخلق بقوله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة الروم الحادية والعشرون وفي الحديث الصحيح عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل لا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك حاشية صحيح وسبق تخريجه وما كان بالذي ليدله على ما يقطع أنسه بالله تعالى أترى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان ينبسط إلى نسائه ويسابق عائسة رضي الله عنها أكان خارجا عن الأنس بالله هذه كلها جهالات بالعلم فصل وعلم أنه إذا دام ترك النكاح على شبان الصوفية أخرجهم إلى ثلاثة أنواع نوع الأول المرض بحبس الماء فإن المرأة إذا طال احتقانه تصاعد إلى الدماغ منه منيه قال أبو بكر محمد بن زكريا الرازي أعرف قوما كانوا كثير المني فلما منعوا أنفسهم من الجماع لبارب من التفلسف باردت أبدالهم وعصرت حركاتهم ووقعت عليهم الكآبة بلا سبب وعرضت لهم أعراض المالي خولية وقلت شهواتهم وهضمهم قال ورأيت رجلا ترك الجماع ففقد شهوات الطعام وصار إن أكل القليل لم يستمرئه وتقيئه فلما عاد إلى عادته من الجماع سكنت عنه هذه الأعراض سريعة النوع الثاني الفرار إلى المتروك فإن منهم خلقا كثيرا صابروا على ترك الجماع فاجتمع الماء فأقلقوا فأقلقوا فرجعوا فلامسوا النساء ولابسوا من الدنيا أضعاف ما فروا منه فكانوا كمن أطال الجوع ثم أكل ما ترك في زمن الصبر النوع الثالث الانحراف إلى صحبة الصبيان فإن قوما منهم آيسوا أنفسهم من النكاح فأقلقهم ما اجتمع عندهم فصاروا يرتحون إلى صحبة المرد فصل وقد لبس على قوم منهم تزوجوا وقالوا إنا لا ننكح شهوة فإن أرادوا أن الأغلب في طلب النكاح إرادة السنة جازة وإن زعموا أنه لا شهوة لهم في نفس النكاح فمحال ظاهر فصل وقد حمل الجهل أقواما فجبوا أنفسهم وزعموا أنهم فعلوا ذلك حياء من الله تعالى وهذه غاية الحماقة لأن الله تعالى شرف الذكر على الأنفى بهذه الآلة وخلقها لتكون سببا للتناسل والذي يجب نفسه يقول بلسان الحال الصواب ضد هذا ثم قطعهم الآلة لا تزيل شهوة النكاح من النفس فما حصل لهم مقصودهم انتهى الشريط الواحد والعشرون من كتاب تلبيس إبليس وللكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثاني والعشرون من كتاب تلبيس إبليس ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في ترك طلب الأولاد عن أبي سليمان الداراني قال الذي يريد الولد أحمق لا للدنيا ولا للآخرة إن أراد أن يأكل أو ينام أو يجامع نغص عليه وإن أراد أن يتعبد شغله قال المصنف رحمه الله قلت وهذا غلط عظيم وبيانه أنه لما كان مراد الله تعالى من إيجاد الدنيا اتصال دوامها إلى أن ينقضي أجلها وكان الآدمي غير ممتد البقاء فيها إلا إلى أمد يسير أخلف الله تعالى منه مثله فحثه على سببه في ذلك تارة من حيث الطبع بإيقاد نار الشهوة وتارة من باب الشرع بقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم النور الثانية والثلاثون وقول الرسول صلى الله عليه وسلم تناكحوا تناسلوا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ولو بالسقط أو بالسقط حاشية سبق تخريجه بدون قوله ولو بالسقط لكن ورد حديث آخر بلفظ سوداء ولود خير من حسناء لا تلد وإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة حتى بالسقط وهو حديث ضعيف السيطي في الجامع الصغير اللزء الثاني صفحة السادسة والثلاثون وضعيف الجامع برقم واحد وتسعين ومائتين بعد ثلاثة الآلاف والسقط الجنين يسقط من بطن أمه قبل تمامه انتهت الحاشية وقد طلب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الأولاد فقال تعالى حكاية عنهم رب هبلي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء آل عمران الثامنة والثلاثون رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي إبراهيم الأربعون إلى غير ذلك من الآيات وتسبب الصالحون إلى وجودهم ورب جماع حدث منه ولد مثل الشافعي وأحمد بن حنبل فكان خيرا من عبادة ألف سنة وقد جاءت الأخبار بإثابة المبعضة والإنفاق على الأولاد والعيال ومن يموت له ولد ومن يخلف ولدا بعده فمن أعرض عن طلب الأولاد والتزوج فقد خالف المسنون والأفضل وحرم أجرا جسيما ومن فعل ذلك فإنما يطلب الراحة وعن الجنيد قال الأولاد عقوبة شهوة الحلال فما ظنكم بعقوبة شهوة الحرام قال المصنف رحمه الله وهذا غلط فإن تسمية المباح عقوبة لا يحسن لأنه لا يباح شيء ثم يكون ما تجدد منه عقوبة ولا يندب إلى شيء إلا وحاصله مثوبة ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في الأسفار والسياحة قد لبس إبليس على خلق كثير منهم فأخرجهم إلى السياحة لا إلى مكان معروف ولا إلى طلب علم وأكثرهم يخرج على الوحدة ولا يستصحب زادا ويدعي بذلك الفعل التوكل فكم تفوته من فضيلة وفريضة وهو يرى أنه في ذلك على طاعة وأنه يقرب بذلك من الولاية وهو من العصاة المخالفين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما السياحة والخروج لا إلى مكان مقصود فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السعي في الأرض في غير إرب ولا حاجة حاشية الإرب والأرب الحاجة الشديدة والجمع آراب انتهى وعن طاوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا زمام ولا خزام ولا رهبانية ولا تبتل ولا سياحة في الإسلام حاشية ضعيف السيطي في الجامع الصغير في الجزء الثاني الصفحة التسعين بعد المائتين الصفحة التاسعة بعد المائتين وضعيف الجامع برقم واحد بعد ثلاثمائة وستة آلاف انتهى قال ابن قتيبة الزمام في الأنف والخزام حلقة من شعر يجعل في أحد جانبي المنخرين وعراد صلى الله عليه وسلم ما كان عباد بني إسرائيل يفعلونه من خزم التراقي وزم الأنوف والتبتل ترك المكاح والسياحة مفارقة الأمصار والذهاب في الأرض وروا أبو داود في سننه من حديث أبي أمامة أن رجلا قال يا رسول الله ايذلي في السياحة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله حاشية صحيح أبو داود في الجهاد باب في النهي عن السياحة برقم ستة وثمانين وأربعمائة بعد الألفين والحاكم في المستدرك في الجزء الثاني صفحة الثالثة والسبعين والتبريزي في المشكاة برقم أربعة وعشرين وسبعمائة وصحيح الجامع برقم ثلاثة وتسعين بعد الألفين وانتهت الحاشية قال المصنف رحمه الله وقد ذكرنا فيما تقدم من حديث ابن مضعون أنه قال يا رسول الله إن نفسي تحدثني بأن أتيح في الأرض فقال النبي صلى الله عليه وسلم له مهلا يا عثمان فإن سياحة أمتي الغزو في سبيل الله والحد والعمرة وقد روى إسحاق بن إبراهيم بن هانئ عن أحمد بن حنبل أنه سئل عن الرجل يسيح يتعبد أحب إليك أو المقيم في الأمصار قال ما السياحة من الإسلام في شيء ولا من فعل النبيين ولا الصالحين فصل وأما الخروج على الوحدة فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر الرجل وحده فعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جبه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب شيطان والإثنان شيطانان والثلاثة ركب حاشية صحيح أبو داود في الجهاد باب في الرجل يسافر وحده برقم سبعة وستمائة بعد الألفين والتلميذي في الجهاد باب كراهيته أن يسافر الرجل وحده برقم أربعة وسبعين وستمائة بعد الألف وأحمد في المسند في الجزء الثاني صفحة السادسة والثمانين والمئة والصفحة الرابعة عشر بعد المائتين والحاكم في المستدرك في الجزء الثاني صفحة الثانية بعد المائة صحيح الجامع برقم أربعة وعشرين وخمسمائة بعد ثلاثة آلاف السلسلة الصحيحة برقم اثنين وستين امتهت الحاشية وعن أبي هريرة قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم راكب الثلاث وحده حاشية ضعيف وسبق تخريده من حديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخنة الرجال إلى آخره انتهى فصلا وقد يمشون بالليل أيضا على الوحدة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار أحد وحده بليل أبدا حاشية صحيح البخاري في الجهاد باب السير وحده الجزء السادس صفحة الستون بعد المئة انتهى وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل الخروج إذا هدأت الرجل فإن الله تعالى يبث في خلقه ما شاء حاشية صحيح أبو داود في الأدب باب ما جاء في الديكة والبهائم برقم أربعة بعد المئة وخمسة الآلاف وأحمد في المسند في اللزء الثالث الصفحة السادسة بعد الثلاثمائة وكذلك في الصفحة الرابعة والخمسين بعد الثلاثمائة الحاكم في المستدرك اللزء الأول صفحة الخامسة والأربعون والأربعمائة الجزء الرابع صفحة الثالثة والثمانون والمئتان والرابعة والثمانون والمئتان صحيح الجامع صفحة الرابعة والثمانون والمئة بعد الألف انتهت الحاشية قال المصنف رحمه الله وفيهم من جعل دأبه السفر والسفر لا يراد لنفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعدل إلى أهله حاشية صحيح البخاري في الجهاد باب السرعة في السير الوزء السادس الصفحة الحادية والستون والمئة وفي مواضع أخرى ومسلم في الإمارة باب السفر قطعة من العذاب برقم تسعة وسبعين ومئة انتهت فمن جعل دأبه السفر فقد جمع بين تضييع العمر وتعذيب النفس وكلاهما مقصود فاسد وعن أبي حمزة الخراساني قال كنت قد بقيت محرما في عباء أسافر كل سنة ألف فرسخ فاطلع الشمس علي وتغرب كلما أحللت أحرمت ذكر تلبيسه عليهم في دخول الفلاة بغير زاد قال المصنف رحمه الله قد لبس على خلق كثير منهم فأوهمهم أن التوكل ترك الزاد وقد بينا فساد هذا فيما تقدم إلا أنه قد شاع هذا في جهلة القوم وجاء حمق القصاص يحكون ذلك عنهم على سبيل المدح لهم به فيتضمن ذلك تحريب الناس على مثل ذلك وبأفعال أولئك ومدح لهؤلاء فسدت الأحوال وخفيت على العوام طرق الصواب والأخبار عنهم بذلك كثيرة وأنا أذكر منها نبذة عن فتح الموصلي قال خرجت حاجة فلما توصت البادية إذا أنا بغلام صغير فقلت يا عجبة بادية بيداء وأرض قفراء وغلام صغير فأسرعت فلحقته فسلمت عليه ثم قلت يا بني إنك غلام صغير لم تجري عليك الأحكام قال يا عمي قد مات من كان أصغر سنا مني فقلت واسع خطاك فإن الطريق بعيد حتى تلحق المنزل قال يا عمي علي المش وعلى الله البلاغ أما قرأت قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا العنكبوت التاسعة والستون فقلت له ما لي لا أرى معك لا زادا ولا راحلة فقال يا عمي زادي يقيني وراحلتي رجائي قلت سألتك عن الخبز والماء قال يا عمي أخبرني لو أن أخا من إخوانك أو صديقا من أصدقائك دعاك إلى منزله أكنت تستحسن أن تحمل معك طعاما فتأكله في منزله فقلت أزودك فقال إليك عني يا بطال هو يطعمنا ويسقينا قال فتح فما رأيت صغيرا أشد توكلا منه ولا رأيت كبيرا أشد زهدا منه قال المصنف رحمه الله بمثل هذه الحكاية تفسد الأمور ويظن أن هذا هو الصواب ويقول الكبير إذا كان الصغير قد فعل هذا فأنا أحق بفعله منه وليس العجب من الصبي بل من الذي لقيه كيف لم يعرفه أن هذا الذي يفعله منكر وأن الذي استدعاك أمرك بالتزود ومن ماله يتزود ولكن مضى على هذا كبار القوم فكيف الصغار وعن محمد بن الحسن بن علي اليعيضي قال حضرت أبا عبد الله الجلاء وقيل له عن هؤلاء الذين يدخلون البادية بلا زاد ولا عدة يجعمون أنهم متوكلون فأموتون في البرار فقال هذا فعل رجال الحق فإن ماتوا فادية على القاتل حاشية انظر حلية الأولياء لأبي نعيم عند ترجمته لأبي عبد الله الجلاء البزء العاشر الصفحة الرابعة عشرة بعد الثلاثمائة انتهى وعن أحمد بن علي قال قال رجل لأبي عبد الله بن الجلاء ما تقول في الرجل يدخل البادية بلا زاد قال هذا من فعل رجال الله قال فإن مات قال الدية على القاتل قال المصنف رحمه الله قلت هذه فتوى جاهل بحكم الشراء إذ لا خلاف بين فقهاء الإسلام أنه لا يجوز دخول البادية بغير زاد وأن من فعل ذلك فمات بالجوع فإنه عاص لله تعالى مستحق لدخول النار وكذلك إذا تعرض بما غالبه العطب فإن الله جعل النفوس وديعة عندنا فقال ولا تقتلوا أنفسكم النساء التاسعة والعشرون وقد تكلمنا فيما تقدم في وجوب الاحتراز من المؤذي ولو لم يكن المسافر بغير زاد إلا أنه خالف أمر الله في قوله وتزودوا البقرة السابعة والتسعون والمئة وعن أبي عبد الله بن خفيث قال خرجت من شيراز في السفرة الثالثة فتهت في البادية وحدي وأصابني من الجوع والعطش ما أسقط من أثنان ثمانية وانتثر شعري كله حاشية شيراز بلد عظيم مشهور من بلاد فارس وهي مما استجد عمارتها واختطاطها في الإسلام وبها جماعة من التابعين مدفونون معجم البلدان اللزء الثالث صفحة الثمانون والثلاثمائة والحادية والثمانون بعد الثلاثمائة انتهى قال المصنف رحمه الله قلت هذا قد حكى عن نفسه ما ظاهره طلب المدح على ما فعل والذن لاحق به وعن محمد بن عبد الله أبو حمزة الصوفي قال إني لا أستحي من الله أن أدخل البادية وأنا شبعان وقد أعتقدت التوكل لأن لا يكون شبعي زادا تزودته قال المصنف رحمه الله قلت وقد سبق الكلام على مثل هذا وأن هؤلاء القوم ظنوا أن التوكل ترك الأسباب ولو كان هكذا لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزود لما خرج إلى الغار قد خرج على التوكل وكذلك موسى لما طرب الخبر تزود حوتا وأهل الكهف حين خرجوا فاستصحبوا دراهم واستخفوا ما معهم وإنما خفي على هؤلاء معنى التوكل لجهلهم وقد اعتذر لهم أبو حامد فقال لا يدوذ دخول المفازة بغير زاد إلا بشرطين أحدهما أن يكون الإنسان قد راض نفسه حيث يمكنه الصبر على الطعام أسبوعا ونحوه والثاني أن يمكنه التقوة بالحشيش ولا تخل البادية من أن يلقاه آدمي بعد أسبوع أو ينتهي إلى حلة أو حشيش يردي به وقته قال المصنف رحمه الله قلت أقبح ما في هذا القول أنه صدر من فقيه فإنه قد لا يلقى أحد وقد يضل وقد يمرض فلا يصلح له الحشيش وقد يلقى من لا يطعمه ويتعرض بمن لا يضيفه وتفوته الجماعة قطعا وقد يموت ولا يلبه أحد ثم قد ذكرنا ما جاء في الوحدة ثم ما المخرج إلى هذه المحل إن كان يتعمد فيها على عادة أو لقاء شخص والاجتزاء بحشيش وأي فضيلة في هذه الحال حتى يخاطر فيها بالنفس وأين أمر الإنسان أن يتقوة بحشيش ومن فعل هذا من السلف وكأن هؤلاء القوم يجزمون على الله سبحانه هل يرزقهم في البادية ومن طلب الطعام في البرية فقد طلب ما لم تجري به العادة ألا ترى أن قوم موسى عليه السلام لما سألوا من بقلها وقثائها وفولها وعدسها وبصلها أوحى الله إلى موسى أن اهبطوا مصر حاشية قال الطبري والبقل والقثاء والعدس والبصل فهو مما عرفه الناس من نبات الأرض وحبها وأما الفوم فهو في قول ابن عباس وعطاء الحمطة أي القمح على المستمع جاءت اللفظة في السياق الفول ولعله تصحيف وفي قول مجاهد والربيع الثوم ورجحه ابن جرير لأنه الموافق لذكر البصل انظر مختصر تفسير الطبري في الجزء الأول في الصفحة السادسة والعشرين انتهت الحاشية أوحى الله إلى موسى اهبطوا مصر البقر الحادية والستون وذلك لأن الذي طلبوه في الأمصار فهؤلاء القوم على غاية الخطأ في مخالفة الشرع والعقل والعمل بموافقات النفس وعن ابن عباس قال كان أهل اليمن يحدون ولا يتزودون ويقولون نحن متوكلون فيحدون فيأتون إلى مكة فيسألون الناس فأنزل الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد تقوى حاشية صحيح البخاري في الحج باب قول الله تعالى وتزودوا الجزء الثالث صفحة التاسعة والاربعون بعد الاربع مئة انتهت وهذه الآية من سورة البقرة هي الآية السابعة وتسعون والمئة وعن محمد بن موسى الجرجاني قال سألت محمد بن كثير الصنعاني عن الزهاد الذين لا يتزودون ولا يمتعلون ولا يلبسون الخفاف فقال سألتني عن أولاد الشياطين ولم تسألني عن الزهاد فقلت له فأي شيء الزهد قال التمسك بالسنة والتشبه بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن أحمد بن حسين بن حسان أن أبا عبد الله أحمد بن حنبل سئل عن الرجل يريد المفازة بغير زاد فأنكره إنكارا شديدا وقال أف أف لا لا ومد بها صوته إلا بزاد ورفقاء قافلة حاشية أف كلمة تضجر وتكره تضم همزتها وتكسر إف وأف وتأخذ الفاء كل شكل منونة وغير منونة انتهت الحاشية قال الخلال وقال أبو بكر المروزي وجاء رجل إلى أبي عبد الله فقال رجل يريد سفر أيما أحب إليك يحمل معه زادا أو يتوكل فقال له أبو عبد الله يحمل معه زادا ويتوكل حتى لا يتشرف للناس حاشية تشرف الرجل للشيء تطلع إليه انتهى وعن أحمد بن نصر أن رجلا سأل أبا عبد الله أيخرج الرجل إلى مكة متوكل لا يحمل معه شيئا قال لا يعجبني فمن أين يأكل قال فيتوكل فيعطيه الناس قال فإذا لم يعطوه أليس يتشرف لهم حتى يعطوه لا يعجبني هذا لم يبلغني أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين فعل هذا وعن ابن مسيس قال إن أبا عبد الله سأله رجل فقال أحد بلا زاد فقال لا اعلم واحترف وأخرج النبي صلى الله عليه وسلم زود أصحابه فقال فهؤلاء الذين يعرفون ويحدون بلا زاد على الخطأ قال نعم هم على الخطأ وعن الحسين الرازي قال شهدت أحمد بن حمدل وجاءه رجل من أهل خراسان فقال له يا أبا عبد الله معي درهم أحج بهذا الدرهم فقال له أحمد اذهب إلى باب الكرخ فاشتري بهذا الدرهم حبلا واحمل على رأسك حتى يصير عندك ثلاثمائة درهم فحج قال يا أبا عبد الله أما ترى مكاسب الناس قال أحمد لا تنظر إلى هذا فإنه من رغب في هذا يريد أن يفسد على الناس مع عيشهم قال يا أبا عبد الله أنا متوكل قال فتدخل البادية وحدك أو مع الناس قال لا مع الناس قال كذبت إذا نست بمتوكل فادخل وحدك وإلا فأنت متوكل على جراب الناس سياق ما جرى للصوفية في أسفارهم وسياحاتهم من الأفعال المخالفة للشرى عن أبي حمزة قال سافرت سفرة على التوكل فبينما أنا أسير ذات ليلة والنوم في عيني إذ وقعت في بئر فرأيتني قد حصلت فيها فلم أقدر على الخروج لبعد مرتقاها فجلست فيها فبينما أنا جالس إذ وقف على رأس البئر رجلان فقال أحدهما لصاحبه لا نجوز ونترك هذه البئر في طريق المسلمين السابلة والمارة فقال الآخر فما نصنع قال فبدرت نفسي أن أناديهما فنوديت تتوكل علينا وتشكو بلاءنا إلى سوانا فسكت فمضي حاشية يقال ارتقى ارتفع وصعد ويقال ارتقى فلان مرتقا صعبا السابلة الطريق المسلوك يقال سبيل سابلة أي مسلوكة انتهى فسكت فمضي ثم رجع ومعهما شيء فجعلاه على رأسها غطوها به فقالت لي نفسي أمنت طمها ولكن حصلت فيها مسجونا حاشية طم الشيء طم غمره وغطاه يقال طم التراب البئر وطم فلان الحفرة بالتراب ونحوه ردامها وسواها بالأرض انتهت الحاشية فمكست يومي وليلتي فلما كان الغد ناداني شيء يهتف بي ولا أراه تمسك بي شديدا فمددت يدي فوقعت على شيء خشم فتمسكت به فعلاها وطرحني فوق الأرض فإذا هو سبع فلما رأيته لحق نفسي من ذلك ما يلحق من مثله فهتف بي هاتف وهو يقول يا أبا حمزة استنقذناك من البلاء بالبلاء وكفيناك ما تخاف بما تخاف قال أبو حمزة الخراساني حاشية انظر أبو نعيم في الحلية في الجزء العاشر الصفحة العشرين بعد ثلاثمائة والحادية والعشرين بعد ثلاثمائة انتهى قال أبو حمزة الخراساني حاجزت سنة من السنين فبين أنا أمشي في الطريق وقعت في بئر فنزعتني نفسي أن أستغيث فقلت لا والله لا أستغيث فما أتمنت هذا الخاطر حتى مر برأس البئر رجلاني فقال أحدهما للآخر تعال نسد رأس هذا البئر في هذا الطريق فأتوا بقصب وبارية حاشية القصب والقصب كل نبات كانت ساقه أنابيب وكعوب البارية بمعنى حصير تقوله العوام وهو خطأ والصواب باري وبوري فارس معرب انتهى فهمنت فقلت إلى من هو أقرب إليك منهما وسكت حتى طم رأس البئر فإذا بشيء قد جاء فتشف عن رأس البئر ودل رجليه وكان يقول فيها مهمة له تعلق بي فتعلقت به فأخرجني فنظرت فإذا هو سبع فهتف بي هاتف وهو يقول يا أبا حمزة أليس ذا حسن نجيناك من التلف بالتلف وعن أبي حمزة الصوفي الدمشقي أنه لما خرج من البئر أنشد يقول نهاني حيائي منك أن أكشف الهوى فأغنيتني بالقرب منك عن الكشف فرأيتني بالغيب حتى كأنني تبشرني بالغيب أنك في الكف أراك وبي من هيبتي لك وحشة وتؤنسني بالعطف منك وباللطف وتحيي محبا أنت في الحب حتفه وذا عجب كون الحياة مع الحتف انتهى الوجه الأول الوجه الثاني يبدأ حالا قال المصنف رحمه الله قلت اختلفوا في أبي حمزة هذا الواقع في البئر فقال أبو عبد الرحمن السلمي هو أبو حمزة الخراساني وكان من أقران الجنيد وقد ذكرنا في رواية أخرى أنه دمشقي وقال أبو نعيم الحافظ هو أبو حمزة البغدادي واسمه محمد بن إبراهيم وذكره الخطيب في تاريخه وذكر لهم هذه الحكاية وأيهم كان فهو مخطئ في فاله مخالف للشرع بسكوته معين بصمته على نفسه وقد كان يجب عليه أن يصيح ويمنع من طم البئر كما يجب عليه أن يدفع عن نفسه ما يقصد قتله وقوله لا أستغيث كقول القائل لا آكل الطعام ولا أشرب الماء وهذا جهل من فاعله ومخالفة الحكمة في وضع الدنيا فإن الله تعالى وضع الأشياء على حكمة فوضع للآدمي يدا يدا يدافع بها ولسانا يمطق به وعقلا يهديه إلى دفع المضار واجتلاب المصالح وجعل الأغذية والأدوية لمصلحة الآدميين فمن أعرض عن استعمال ما خلق له وأرشد إليه فقد رفض أمر الشرع وعطل حكمة الصانع فإن قال جاهل فكيف أحترز مع أمر القدر قلنا وكيف لا يحترز مع أمر القدر وقد قال الله تعالى خذوا حذركم وقد اختفى النبي صلى الله عليه وسلم في الغار وقال لسراقه أخفي عنا واستأجر دليلا إلى المدينة حاشية سبق تخريجه انتهى ولم يقل أخرج على التوكل وما زال ببدنه مع الأسباب وبقلبه مع المسبب وقد أحكمنا هذا الأصل فيما تقدم وقول أبي حمزة فنوديت من باطني هذا من حديث النفس الجاهلة التي قد استقر عندها بالجهل أن التوكل ترك التمسك بالأسباب لأن الشرع لا يطلب من الإنسان ما نهاه عنه وهل لا نافره باطنه في مد يده وتعليقه بذلك المتدلي إليه وتمسكه به فإن ذلك أيضا نقض لما ادعاه من ترك الأسباب الذي يسميه التوكل لأنه أي فرق بين قوله أنا في البئر وبين تمسكه بما تدل عليه لا بل هذا آكد لأن الفعل آكد من القول فهل لا سكت حتى يحمل بلا سبب فإن قال هذا بعثه الله لي قلنا والذي جاز على البئر من بعثه واللسان المستغيث من خلقه فإنه لو استغاث كان مستعملا للأسباب التي خلقها الله تعالى لينتفع بها للدفع عنه فلم يستعملها وإنما بسكوته أعطل الأسباب التي خلقها الله تعالى له ودفع الحكمة فصح لومه على ترك السبب وأما تخلصه بالأسد فإن صح هذا فقد يتفق مثله ثم لا ينكر أن الله تعالى يلطف بعبده وإنما ينكر فعله المخالف للشر قال الجنيد قال لي محمد السمين كنت في قرية الكوفة بقرب الصحراء التي بين قباء والصخرة حاشية قباء قرية على ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة بها أثر بنيان كثير وهناك مسجد التقوى وقباء أيضا مدينة كبيرة من ناحية فرغانة نسب إليها قوم من أهل العلم بكل فن معجم البلدان الجزء الرابع صفحة الحادية بعد الثلاثمائة والثانية بعد الثلاثمائة انتهت بقرب الصحراء التي بين قباء والصخرة التي تفريقنا منها والطريق منقطع فرأيت على الطريق جملا قد سقط ومات وعليه سبعة أو ثمانية من السباع تتناهش لحمة يحمل بعضها على بعض فلما أن رأيتهم كأن نفسي اتطربت وكانوا على قارعة الطريق حشيه قارعة الطريق وسطه انتهت فقالت فقالت لي نفسي تميل يمينا أو شمالا فأبيت عليها إلا أن أخذ على قارعة الطريق فحملتها على أن مشيت حتى وقفت عليهم بالقرب منهم كأحدهم ثم رجعت إلى نفسي لأنظر كيف فإذا هي الروع معي قائم فأبيت أن أبرح وهذه صفتي فقعدت بينهم ثم نظرت بعد قعودي فإذا الروع معي فأبيت أن أبرح وهذه صفتي فوضعت جنبي فنمت مطجع فتغشان النوم فنمت وأنا على تلك الهيئة والسباع في المكان الذي كان عليه فمضى بي وقت وأنا نائم فاستيقظت فإذا السباع قد تفرقت ولم يبقى منها شيء وإذا الذي كنت أدي به قد زال فقمت وأنا على تلك الهيئة فانصرفت قال المصنف رحمه الله قلت فهذا الرجل قد خالف الشرع في تعرضه للسباع ولا يحل لأحد أن يتعرض لسابع أو لحية بل يجب عليه أن يفر مما يؤذيه أو يهلكه وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الطاعون وأنتم بأرض فلا تقدموا عليه حاشية صحيح البخاري في الطب باب ما يذكر في الطاعون الجزء العشر الصفحة التاسعة والثمانون والمئة ومسلم في السلام باب الطاعون من الصفحة الثانية والتسعين إلى الصفحة الماء انتهى وقال صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد حاشية صحيح البخاري في الطب باب الدذام الجزء العاشر الصفحة السابعة والستون والمئة وفي مواضع متعددة انتهى ومر عليه الصلاة والسلام بحائط مائل فأسرع حاشية صحيح أحمد في المسند اللزء الثاني صفحة السادسة والخمسون والثلاثمئة انتهى وهذا الرجل قد أراد من طبعه أن لا ينزعج وهذا شيء ما سلم منه موسى عليه السلام فإنه لما رأى الحية خاف وولى مدبرا فإن صح ما ذكره وهو بعيد عن الصحة لأن طباع الآدمين تتساوى فمن قال لا أخاف السبع بطبعي كذبناه كما لو قال أنا لا أشتهي النظر إلى المستحسن وكأنه قهر نفسه حتى نام بينهم استسلاما للهلاك لظنه أن هذا هو التوكل وهذا الظن خطأ لأنه لو كان هذا هو التوكل ما نهي عن مقاربة ما يخاف شره ولعل السبع اشتغلت عنه وشبعت من الجمل والسبع إذا شبع لا يفترس ولقد كان أبو تراب النخشبي من كبار القوم فلقيته الثباع البرية فنهشته فمات ثم لا ينكر أن يكون الله تعالى لطف به ونجاه بحسن ظنه فيه غير أن نبين خطأ فعله للعام الذي إذا سمع هذه الحكاية وظن أنها عزيمة عظيمة ويقين قوي وربما فضل حالته على حالة موسى عليه السلام إذ هرب من الحية وعلى حالة نبينا صلى الله عليه وسلم إذ مر بجدار مائل فهرول وعلى لبسه صلى الله عليه وسلم الدرع في غزواته كلها وقت الحرب حتى قال عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق ليس لنبي أن يلبس لامة حربه ثم ينزعها من غير قتال حاشية صحيح البخاري معلقا في الاعتصام باب قول الله تعالى وشاورهم في الأمر الجزء الثالث عشر الصفحة الحادية والخمسون والثلاثمائة وأحمد في المسند عن جابر الجزء الثالث الصفحة الحادية والخمسون والثلاثمائة والغزوة المذكورة هي أحد انتهت الحاشية وعلى حالة أبي بكر رضي الله عنه إذ سد خروق الغار اتقاء أذى الحيات وهيهات أن تعلم مرتبة هذا المخالف للشرع على مرتبة النبيين والصديقين بما يخايل له وظنه الفاسد من أن هذا الفعل هو التوكل وعن محمد بن عبد الله الفرغاني قال سمعت مؤملا المغابي يقول كنت أصحب محمد بن السمين فسافرت معه ما بين تكريت والموصل حاشية تكريت بلدة مشهورة بين بغداد والموصل وهي إلى بغداد أقرب ولها قلعة حصينة في طرفها الأعلى على نهر دجلة افتتحها المسلمون في أيام عمر سنة ست عشرة أرسل إليها سعد بن أبي وقاص كما أرسل جيشا عليه عبد الله بن المعتم فحاربهم حتى فتحها عنوة معجم البلدان الجزء الثاني صفحة التاسعة وتسعون والثلاثمائة إلى الصفحة الحادية بعد الأربعمائة انتهى فبين نحن في برية نسير إذ زأر السبع من قريب منا فدزعت وتغيرت وظهر ذلك على وجهي وهمنت أن أبادر فأفر فضبطني وقال يا مؤمل التوكل ها هنا ليس في المسجد الجامع قال المصنف رحمه الله قلت لا أشك في أن التوكل يظهر أثره في المتوكل عند الشدائد ولكن ليس من شروطه الاستسلام للسبع فإنه لا يجوز قال الخواص حدثني بعض المشايخ أنه خلال علينا الرازي ما لنا لا نراك مع أبي طالب الجرجاني قال خرجنا في سياحة فمنا في موضع فيه سباع فلما نظر إلي رآني لم أنم فرداني وقال لا تصحبني بعد هذا اليوم قال المصنف رحمه الله لقد تعدى هذا الرجل إذ أراد من صاحبه أن يغير ما طبع عليه وليس ذلك في قدرته ولا في وسعه ولا يطالبه بمثله الشرع وما قدر على هذه الحالة موسى عليه السلام حين هرب من الحية فهذا كله مبناه على الجهل وعن إبراهيم الخواص قال سمعت حسنا أخ سنان يقول كنت أسلك طريق مكة فتدخل في رجلي الشوكة فيمنعني ما أعتقده من التوكل أن أخرجها من رجلي فأدلك رجلي على الأرض وأمشي وعن أحمد بن علي الوجدي قال حج الديناوري 12 حجة كافيا مكشوف الرأس حاشية محمد بن عبد الله أبو بكر الديناوري الزاهد كان حسن العيش وكان ابن القزويني يثني عليه وكان جلال الدولة صاحب بغداد يزوره توفي سنة 3400 ولما توفي اجت مع أهل بغداد لجنازته وأصلي عليه مرات ودفن بباب حرب رحمه الله تعالى البداية والنهاية الجزء الثاني عشر صفحة السادسة والأربعون انتهى وكان إذا دخل في رجله شوك يمسح رجله في الأرض ويمشي ولا يتطأطأ إلى الأرض من صحة توكله قال المصنف رحمه الله قلت انظروا إلى ما يصنع الجهل بأهله ليس من طاعة الله تعالى أن يقطع الإنسان تلك البادية حافية لأنه يؤذي نفسه غاية الأذى ولا مكشوف الرأس وأي قربة تحصل بهذا ولولا وجوب كشف الرأس في مدة الإحرام لم يكن لكشفه معنى فمن ذا الذي أمره أن لا يخرج الشوك من رجله وأي طاعة تقع بهذا ولو أن رجله انتفخت بما يبقى فيها من الشوك وهلك كان قد أعانى على نفسه وهل دلك الرجل بالأرض إلا دفع بعض شر الشوك فهل لا دفع الباقي بالإخراج وإن التوكل من هذه الأفعال المخالفة للعقل والشرع لأنهما يقضيان بجلب المنافع للنفس ودفع المضار عنها ولذلك أجاز الشرع لمن أدركه ضرر في إحرامه أن يخرق حرمة الإحرام ويلبس ويغطي رأسه ويفدي ولقد سمعت أبا عبيد يقول إني لأتبين عقل الرجل بأن يدعى الشمس ويمشي في الظل وعن أبي بكر الدقاق قال خرجت في وسط السنة إلى مكة وأنا حدث السن وفي وسطي نصف جل وعلى كتفي نصف جل حاشية الجل ما تغطى به الدابة لتصان والجمع جلال وأجلال انتهى فرمدت عيني في الطريق وكنت أمسح دموعي بالجل فأقرح الجل فأقرح الجل الموضع فكان يخرج الدم مع الدموع فمن شدة الإرادة وقوة سروري بحالي لم أفرق بين الدموع والدم وذهبت عيني في تلك الحجة وكانت الشمس إذا أثرت في بدني قبلت يدي وعضعتها على عيني سرورا مني بالبلاء وعن أبي بكر الدقاق قال كان سبب ذهابي بصري أني خرجت في وسط السنة أريد مكة وفي وسطي نصف جل وعلى وسطي نصف جل فرمدت إحدى عيني فمسحت الدموع بالجل فقرح المكان وكانت الدموع والدم تسيلان من عيني حاشيه قرحه أي جرحه وقرح بدت به جروح من سلاح أو بثور انظر حية الأولياء لأبي نعيم الجزء العاشر الصفحة الرابعة والأربعون والثلاثمائة انتهى وعن أبي بكر الرازي قال قلت لأبي بكر من الدقاق وكان بفرد عين ما سبب ذهاب عينك قال كنت أدخل البادية على التوكل فجعلت على نفسي أن لا آكل لأهل المنازل شيئا تورع فسالت إحدى عيني على خدي من الجوع قال المصنف رحمه الله إذا سمع مبتدئ حالة هذا الرجل وظن أن هذه مجاهدات وقد جمعت هذه السفرة التي افتخر فيها فنونا من المعاصي والمخالفات منها خروجه في تنصيف السنة على الوحدة وقد جمعت هذه السفرة التي افتخر فيها فنونا من المعاصي والمخالفات منها خروجه في تنصيف السنة على الوحدة ومشيه بلا زاد ولا راحلة ولباسه الجل ومسح عينيه به أعونه أن ذلك يقربه إلى الله تعالى وإنما يتقرب إلى الله تعالى بما أمر به وشرعه لا بما نهى وكف عنها فلو أن إنسان قال أريد أن أضرب نفسي بعصى لأنها عصت أتقرب بذلك إلى الله كان عاصيا وسرور هذا الرجل بهذا خطأ قبيح لأنه إنما يفرح بالبلاء ويفرح به إذا كان بغير تسبب منه لنفسه فلو أن إنسانا كسر رجل نفسه ثم فرح بهذه المصيبة كان نهاية في الحماقة ثم تركه السؤال وقت للطرار وحمله على النفس في شدة المجاعة حتى سالت عينه ثم يسمي هذا تورع حماقات زهاد أكبرها الجهل والبعد عن العلم وعن سفيان الثوري قال من جاع فلم يسأل حتى مات دخل النار حاشية انظر حلية الأولياء في الجزء السابع الصفحة السادسة والستين انتهى قال المصنف رحمه الله فانظر إلى كلام الفقهاء ما أحسنه ووجهه أن الله تعالى قد جعل لجائع مكنة التسبب حاشية الوجه من المسألة ما ظهر لك منها والوجه من الكلام السبيل الذي تقصده به المكنة القدرة والاستطاعة والقوة والشدة انتهى فإذا عدم الأسباب الظاهرة فله قدرة السؤال التي هي كسب مثله في تلك الحال فإذا تركه فقد فرط في حق نفسه التي هي وديعة عنده فاستحق العقاب وقد روي لنا في ذهاب عين هذا الرجل ما هو أظرف مما ذكرنا قال وعن أبي علي الروزباري يحكي عن أبي بكر مدقاق قال استضفت حيا من العرب فرأيت جارية حسناء فنظرت إليها فقلعت عيني التي نظرت بها إليها وقلت مثلك من نظر لله قال المصنف رحمه الله قلت فانظروا إلى جهل هذا المسكين بالشريعة والبعد عنها لأنه إن كان نظر إليها من غير تعمد فلا إثم عليه وإن تعمد فقد أتى صغيرة قد كان يكفيه منها الندم فضلنا إليها كبيرة وهي قلع عينه ولم يتب عنها لأنه أعتقد قلعها قربة إلى الله سبحانه ومن أعتقد المخذور قربه فقد انتهى خطأه إلى الغاية ولعله سمع تلك الحكاية عن بعض بني إسرائيل أنه نظر إلى امرأة فقلع عينه وتلك مع بعد صحتها ربما جازت في شريعتهم فأما شريعتنا فقد حرمت هذا وكأن هؤلاء القوم افتكروا شريعة سموها بالتصوف وتركوا شريعة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله من تلبيس إبليس وقد رؤي عن بعض عابدات الصوفية مثل هذا فعن أبي الحسن علي بن أحمد البصري غلام شعوانة قال أخبرتني شعوانة أنه كان فيه جيرانها امرأة صالحة فخرجت ذات يوم إلى السوق فرآها بعض الناس فافتتن بها وتبعها إلى باب دارها فقالت له المرأة أي شيء تريد مني قال فتنت بك فقالت ما الذي استحسنت مني قال عيناك فدخلت إلى دارها فقلعت عينيها وخرجت إلى خلف الباب ورمت بها إليه وقالت له خذهما فلا بارك الله فيك قال المصنف رحمه الله فانظروا إخواني كيف يتلاعب إبليس بالجهلة فإن ذلك الرجل أتى صغيرة بالنظر وأتت هي بكبيرة ثم ظنت أنها فعلت طاعة وكان ينبغي أن لا تكلم رجلا أجنبيا وقد وجد من القوم ضد هذا كما يروى عن دنون المصري وغيره أنه قال لقيت امرأة في البرية فقلت لها وقالت لي وهذا لا يحل له وقد أنكرت عليه امرأة متيقظة فعن دنون قال رأيت امرأة بنحو أرض البجة فناديتها فقالت وما للرجال أن يكلم النساء لو لا نقص عقلك لرميتك بشيء وعن أبي جعفر الحداد قال دخلت البادية بعض السنين على التوكل فبقيت سبعة عشر يوما لا آكل فيها شيئا وضعفت عن المشي فبقيت أياما أخر لم أذق فيها شيئا فسقطت على وجهي وغشي علي وغلب علي من القمل شيء ما رأيت مثله ولا سمعت به فبين أنا كذلك إذ مر بي ركب فرأوني على تلك الحالة فنزل أحدهم عن راحلته فحلق رأسي ولحيتي وشق ثوبي وتركني في الرمضاء حشيه رامض مضى على الرمضاء ورامض الشيء اشتد حره والرمضاء شدة الحر انتهى وسار فمر بي ركب آخر فحملوني إلى حيهم وأنا مغلوب فطرحوني ناحية فجاءتني امرأة فجلست على رأسي وصبت اللبن في حلقي ففتحت عيني قليلا وقلت لهم أقرب المواضع منكم أين قالوا جبل الشراه فحملوني إلى الشراه حشيه جبل الشراه جبل شامخ مرتفع في السماء وهو على يسار عسفان وبه عقبة تذهب إلى ناحية الحجاز لمن سلك عسفان يقال لها الخريطة وهي مرتفعة جدة والخريطة تل الشراه والشراه أيضا سقع بالشام بين دمشق ومدينة الرسول والنسبة إلى هذا الجبل شارعوي معجم البلدان الجزء الثالث صفحة الحادية والثلاثون والثلاثمائة والثانية والثلاثون والثلاثمائة انتهت الحاشية قال المصنف رحمه الله قلت لو يحكى أن رجلا من المجانين انحل من السلسلة فأخذ سكينا وجعل يشرح لحم نفسه ويقول أنا ما رأيت مثل هذا الجنون لصدق على هذا وإلا فانظر إلى حال هذا المسكين وبما فعل بنفسه ثم يعتقد أن هذا قربه نسأل الله العافية وعن ابراهيم الخواص قال رأيت شيخا من أهل المعرفة عرج بعد سبعة عشر يوما على سبب في البرية حاشية السبب كل شيء يتوصل به إلى غيره ويقال ما لي إليك سبب أي طريق انتهت الحاشية فنهاه شيخ كان معه فأبى أن يقبل فسقط ولم يرتفع عن حدود الأسباب قلت هذا قد أراد أن يصبر عن القوت أكثر من هذا وليس الصبر إلى هذا الحد وإن أطيق بفضيلة وعن إسماعيل بن نجيد قال دخل إبراهيم الهروي مع شبه البرية فقال يا شبه اطرح ما معك من العلائق قال فطرحتها كلها وأبقيت دينارة فخطى خطوات ثم قال اطرح كل ما معك لا تشغل سري قال فأخرجت الدينارة ودفعته إليه فطرحه ثم خطى خطوات وقال اطرح ما معك قلت ليس معي شيء قال بعد سري مشتغل ثم ذكرت أن معي دستجة شموع فقلت ليس معي إلا هذه حاشية الدستجة حزمة ونحوها تجمع 12 فردا من كل نوع انتهت الحاشية قال فأخذها فطرحها ثم قال امشي فمشينا فما احتجت إلى شبع في البادية إلا وجدته مطروحا بين ادي فقال لي كذا من عامل الله بالصدق قال المصنف رحمه الله قلت كل هذه الأفعال خطأ ورمي المال حرام والعجب ممن يرمي ما يملكه ويأخذ ما لا يدري من أين هو وهل يحل له أخذه أم لا وعن أبي سعيد الخراز قال دخلت البادية مرة بغير زاد فأصابتني فاقة فرأيت المرحلة من بعد فسررت بوصولي ثم فكرت في نفسي أني شكيت وأني توكلت على غيره فآليت أن لا أدخل المرحلة إلا إن حملت إليها فحفرت لنفسي في الرمل حفرة ووريت جسدي فيها إلى صدري فسمعت صوتا في نصف الليل عالية يا أهل المرحلة إن لله وليا حبس نفسه في هذا الرمل فالحقوه فجاء جماعة فأخرجوني وحملوني إلى المرحلة قال المصنف رحمه الله قلت هذا تنطع لقد تنطع هذا الرجل على طبعه فأراد منه ما لم يضع عليه لأن طبع ابن آدم أن يهش إلى ما يحب ولا لوم على العطشان إذا هش إلى الماء ولا على الجائع إذا هش إلى الطعام فكذلك كل من هش إلى محبوب الله وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فلاحت له المدينة أسرع السير حباً لوطنه حاشية صحيح البخاري في العمرة باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة اللزء الثالث صفحة السادسة والعشرون والسبعمائة وفي فضائر المدينة باب المدينة تنفي الخبث اللزء الرابع صفحة السابعة عشر بعد المئة وهي بلفظ كان رسول الله إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها أي حبه المدينة قال الحافظ بن حجر وفي الحديث دلاله على فضل المدينة وعلى مشروعية حب الوطن والحنين إليه انتهت الحاشية ولما خرج من مكة تلفت إليها شوقا وكان بلال يقول لعن الله عتبة وشيبة إذ أخرجونا من مكة ويقول ألا ليت شاري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل حاشية صحيح البخاري في فضائل المدينة باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة الجزء الرابع صفحة التاسعة عشر بعد المئة والجليل لبات ضعيف يسمى الثمام انتهت الحاشية فنعوذ بالله من الإقبال على العمل بغير مقتضى العلم والعقل ثم حبسه نفسه عن صلاة الجماعة قبيح وأي شيء في هذا من التقرب إلى الله سبحانه إنما هو محط جهل انتهى الشريط الثاني والعشرون من كتاب تلبيس إبليس وللكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثالث والعشرون من كتاب تلبيس إبليس نوصل القراءة فيما جرى للصوفية في أسفارهم وسياحاتهم من المخالفات عن بكر بن محمد قال كنت عند أب الخير أني سابوري فبسطني بمحادثته لي بذكر بدايته إلى أن سألته عن سبب قطع يده فقال يد جنت فقطعت ثم اجتمعت به مع جماعة فسألوه عن ذلك فقال سافرت حتى بلغت إسكندرية فأقمت بها اثنتين عشرة سنة وكنت قد بنيت بها كوخة فكنت أجي إليه من ليل إلى ليل وأفطر على ما ينفضه المرابطون وأزاحم الكلاب على قمامة السفر وأكل من البرد في الشتاء فنوديت في سري يا أب الخير تزعم أنك لا تشارك الخلق في أقواتهم وتشير إلى التوكل وأنت في وسط القوم جالس حاشية البرد نوعا من جيد التمر انتهى فقلت إله وسيدي وعزتك لا مددت يدي إلى شيء مما تنبته الأرض حتى تكون الموصل إلي رزقي من حيث لا أكون فيه فأقمت اثني عشر يوما أصلي الفرض وأتنفل ثم عجزت عن النافلة فأقمت اثني عشر يوما أصلي الفرض والسنة ثم عجزت عن السنة فأقمت اثني عشر يوما أصلي الفرض لا غير ثم عجزت عن القيام فأقمت اثني عشر يوما أصلي جالسا لا غير ثم عجزت عن الجلوس فرأيت انطرحت نفسي ذهب فرضي فلجأت إلى الله بسري وقلت إلهي وسيدي افترضت علي فرضا تسألني عنه وقسمت لي رزقا وضمنته لي فتفضل علي برزقي ولا تأخذني بما عقدته معك فوعزتك لأجتهدن أن لا حللت عقدا عقدته معك فإذا بين يدي قرصان بينهما شيء فكنت أجده على الدوام من الليل إلى الليل ثم طولبت بالمسير إلى الثغر فسرت حتى دخلت الفرنى حاشية الفرنى مدينة على الساحل من ناحية مصر وهي مدينة قديمة بين العريش والفصطات قرب قطية وشرق تنيس على ساحل البحر على يمين القاصد لنصر فتحها عمر بن العاص عنوة سنة ثمانية عشرة معجم البلدان الجزء الرابع صفحة الخامسة والخمسون والمئتان والسادسة والخمسون والمئتان انتهت الحاشية فوجدت في الجامع قاص يذكر قصة زكريا والمنشار وان الله تعالى اوحى اليه حين نشر فقال ان صعدت الي منك انه لامحونك من ديوان النبوة فصبر حتى قطع شطرين فقلت لقد كان زكريا صبار الهي وسيدي لان ابتليتني لاصبر وسرت حتى دخلت انطاكية فرآني بعض اخواني حاشية انطاكية ثغر من الثغور الشامية وهي من اعيان البلاد وامهاتها موصوفة بالنزاهة والحسن وطيب الهواء وعذوبة الماء وكانت موطنا شهد الكثير من الخلافات بين المسلمين والصليبيين فتارة في ايد المسلمين وتارة في ايد الصليبيين معدم البلدان اللزو الاول صفحة الثالثة والخمسون والثلاثمائة الى التاسعة والخمسين بعد الثلاثمائة انتهى فرآني بعض اخواني وعلم اني اريد الثغر فدفع الي سيفا وترسا وحربة فدخلت الثغر وكنت حينئذ احتشم من الله تعالى ان اتوارى وراء السور خيفة من العدو فجعلت مقامي في غابة اكون فيها بالنهار واخرج بالليل الى شاطئ البحر فاغرز الحربة على الساحل واسند الترس اليها محرابة واتقلد سيفي واصلي الى الغداه فاذا صليت الصبح غدوت الى الغابة فكنت فيها نهاري فغدوت في بعض الايام فعاثرت بشجرة فاستحسنت ثمرها ونسيت عقدي مع الله وقسمي به اني لا امد يدي الى شيء مما تنبت الارض فمدت يدي فاخذت بعض الشمرة فبين انا امضغها ذكرت العقدة فرميت بها من في وجلست ويدي على رأسي فدار بي فرسان وقال لي قم فاخرجون الى الساحل فاذا امير وحوله خيل ورجاله وبين يديه جماعة سودان كانوا يقطعون الطريق وقد اخذهم وافترقت الخيل في طلب من هرب منهم فوجدون اسود معي سيف وترس وحرب فلما قدمت الى الامير قال ايش انت قلت عبد من عبيد الله فقال للسودان تعرفونه قالوا لا قال بل هو رئيسكم وانما تفدونه بانفسكم لأقطعن ايديكم وارجلكم فقدموهم ولم يزل يقدم رجلا رجلا ويقطع يده ورجله حتى انتهى الي فقال تقدم مد يدك فمددتها فقطعت ثم قال مد رجلك فمددتها ورفعت رأسي الى السماء وقلت اله وسيدي يدي جنت ورجلي ايش عملت فاذا بثارس قد وقف على الحلقة ورمى بنفسه الى الارض وصاح ايش تعملون تريدون ان تنطبق الخضراء على الغبراء هذا رجل صالح يعرف باب الخير فرمى الامير نفسه واخذ يدي المقطوعة من الارض وقبلها وتعلق بي يقبل صدري ويبكي ويقول سألتك بالله ان تجعلني في حل فقلت قد جعلتك في حل من اول ما قفعتها هذه يد قد جنت فقطعت قال المصنف رحمه الله فانظروا رحمكم الله الى عدم العلم كيف صنع بهذا الرجل وقد كان من اهل الخير ولو كان عنده علم لعلم ان ما فعله حرام عليه وليس لابليس عون على العباد والزهاد اكثر من الجهل وعن ابن حديق قال دخلنا المصيصة مع حاتم الاصم فعقد انه لا يأكل فيها شيئا الا حتى يفتح ثمه ويوضع فيه وإلا ما يأكل فقال لاصحابه تفرقوا وجلس فأقام تسعة ايام لا يأكل فيها شيئا فلما كان في اليوم العاشر جاء اليه انسان فوضع بين يديه شيئا يؤكل فقال كل فلم يجيبه فقال له ثلاثا فلم يجيبه فقال هذا مجنون فأصلح لقمة وأشار بها إلى فمه فلم يفتح فمه ولم يتكلم فأخرج مفتاح كان معه فقال كل وفتح فمه بالمفتاح ودس اللقمة في فمه فأكل ثم قال له إن أحببت أن ينفعك الله به فأطعم أولئك وأشار إلى أصحابه وعن القاضي أحمد بن سيار قال حدثني رجل من الصوفية قال صحبت شيخا من الصوفية أنا وجماعة في سفر فجرى حديث التوكل والأرزاق وضعف اليقين فيها وقوته فقال الشيخ علي علي وحلف علي أيمانا عظيمة لا ذقت مأقولا أو يبعث لي بجام فالوذج حار لا أكله إلا بعد أن يحلف علي حاشية الجام إناء للشراب والطعام من فضة أو نحوها وهي مؤنفة وقد غلب استعمالها في قدح الشراب معرب انتهى انتهى قال وكنا نمشي في الصحراء فقالت له الجماعة إلا أنك غير جاهد ومشى ومشينا حاشية جاهد جد وبلغ المشقة وجاهد المرض فلان هزله انتهت الحاشية فانتهينا إلى قرية وقد مضى يوم وليلتان لم يطعم فيها شيئا ففارقته الجماعة غيري وطرح نفسه في مسجد القرية مستسلما للموت ضعفا فقمت عليه فلما كان في ليلة اليوم الرابع وقد انتصف الليل وكاد الشيخ يدلف إذا بباب المسجد قد فتح وإذا بجارية سوداء معها طبق مغطأ فلما رأتنا قالت أنتم غرباء أو من أهل القرية فقلت غرباء فكشفت الطبق وإذا بجام فلوذج يفور لحرارته فقدمت لنا الطبق وقالت كلوا فقلت له كل فقال لا أفعل فرفعت الجارية يدها فصفعته صفعة عظيمة وقالت والله لإن لم تأكل لأصف عنك هكذا إلى أن تأكل فقال كل معي فأكلنا حتى فرغ الجام وهمت الجارية بالانصرف فقلت للجارية ما خبرك وخبر هذا الجام فقالت أنا جارية لرئيس هذه القرية وهو رجل حاد طلب منا منذ ساعة فلوذج فقمنا نصلحه له فطال الأمر عليه فاستعجلنا فقلنا نعم فعاد فاستعجل فقلنا نعم فحلف بالطلاق لا أكله هو ولا أحد مما هو في داره ولا أحد من أهل القرية ولا يأكله إلا رجل غريب فخرجنا نطلب في المساجد رجلا غريبا فلم نجد إلى أن امتهينا إليكم ولو لم يأكل هذا الشيخ لقتلته ضرب إلى أن يأكل لألا تطلق سيدتي من زوجها قال فقال الشيخ كيف تراه إذا أراد أن يرزق قال المصنف رحمه الله ربما سمع هذا جاهل فاعتقده كرامة وما فعله الرجل من أقبح القبيح فإنه يجرب على الله ويتألى عليه ويحمل على نفسه من الجوع ما لا يجوز له وهذا لا يجوز له ولا ينكر أن يكون لطف به إلا أنه فعل ضد الصواب حاشية ألا ألوى اجتهد وتألى اجتهد وحلف وربما كان إنفاذ ذلك رديئة لأنه يعتقد أنه قد أكرم وأن ذلك منزله وكذلك حكاية حاتم التي قبلها فإنها إن صحت دلت على جهل بالعلم وفعل لما لا يجوز لأنه ظن أن التوكل إنما هو ترك التسبب فلو عمل بمقتضى واقعته لم يمضغ الطعام ولم يبلعه فإنه تسبب وهل هذا إلا من تلاعب إبليس بالجهال لقلة علمهم بالشرع ثم أي قربة في هذا الفعل البارد وما أظن غالبه إلا من المال خولها قال جعفر الخلدي وقفت بعرفه ستة وخمسين وقفة منها إحدى وعشرون على المذهب فقلت لأبي إسحاق وأي شيء أراد بقوله على المذهب فقال يصعد إلى قنطرة الناشرية فينفذ كميه حتى يعلم أنه ليس معه زاد ولا ماء ويلبي ويسير قال المصنف رحمه الله وهذا مخالف للشرع فإن الله تعالى يقول وتزود ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزود ولا يمكن أن يقال إن هذا الآدمي لا يحتاج إلى شيء في مدة أشهر فإن يحتاج ولم يتزود فعطب آثم وإن سأل الناس أو تعرض لهم لم يفي ذلك بدعوى التوكل وإن ادعى أنه يكرم ويرزق بلا سبب فنظره إلى أنه مستحق لذلك محنة ولو تبع أمر الشرع وحمل الزاد كان أصلح له على كل حال وعن بعض الصوفية أنه خدم عليه من مكة جماعة من المتصوفة فقال لهم من صحبتم فقالوا حاج اليمن فقال أوه التصوف قد صار إلى هذا أو التوكل قد ذهب أنتم ما جئتم على الطريقة والتصوف وإنما جئتم من مائدة اليمن إلى مائدة الحرم ثم قال وحق الأحباب حاشية لا يجوز الحلف بغير الله فقد ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك انتهت الحاشية ثم قال وحق الأحباب والفتيان لقد كنا أربعة نفر مستحبين في هذا الطريق نخرج إلى زيارة قبل النبي صلى الله عليه وسلم على التجريد عزي المستمع وهذا أيضا مما يخالف الشرع فإنه لا تسن زيارة قبل النبي صلى الله عليه وسلم وإنما المسنون زيارة مسجده للصلاة فيه والله أعلم ونتعاهد بيننا ألا نلتفت إلى مخلوق ولا نستند إلى معلوم فجئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومكثنا ثلاثة أيام لم يفتح لنا بشيء فخرجنا حتى بلغنا الجحفة حاشية قرية على الطريق بين مكة والمدينة وهي ميقات الإحرام المكاني لأهل الشام انتهى ونزلنا وبحذائنا نفر من الأعراب فبعثوا إلينا بسويق حاشية السويق طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير سمي بذلك لانسياقه في الحلق والجمع أسوقه انتهى فأخذ بعضنا ينظر إلى بعض ويقول لو كنا من أهل هذا الشأن لم يفتح لنا بشيء حتى ندخل الحرم فشربناه على الماء وكان طعامنا حتى دخلنا مكة قلت اسمعوا إخواني إلى توكل هؤلاء كيف منعهم من التزود المأمور به فأحوجهم إلى أخذ صدقة الناس ثم ظنهم أن ما فعلوه مرتبة جاهل بمعرفة المراتب ومن عجب ما بلغني عنهم في أسفارهم ما بلغنا عن أبي عبد الرحمن السلمي قال بلغني أن أبا شعيب المقفع وكان قد حج سبعين حجة راجلا أحرم في كل حجة بعمرة وحجة من عند صخرة بيت المقدس ودخل بادية تابوك على التوكل فلما كان في حجته الأخيرة رأى كلبا في البادية يلهث عطشا فقال من يشتري حجه بشربة ماء قال فدفع إليه إنسان شربة ماء فسق الكلب ثم قال هذا خير لي من حجي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل ذات كبد حري أجر حاشية صحيح البخاري في الأدب باب رحمة الناس والبهائم الجزء العاشر الصفحة الثانية والخمسون والأربعمائة ومسلم في السلام باب فضل ساق البهائم برقم 53 ومئة وهما بلفظ في كل كبد رطبة أجر والحري الجدير انتهت الحاشية وعن وعن أبي علي الرذباري قال كان في البادية جماعة ومعنا أبو الحسين العطفي فربما كانت تلحقنا القافلة ويظلم علينا الطريق وكان أبو الحسين يصعد تل فيصيح صياح الذئب حتى تسمع كلاب الحي فينبحون فيمر على بيوتهم ويحمل إلينا من عندهم معونة قلت وإنما ذكرت مثل هذه الأشياء ليتنزه العاقل في مبلغ علم هؤلاء وفهمهم للتوكل وغيره ويرى مخالفتهم لأوامر الشر وليت شعري كيف يصنع من يخرج منهم ولا شيء معه بالوضوء والصلاة وإن تخرق ثوبه ولا إبرة معه فكيف يفعل وقد كان بعض مشايخهم يأمر المسافر بأخذ العدة قبل السفر فعن الفرغاني قال كان إبراهيم الخواص مجردا في التوكل يدقق فيه وكان لا تفارقه إبرة وخيوط وركوة ومقراب فقيل له يا أبا إسحاق لما تجمع هذا وأنت تمنع من كل شيء فقال مثل هذا لا ينقض التوكل لأن الله تعالى علينا فرائض والفقير لا يكون عليه إلا ثوب واحد فربما يتخرق ثوبه وإن لم يكن معه إبرة وخيوط تبدو عورته فتفسد عليه صلواته وإن لم يكن معه ركوة تفسد عليه طهارته وإذا رأيت الفقير بلا ركوة ولا إبرة ولا خيوط فاتهمه في صلاته ذكر تلبيس إبليس على الصوفية إذا قدموا من السفر قال المصنف رحمه الله قلت من مذهب القوم أن المسافر إذا قدم فدخل الرباط وفيه جماعة لم يسلم عليهم حتى يدخل الميضة فإذا توضأ جاء وصلى ركعتين ثم سلم على الشيخ ثم سلم على الجماعة وهذا ما ابتدعه متأخروهم على خلاف الشريعة لأن فقهاء الإسلام أجمعوا على أن من دخل على قوم سن له أن يسلم عليهم سواء كان على طهارة أو لم يكن إلا أن يكونوا أخذوا هذا من مذهب الأطفال فإنه إذا قيل للطفل لما لا تسلم علينا قال ما غسلت وجهي بعد أو لعل الأطفال علموهم من هؤلاء المبتدعين وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير أخرجاه في الصحيحين حاشية صحيح البخاري في الاستئذان باب تسليم القليل على الكثير وباب يسلم الراكب على الماشي وباب يسلم الماشي على القاعد وباب يسلم الصغير على الكبير الجزء الحادي عشر الصفحة السابسة عشرة إلى الثامنة عشرة ومسلم في السلام باب يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير برقم واحد انتهت الحاشية ومن مذهب القوم تغميز القادم من السفر مساء حاشية يقال غامز بفلان سعى به شر وغامز على فلان طعن فيه فهو غامز وغماز انتهت وعن أبي زرعة طاهر ابن محمد عن أبيه قال باب السنة في تغميزهم القادم من السفر أول ليلة لتعبه واحتج بحديث عمر رضي الله عنه دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وغلام له حبشي يغمز ظهره فقلت ما شأنك يا رسول الله قال إن الناقة قد اقتحمتني حاشية ضعيف المعجم الصغير للطبراني رقم ثمانية عشر بعد المائتين انتهى قال المصنف رحمه الله انظروا إخواني إلى فقه هذا المحتج فإنه كان ينبغي أن يقول باب السنة في تغميز من رمت به ناقته وتكون السنة تغميز الظهر إلى القادم ومن أين له أنه كان في سفر وأنه غمز أول ليلة ثم يجعل تغميز النبي صلى الله عليه وسلم كما اتفق لأجل ألم ظهره سنة لقد كان ترك استخراج هذا الفقه الدقيق أحسن من ذكره ومن مذهبهم عمل دعوة للقادم قال ابن طاهر باب اتخاذهم العتيرة للقادم حاشية العتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها لآلهتين في الجاهلية والجمع عتائر انتهى واحتج بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر سفرا فنذرت جارية من قريش إن الله تعالى رده أن تضرب في بيت عائشة رضي الله عنها بذف فلما رجع فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت نذرت فاضربي حاشية صحيح التنذي في المناقب باب في مناقب عمر بن الخطاب برقم تسعين وستمائة بعد ثلاثة الآلاف وأحمد في المسند الجزء الخامس الصفحة الثالثة والخمسون والثلاثمائة وصحيح الجامع للألباني برقم أربعة وخمسين وستمائة بعد الألف والسلسلة الصحيحة له برقم تسعة وستمائة بعد الألف انتهت قال المصنف رحمه الله قد بينا أن الدفة مباح ولما نذرت هذه المرأة مباحة أمرها أن تفي فكيف يحتج بهذا على الغناء والرقص عند قدوم المسافر ذكر تلبيس إبليس على الصوفية إذا نات لهم ميت له في ذلك تلبيسا الأول أنهم يقولون لا يبكى على هالك ومن بكى على هالك خرج عن طريق أهل المعارف قال ابن عقيل وهذه دعوة تجيد على الشرع فهي حديث خرافة وتخرج عن العادات والطباع فهي انحراف عن المزاج المعتدل فإن بغي أن يطالب لها بالعلاج بالأدوية المعدلة للمزاج فإن الله تعالى أخبر عن نبي كريم فقال وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم يوسف الرابعة والثمانون وقال يا أسفى على يوسف يوسف نفس الآية وبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موت ولده وقال إن العين لتدمع وقال وكرباه حاشية إن العين لتدمع صحيح البخاري في الجنائز باب قول النبي إنا بك لمحزون اللزء الثالث الصفحة السادسة بعد المائتين ومسلم في الفضائل باب رحمته الصبيان والأيال برقم اثنين وستين وكرباه صحيح ابن ماجه في الجنائز باب ذكر وفاته ودفنه صلى الله عليه وسلم برقم تسعة وعشرين وستمائة بعد الألف وأحمد في المسند في اللزء الثالث الصفحة الرحادية والأربعين والمائة ومختصر الشمائل برقم أربعة وثلاثين وثلاثمائة والسلسلة الصحيحة برقم ثمانية وثلاثين وسبعمائة بعد الألف وقوله واكرباه من قول فاطمة لا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى وقالت فاطمة رضي الله عنها واكرب أبتاه هاشية صحيح البخاري في المغازي باب مرضه ووفاته اللزء السابع الصفحة الخامسة والخمسون والسبعمائة انتهى فلم ينكر وسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه متمما يندب أخاه ويقول وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدع حاشية البيت من قصيدة طويلة لمتمر بن نويره يرفي فيها أخاه مالك بن نويره الذي قتله خالد بن الوليد في حروب الردة وانظر في تفصيل هذه القصة لابن كثير في البداية والنهاية في الجزء السادس الصفحة الثانية والستين بعد الثلاثمائة إلى الرابعة والستين بعد الثلاثمائة والندمان النديم أرد مالكة وعقيلة ابني فارج ابن كعب الندمان من بن القين ابن جسر ابن قباعة نادم جذيمة الأبرش حين رد عليه ابن أخته عمر بن عدي فحكمهما فاختار منادمته فكان نديميه ذهر ثم قتلهما انظر المفضليات لابن الأنباري القصيدة رقم سبعة وستين وانتهت الحاشية فقال عمر رضي الله عنه ليتني كنت أقول الشعر فأندب أخي زيدا فقال متنم لو مات أخي كما مات أخوك ما رثيته وكان مالك مات على الكفر وزيد قتل شهيدا فقال عمر ما عزان أحد في أخي كمثل تعزيتك ثم لا تزال الإبل الغليظة الأكباد تحن إلى مآلفها من الأعطان والأشخاص وترغل الفصلان وحمام الطير ترجع وكل مأخوذ من البلاء فلابد أن يتضرع حاشية الأعطان مفردها العطن وهي مبرك الإبل ومربض الغنم عند الماء انتهت الحاشية ومن لم تحركه المسار والمطربات وتزعجه المخزيات فهو إلى الجماد أقرب وقد أبان النبي عليه الصلاة والسلام عن العيب في الخروج عن سمت الطبع فقال للذي قال لم أقبل أحدا من ولدي وكان له عشرة من الولد فقال أوأملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك حاشية صحيح وقد جمع ابن الجوزي بين حديثين في سياق واحد فأحدهما وهو الذي ينتهي بقوله صلى الله عليه وسلم أوأملك إن كان الله نزع من قلبك الرحمة ليس فيه ذكر أن الرجل كان له عشرة من الولد أما الثاني وهو الذي ينتهي بقوله صلى الله عليه وسلم إنه من لا يرحم لا يرحم فإن الرجل هو الأقرع ابن حابس وقد كان له عشرة من الولد لم يقبل واحدا منهم البخاري في الأدب باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته الجزء العاشر الصفحة الأربعون بعد الأربعمائة ومسلم في الفضائل باب رحمته الصبيان الصفحة الرابعة والستون والخامسة والستون انتهى وجعل يلتفت إلى مكة لما خرج فالمطالب لما يخرج عن الشرائع وينبو عن الطباع جاهل يطالب بجهل وقد قنع الشرع منه ألا نلطم خد ولا نشق جيب فأما دمعة سائلة وقلب حزين فلا عيب في ذلك انتهى الوجه الأول الوجه الثاني أن يتخذ لأهل الميت طعام لاشتغالهم بالمصيبة عن إعداد الطعام لأنفسهم وليس من السنة أن يتخذه أهل الميت ويطعمونه غيرهم والأصل في اتخاذ الطعام لأجل الميت ما أخبرنا به عبد الله بن جعفر قال لما جاء نعي جعفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعام فإنه قد جاءهم ما يشغلهم حاشية حسن أبو داود في الجنائز باب صنعة الطعام لأهل الميت برقم ثنين وثلاثين ومئة بعد ثلاثة الآلاف والتلميذي في الجنائز باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت برقم ثمانية وتسعين وتسعمائة وابن ماجه في الجنائز باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت برقم عشرة وستمائة بعد الألف وأحمد في المسند الجزء السادس صفحة السبعون بعد الثلاثمائة والحاكم في المستدرك الجزء الأول صفحة الثانية والسبعون بعد الثلاثمائة صحيح الجامع برقم خمسة عشرة بعد الألف انتهت الحاشية قال التلميذي هذا حديث حسن صحيح والثاني أنهم يفرحون للميت ويقولون وصل إلى ربه ولا وجه للفرح لأننا لا نتيقن أنه غفر له وما يؤمننا أن نفرح له وهو في المعذبين وقد قال عمر بن زر لما مات ابنه لقد شغلني الحزن لك عن الحزن عليك وعن أم العلاء قالت لما مات عثمان بن مضغون دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه حاشية صحيح البخاري في الجنائز باب الدخول على الميت بعد الموت الجزء الثالث صفحة السادسة والثلاثون والمئة والسابعة والثلاثون والمئة وفي مواضع أخرى متعددة انتهت الحاشية والثالث أنهم يرقصون ويلعبون في تلك الدعوة فأخرجون بهذا عن الطباع السليمة التي يؤثر عندها الفراق ثم إن كان ميتهم قد غفر له فما الرقص اللعب بشكرهم وإن كان معذبا فأين أثر الحزن ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في ترك التشاغل بالعلم قال المصنف رحمه الله يعلم أن أولى تلبيس إبليس على الناس صدهم عن العلم لأن العلم نور فإذا أطفأ مصابيحهم خبطهم في الظلم كيف شاء وقد دخل على الصوفية في هذا الفن من أبواب أحدها أنه منع جمهورهم من العلم أصلا وأراهم أنه يحتاج إلى تعب وكلف فحسن عندهم الراحة فلبتوا المراقع وجلسوا على بصاط البطالة عن ابن صاعد قال سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول أسس التصوف على الكسل وبيان ما قاله الشافعي أن مقصود النفس إما الولايات وإما استجلاب الدنيا بالعلوم وإما استجلاب الدنيا بالعلوم يطول ويتعب البدن وهل يحصل المقصود أو لا يحصل والصوفية قد تعجل الولايات فإنهم يرون بعين الزهد واستجلاب الدنيا فإنها إليهم سريعة وعن أبي حفص بن شاهين قال ومن الصوفية من دم العلماء ورأى أن الاشتغال بالعلم بطالة وقالوا إن علومنا بلا واسطة وإنما رأوا بعد الطريق في طلب العلم فقصروا ثياب ورقعوا الجباب وحملوا الركاء وأظهروا الزهد حاشية مفردها ركوة وقد سبقت انتهى والثاني أنه قنع قوم منهم باليسير منه ففاتهم الفضل الكثير في كثرته فاقتنعوا بأطراف الأحاديث وأوهمهم أن علو الإسناد والجلوس للحديث كله رياسة ودنيا وأن للنفس في ذلك لذة وكشف هذا التبليس أنه ما من مقام عال إلا وله فضيلة وفيه مخاطرة فإن الإمارة والقضاء والفتوى كله مخاطرة وللنفس فيه لذة ولكن الفضيلة العظيمة كالشوك في جوار الورد فينبغي أن تطلب الفضائل وتتقي ما في ضمنها من الآفات فأما ما في الطبع من حب الرياسة فإنما وضع لتجتلب هذه الفضيلة كما وضع حب النكاح ليحصل الولد وبالعلم يتقوم قصد العالم كما قال يزيد بن هارون طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله ومعناه أنه دلنا على الإخلاص ومن طالب نفسه بقطع ما في طبعه لم يمكنه والثالث أنه أوهم قوما منهم أن المقصود العمل وما سهم أن التشاغل بالعلم من أوفى الأعمال ثم إن العالم وإن قصر سير عمله فإنه على الجادة والعابد بغير علم على غير الطريق والرابع أنه أرى خلقا كثيرا منهم أن العالم مكتسب من البواطن حتى إن أحدهم يتخيل له وسوسة فيقول حدفني قلبي عن ربي وكان الشبلي يقول إذا طالبوني بعلم الورق برزت عليهم بعلم الخرق وقد سموا علم الشريعة علم الظاهر وسموا هوادس النفوس العلم الباطن واحتجوا له بما روي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال علم الباطن سر من سر الله عز وجل وحكم من أحكام الله تعالى يقذف الله عز وجل في قلوب من يشاء من أوليائه حاشية موضوع السيطي في الجامعة الصغير وعزاه للديلمي في مسند الفردوس الجزء الثاني الصفحة الخامسة والستون وضعيف الجامعة للألباني برقم ستة وعشرين وسبعمائة بعد ثلاثة الآلاف والسلسلة الضعيفة برقم سبعة وعشرين ومائتين بعد الألف وانتهت الحاشية قال المصنف رحمه الله قلت وهذا حديث لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي إسناده مجاهيل لا يعرفون وعن أبي موسى قال كان في ناحية أبي يزيد رجل فقيه عالم تلك الناحية فقصد أبا يزيد وقال له قد حكي لي عنك عجايب فقال له أبو يزيد وما لم تسمع من عجايبي أكثر فقال له علمك هذا يا أبا يزيد عن من ومن أين ومن من فقال أبو يزيد علمي من عطاء الله تعالى ومن حيث قال صلى الله عليه وسلم من عمل بنا يعلم ورثه الله علم ما لم يعلم حاشية ضعيف موضوع أبو نعيم في الحلية اللزء العاشر الصفحة الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسلسلة الضعيفة برقم اثنين وعشرين وأربعمائة انتهت الحاشية ومن حيث قال صلى الله عليه وسلم العلم علمان علم ظاهر وهو حجة الله تعالى على خلقه وعلم ضاطن وهو العلم النافع حاشية ضعيف السيطي في الجامع الصغير بلفظ العلم علمان فعلم في القلب فذلك العلم النافع وعلم على اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم الجزء الثاني صفحة الثالثة والسبعون وضعيف الجامع للألباني برقم اثنين وثمانين وثمانمائة بعد ثلاثة الآلاف انتهت الحاشية وعلمك يا شيخ نقل من لسان عن لسان التعليم وعلمي من الله الهام من عنده فقال له الشيخ علم علمي عن الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن ربه عز وجل فقال له ابو يزيد يا شيخ كان للنبي صلى الله عليه وسلم علم عن الله لم يطلع عليه جبريل ولا ميكائيل قال نعم ولكن اريد ان يصح لي علمك الذي تقول هو من عند الله قال نعم ابينه لك قدر ما يستقر في قلبك معرفته ثم قال يا شيخ علمت ان الله تعالى كلم موسى تكليم وكلم محمد صلى الله عليه وسلم ورآه كفاحا حاشية يقال كافح فلانا لقيه مواجهة وكافحه كذلك انتهى وان علم الانبياء وحي قال نعم قال اما علمت ان كلام الصديقين والاولياء بالهام منه وفوائده من قلوبهم حتى انطقهم بالحكمة ونفع بهم الامة ومما يؤكد ما قلت ما الهم الله تعالى ام موسى ان تلقي موسى في التابوت فالقته والهم الخضر في السفينة والغلام والحائط قوله لموسى وما فعلته عن امري الكهف الثانية والثمانون وكما قال ابو بكر لعائشة رضي الله عنهما ان ابنة خارجة حاملة ببنت والهم وقال ابنة خارجة رضي الله عنه وفلان لقي فلانا فقال ابو يزيد مساكين اخذوا علمهم ميتا عن ميت واخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت قال المصنف رحمه الله هذا الفقه في الحكاية الاولى من قلة العلم اذ لو كان عالم لعالم ان الالهام للشيء لا ينافي العلم ولا يتسع به عنه ولا ينكر ان الله عز وجل يلهم الانسان الشيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان في الامم محدثين وان يكن في امتي فعمر حاشية صحيح البخاري في فضائل الصحابة باب منقب عمر بن الخطاب وهو بلفظ لقد كان فيما قبلكم من الامم ناس محدثون فإن يكفي امتي احد فانه عمر الجزء السابع الصفحة الثانية والخمسون وانتهت الحاشية والمراد بالتحديث الهام الخير الا ان الملهمة لو الهم ما يخالف العلم لم يجز له ان يعمل عليه واما الخبر فقد قيل انه نبي ولا ينكر للانبياء الاطلاع بالوحي على العواقب وليس الالهام من العلم في شيء وانما هو ثمرة العلم والتقوى فيوفق صاحبهما للخير ويلهم الرشد فاما يترك العلم ويقول انه يعتمد على الالهام والخواطر فليس هذا بشيء اذ لو لا العلم النقلي ما عرفنا ما يقع في النفس امن الالهام للخير او الوسوسة من الشيطان واعلم ان العلم الالهامي الملقى في القلوب لا يكفي عن العلم المنقول كما ان العلوم العقلية لا تكفي عن العلوم الشرعية فان العقلية كالاغذية والشرعية كالادوية ولا ينوب هذا عن هذا واما قوله اخذوا علمهم ميتا عن ميت اصلح ما انسب اليه هذا القائل انه ما يدري ما في ضن هذا القول وانا فهذا طعن على الشريعة وعن ابي حفص ابن شاهين قال من الصوفية من رأى الاشتغال بالعلم بطالة وقالوا نحن علومنا بلا واسطة قال وما كان المتقدمون في التصوف الا رؤوسا في القرآن والفقه والحديث والتفسير ولكن هؤلاء احب البطالة قال ابو حامد الطوصي اعلم ان ميل اهل التصوف الى العلوم الالهية دون التعليمية ولذلك لم يتعلموا ولم يحرصوا على دراسة العلم وتحصيل ما صنفه المصنفون بل قالوا التريق تقديم المجاهدات بمحو الصفات المذمومة وقطع العلائخ كلها والاقبال على الله تعالى بكنه الهمة وذلك بان يقطع الانسان همه عن الاهل والمال والولد والعلم ويخلو بنفسه في زاوية ويقتصر على الفرائض والرواتب ولا يقرن همه بقراءة قرآن ولا بالتأمل في نفسه ولا يكتب حديثا ولا غيره ولا يزال يقول الله 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 الى ان ينتهي الى حال يترك تحريك اللسان ثم يمحي عن القلب صورة اللفظ حاشية لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذكر بلفظ الجلالة فقط وإنما ورد الذكر بقول لا إله إلا الله ومن يرد كتابا جامعا مانعا لهذا الموضوع فعليه بكتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم بتحقيقنا طبعة مكتبة القرآن انتهت الحاشية ولا يزال يقول الله 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 الى ان ينتهي الى حال يترك تحريك اللسان ثم يمحى عن القلب صورة اللفظ قال المصنف رحمه الله قلت عزيز علي ان يصدر هذا الكلام من فقيه فانه لا يخفى قبحه فانه على الحقيقة طي لبساط الشريعة التي حفت على تلاوة القرآن وطلب العلم وعلى هذا المذهب فقد رأيت الفضلاء من علماء الامصار فانهم ما سلكوا هذا الطريق وانما تشاغلوا بالعلم اولا وعلى ما قد رتب ابو حامد تخل النفس بوساوسها وخيالاتها ولا يكون عندها من العلم ما يطرد ذلك فيلعب بها ابليس اي ملعب فيوريها الوسوسة محادثة ومناجاه ولا ننكر انه اذا طهر القلب ان صبت عليه انوار الهدى فينظر بنور الله حاشية ورد حديث في هذا الموضوع بلفظ اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله والحديث مع شهرته وتداوله ضعيف انظر ضعيف الجامع للالباني برقم سبعة وعشرين ومئة انتهى الا انه ينبغي ان يكون تطهيره بمقطع العلم لا بما ينافيه فان الجوع الشديد والسهرة وتضيع الزمان في التخيلات امور ينهى الشرع عنها فلا يستفاد من صاحب الشرع شيء ينسب الى ما نهي عنه حاشية وفي نسخة اخرى بسبب قد نهي عنه والصواب ما اثبتناه انتهى كما لا تستباح الرخص في سفر قد نهي عنه ثم لا تنافي بين العلم والرياضة بل العلم يعلم كيفية الرياضة ويعين على تصحيحها وانما تلعب الشيطان باقوام ادعد العلم واقبلوا على الرياضة بما ينهى عنه العلم والعلم بعيد عنهم فتارة يفعلون الفعلا من هي عنه وتارة يؤثرون ما غيره اولى منه وانما كان يفتي في هذه الحوادث العلم وقد عزلوه فنعوذ بالله من الخذلان وعن ابي علي ابن البنة قال كان عندنا بسوق السلاح رجل كان يقول القرآن حجاب والرسول حجاب ليس الا عبد ورب فافتتن جماعة به فاهملوا العبادات واختفى مخافة القتل وعن بكر بن حنش عن ضرار بن عمر قال ان قوما تركوا العلم ومجالسة اهل العلم واتخذوا محاريب فصلوا وصاموا حتى يبس جلد احدهم على عظمه وخالفوا السنة فهلكوا فوالله الذي لا اله غيره ما عمل عامل قط على جهل الا كان ما يفسد اكثر مما يصلح فصل وقد فرق كثير من الصوفية بين الشريعة والحقيقة وهذا جهل من قائله لان الشريعة كلها حقائق فان كانوا يريدون بذلك الرخصة والعزيمة فكلاهما شريعة وقد انكر عليهم جماعة من قدمائهم في اعراضهم عن ظواهر الشرع وعن ابي الحسن غلام شعوانه بالبصرة يقول حاشية شعوانه العابدة الزاهدة كانت امة سوداء كثيرة العبادة روي عنها كلمات حسان توفيت سنة 75 ومئة للهجرة البداية والنهاية الجزء العاشر الصفحة الستون والمئة وانتهت الحاشية فصل وقد فرق كثير من الصوفية بين الشريعة والحقيقة وهذا جهل من قائله لان الشريعة كلها حقائق فان كانوا يريدون بذلك الرخصة والعزيمة فكلاهما شريعة وقد انكر عليهم جماعة من قدمائهم في اعراضهم عن ظواهر الشرع وعن ابي الحسن غلام شعوانه بالبصرة يقول سمعت ابي الحسن ابن سالم يقول جاء رجل الى سهل ابن عبد الله وبيده محبره وكتاب فقال لسهل جئت لاكتب شيئا ينفعني الله به فقال اكتب ان استطعت ان تلقى الله وبيدك المحبره والكتاب فافعل فقال يا ابا محمد افدني فائدة فقال الدنيا كلها جهل الا ما كان علما والعلم كله حجة الا ما كان عملا والعمل كله موقوف الا ما كان منه على الكتاب والسنة وتقوم السنة على التقوى وعن سهل ابن عبد الله انه قال احفظ السواد على البياض فما احد ترك الظاهر الا تزندق وعن سهل ابن عبد الله انه قال ما من طريق الى الله افضل من العلم فان عدلت عن طريق العلم خطوة تهت في الظلام اربعين صباحا وعن ابي بكر الدقاق قال سمعت ابا سعيد الخراز يقول كل باطل يخالف ظاهرة فهو باطل وعن ابي بكر الدقاق انه قال كنت مارا في تيه بني اسرائيل فخطر ببالي ان علم الحقيقة مباين للشريعة فهتف بي هاتف من تحت شجرة كل حقيقة لا تتبعها الشريعة فهي كفر حاشية قال ابن عباس فتاه في الارض اربعين سنة يصبحون كل يوم يسيرون ليس لهم قرار وقد مات هارون وموسى وكل من جاوز الاربعين سنة وقام بالامر بعده يوشع وفتح الارض المقدسة تفسير ابن كثير الجزء الثاني الصفحة الاربعون انتهت الحاشية قال المصنف رحمه الله وقد نبه ابو حامد الغزالي في كتاب الاحياء فقال من قال ان الحقيقة تخالف الشريعة او الباطن يخالف الظاهر فهو الى الكفر اقرب منه الى الايمان قال ابن عقيل جعلت الصوفية الشريعة تسمى وقالوا المراد منها الحقيقة قال وهذا قبيح لان الشريعة وضعها الحق لمصالح الخلق وتعبداتهم فما الحقيقة بعد هذا سوى شيء واقع في النفس من القاء الشياطين حاشية هذا الكلام على اطلاقه غير مقبول فكيف يفسر الحقيقة بانها من القاء الشياطين اننا نرى ما رأاه الغزالي وقدماء الصوفية من انه لا حقيقة من غير شريعة فالشريعة هي اصل العمل وهي مناط العبادة والسلوك انتهت الحاشية عز المستمع هذا من كلام المحقق وكل من رام الحقيقة في غير الشريعة فمغرور مخدوع ذكر تلبيس ابليس على جماعة من القوم في دفنهم كتب العلم والقائها في الماء قال المصنف رحمه الله قد كان جماعة منهم تشاغلوا بكتابة العلم ثم لبس عليهم ابليس وقال ما المقصور الا العمل ودفنوا كتبهم فقد رؤي ان احمد ابن ابي الحواري رمى كتبه في البحر وقال نعم الدليل كنت والاشتغال بالدليل بعد الوصول محال ولقد طلب احمد ابن ابي الحواري الحديث ثلاثين سنة فلما بلغ منه الغاية حمل كتبه الى البحر فغرقها وقال يا علم لم افعل بك هذا تهى هنا ولا استخفاف بحقك ولكني كنت اطلبك لاهتدي بك الى ربي فلما اهتديت بك استغنيت عنك وعن ابي عبد الله محمد ابن عبد الله الحافظ قال احمد ابن محمد ابن اسماعيل ابو الحسين ابن الخلال كان حسن الفهم له صبر على الحديث وانه كان يتصوف ويرمي بالحديث مدة ثم يرجى ويكتب ولقد اخبرت انه رمى بجملة من سماعاته القديمة في دجلة فاول ما سمع على ابي العباس الاصم وطبقته وكتب الكثير وعن ابي طاهر الجنايدي قال لقد كان موسى بن هارون يقرأ علينا فاذا فرغ من الجز رمى باصله في دجلة ويقول قد اديته حاشية موسى بن هارون ابن عبد الله الحمال ثقة حافظ كبير بغدادي من صغار الحادية عشرة مات سنة 94 ومئتين التقريب الجزء الثاني الصفحة التاسعة والثمانون والمئتان انتهى وعن جماعة من مشايخ الري قالوا ورث ابو عبد الله المقر عن ابيه خمسين الف دينار سوى الضياع حاشية مفردها الضيعة وهي الارض ذات الغلال انتهى والعقار فخرج عن جميع ذلك وانفقها على الفقراء قال فسألت ابا عبد الله عن ذلك فقال احرمت وانا غلام حدث وخرجت الى مكة على الوحدة حاشية اي دخل مكة منفرد انتهى حين لم يبقى لي شيء ارجع اليه وكان اجتهادي ان ازهد في الكتب وما جمعت من العلم والحديث اشد علي من الخروج الى مكة والتقطع في الاسفار والخروج عن ملكي وعن الشبلي قال اعرف من لم يدخل في هذا الشأن حتى انفق جميع ملكه وغرق في هذه الدجلة سبعين قمطرا مكتوبا بخطه حاشية القمطر ما تصال فيه الكتب والجمع قماطر انتهى وحفظ وقرأ بكذا وكذا رواية يعني بذلك نفسه قال المصنف رحمه الله قد سبق القول بان العلم نور وان ابليس يحسن لانسان اطفاء النور ليتمكن منه في الظلمة ولا ظلمة كظلمة الجهل ولما خاف ابليس ان يعاود هؤلاء مطالعة الكتب فربما استدلوا بذلك على مكايده حسن لهم دفن الكتب واتلافها وهذا فعل قبيح مخضور وجهل بالمقصود بالكتب وبيان هذا ان اصل العلوم القرآن والسنة فلما علم الشرع ان حفظهما يصعب امر بكتابة المصحف وكتابة الحديث فاما القرآن فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا نزلت عليه آية دعا بالكاتب فاسبتها وكانوا يكتبونها في العسب والحجارة وعظام الكتف حاشية العسب جريدة النخل المستقيمة بعد كشط خوصها انتهت الحاشية ثم جمع القرآن بعده في المصحف في ايام ابي بكر صونا عليه ثم نسخ من ذلك على عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وبقية الصحابة وكل ذلك لحفظ القرآن لان لا يشذ منه شيء واما السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم قصر الناس في بداية الاسلام على القرآن وقال لا تكتبوا عني سوى القرآن حاشية صحيح مسلم في الزهد باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم برقم ثمين وسبعين انتهى فلما كثرت الاحاديث ورأى قلة ضبطهم اذن لهم في الكتابة فروي عن ابي هريرة رضي الله عنه انه شكى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلة الحفظ فقال ابسط رداءك فبسط رداءه وحدثه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ضمه اليك حاشية صحيح البخاري في العلم باب حفظ العلم الجزء الاول صفحة التاسعة والخمسون بعد المائتين امتهى فقال ابو هريرة فلم انسى بعد ذلك شيئا بما حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية انه قال استعن على حفظك بيمينك يعني بالكتابة حاشية ضعيف التلمذي في العلم باب ما جاء في الرخصة فيه برقم ستة وستين وستمائة بعد الالفين ضعيف الجامع برقم ثلاثة عشرة بعد التسعمائة انتهاء ورأى عنه صلى الله عليه وسلم من طريق عبد الله بن عمر انه قال قيد العلم فقلت يا رسول الله وما تقييده قال الكتابة حاشية صحيح الحاكم في المستدرك الجزء الاول صفحة السادسة بعد المائة وصحيح الجامع برقم اربعة وثلاثين واربعمائة بعد اربعة الالاف انتهى ورأى عنه ايضا عن طريق رافع بن خديج قال قلنا يا رسول الله انا نسمع منك اشياء افنكتبها قال اكتبوا ولا حرج حاشية ضعيف الهيثمي في مجمع الزوائد وقال رواه الطبراني في الكبير وفيه ابو مدرك روا عن رفاعة بن رافع وعنه بقية ولم ارى من ذكره اللزو الاول الصفحة السادسة والخمسون والمئة وانتهت الحاشية انتهى الشريط الثالث والعشرون من كتاب تلبيس ابليس وللكتاب بقيه على الشريط التالي الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الرابع والعشرون من الكتاب نواصل القراءة في تلبيس ابليس ونتابع تلبيسه على جماعة من القوم في دفنهم كتب العلم والقائها في الماء قال المصنف رحمه الله واعلم ان الصحابة ضبطت الفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وحركاته وافعاله واجتمعت الشريعة من رواية هذا ورواية ذلك وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني حاشية صحيح البخاري في الانبياء باب ما ذكر عن ذني اسرائيل البزء السادس الصفحة الثانية والسبعون والخمسمائة انتهى وقال نظر الله امرأ سمع النقالتي فوعاها فأداها كما سمعها حاشية صحيح وقد رؤي هذا الحديث من طرق متعددة انظر صحيح الجامع بين معقوفتين برقم ثلاثة وستين وسبعمائة وستة آلاف الى رقم ستة وستين وسبعمائة وستة آلاف انتهى وتأدية الحديث كما يسمع لا يكاد يحصل الا من الكتابة لان الحفظ خوان وقد كان احمد بن حنبل رضي الله عنه يحدث بالحديث فيقال له ام له علينا فيقول لا بل من الكتاب وقد قال علي بن المديني امرني سيدي احمد بن حنبل ان لا احدث الا من الكتاب فاذا كانت الصحابة قد روات السنة وتلقاها التابعون وسافر المحدثون وقطعوا شرق الارض وغربها لتحصيل كلمة منها هنا وصححوا ما صح وزيفوا ما لم يصح وجرحوا الروات وعدلوا وهذوا السنن وصنفوا حاشية الجرح لغة مصدر من جرحه يجرحه اذا احدث في بدنه درحة يسمح بسيلان الدم منه واستلاحا هو ظهور وصف في الراوي يسلم عدالته او يخل بحفظه وضبطه مما يترتب عليه سقوط روايته او ضعفها وردها اما العدل فهو لغة ما قام في النفوس انه مستقيم وهو ضد الجور واستلاحه هو من لم يظهر فيه ما يخل بدينه ومرؤته فيقبل لذلك خبره وشهادته اذا توافرت فيه شروط اهلية الاداء وعلى هذا فعلم الجرح والتعديل علم يبحث فيه عن جرح الرواه وتعديلهم بالفاظ مخصوصة لقبول رواياتهم او ردها بين معقوفتين مباحث في علوم الحديث مناع القطان انتهت الحاشية وهذبوا السنن وصنفوا ثم من يغسل ذلك فيضيع التعد ولا يعرف حكم الله في حادثه فما عوندت الشريعة بمثل هذا فهل شريعة من الشرائع قبلنا اسناد الى نبيهم وانما هي خصيصة هذه الامة وقد روينا عن الامام احمد بن حنبل مع كونه طاف الشرق والغرب في طلب الحديث انه قال لابنه ما كتبت عن فلان فذكر له ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم العيد من طريق ويرجع من اخرى حاشية صحيح البخاري في العيدين باب من خالف الطريق اذا رجع يوم العيد بين معقوفتين اللزء الثاني الصفحة السابعة والاربعون بعد الخمسمائة انتهى فقال الامام احمد بن حنبل ان لله سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلغني وهذا قوله مع اكثاره وجمعه فكيف بمن لم يكتب واذا كتب غسل افترى اذا غسلت الكتب ودفنت على ما يعتمد في الفتاوى والحوادث على فلان الزاهد او فلان الصوفي او على الخواطر فيما يقع لها نعوذ بالله من الضلال بعد الهدى حاشية قال القاضي كان بين السلف من الصحابة والتابعين اختلاف كثير في كتابة العلم فكرهها كثيرون منهم واجازها اكثرهم ثم اجمع المسلمون على جوازها وازال ذلك الخلاف واختلفوا في المراد بالحديث الوارد في النهي فقيل هو في حق من يوثق بحفظه ويخاف اتكاله على الكتابة اذا كتب وتحمل الاحاديث الواردة بالاباحة على من لا يوثق بحفظه كحديث اكتبوا لابي شاه وحديث وغير ذلك من الاحاديث وقيل ان حديث النهي منسوخ بهذه الاحاديث بين معقوفتين احاديث الاباحة وكان النهي حين خيف اختلاطه بالقرآن فلما امن ذلك اذن في الكتابة وقيل انما نهي عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة لان لا يختلط فيشتبه على القارئ انتهت الحاشية فصل قال المصنف رحمه الله ولا تخلو هذه الكتب التي دفنوها ان يكون فيها حق او باطل او قد اختلط الحق بالباطل فان كان فيها باطل فلا لوم على من دفنها وان كان قد اختلط الحق بالباطل ولم يمكن تمييزه كان عذرا في اتلافها فان اقواما كتبوا عن ثقات وعن كذابين واختلط الامر عليهم فدفنوا كتبهم وعلى هذا يحمل ما يروى عن دفن الكتب عن سفيان الثوري وان كان فيها الحق والشرع فلا يحل اتلافها بوجه لكونها ضابطة العلم واموالا وليسأل من يقصد اتلافها عن مقصوده فان قال تشغلني عن العبادة قيل له جوابك من ثلاثة اوجه احدها انك لو فهمت لا علمت ان تشغل بالعلم او فالعبادات والثاني ان اليقظة التي وقعت لك لا تدوم فكأني بك وقد ندمت على ما فعلت بعد الفوات وعلم ان القلوب لا تبقى على صفائها بل تصدأ فتحتاج الى جلاء وجلاؤها النظر في كتب العلم وقد كان يوسف بن اسباط دفن كتبه ثم لم يصبر على التحديث فحدث من حفظه فخلط والثالث اننا نقدر تمام يقاظتك ودوامها والغنى عن هذه الكتب فعلا فهل لا وهبتها لمبتدئ من الطلاب ممن لم يصل الى مقامك او وقفتها على المنتفئين بها او بعتها وتصدقت بثمنها اما اتلافها فلا يحل بحال وقد روى المروزي عن احمد بن حنبل انه سئل عن رجل اوصى ان تدفن كتبه فقال ما يعجبني ان يدفن العلم وعن احمد بن حنبل قال لا اعرف لدفن الكتب معنى ذكر تلبيس ابليس على الصوفية في انكارهم من تشاغل بالعلم قال المصنف رحمه الله لما القسم هؤلاء بين متكاسر عن طلب العلم وبين ظن ان العلم هو ما يقع في النفوس من ثمرات التعبد وسموا ذلك العلم العلم الباطن نهوا عن التشاغل بالعلم الظاهر عن جعفر الخلدي قال لو تركني الصوفية لجئتكم باسناد الدنيا لقد مضيت الى عباس الدوري وانا حدث فكتبت عنه مجلسا واحدا وخرجت من عنده فلقياني بعض من كنت اصحبه من الصوفية فقال ايش هذا معك فاريته اياه فقال ويحك تدع علم الخرق وتأخذ علم الورق ثم خرق الاوراق فدخل كلامه في قلبي فلم اعد الى عباس حاشية عباس ابن محمد ابن حاتم الدوري ابو الفضل البغدادي خوار زمي الاصل ثقة حافظ من الحادية عشرة مات سنة 71 ومئتين للهجرة بين معقوفتين التقريب الجزء الاول الصفحة التاسعة والتسعون والثلاثمائة انتهى قال المصنف رحمه الله وبلغني عن ابي سعيد الكندي قال كنت انزل رباط الصوفية واطلب الحديثة في خفية بحيث لا يعلمون فسقطت الدوات يوما من كمي فقال لي بعض الصوفية استر عورتك وعن الحسين ابن احمد الصفار قال كان بيدي محبرة فقال لي الشبلي غيب سوادك عني يكفيني سواد قلبي وعن علي بن مهدي قال وقفت ببغداد على حلقة الشبلي فنظر الي ومعي محبرة فانشأ يقول تسربلت للحرب ثوب الغرق وجبت البلاد لوجد القلق ففيك هتكت قناع الغوى وعنك نطقت لدى من نطق اذا خطبوني بعلم الورق برزت عليهم بعلم الخرق حاشية وفي نسخة اخرى بدلا من ففيك هتكت قناع الغوي ففيك قناع العزاء هتكت والاثنان صواب انتهت الحاشية قال المصنف رحمه الله قلت من اكبر المعاندة لله عز وجل الصد عن سبيل الله واوضح سبيل الله العلم لانه دليل على الله وبيان لأحكام الله وشرعه واوضاح لما يحبه ويكرهه فالمنع منه معادات لله ولشرعه ولكن الناهين عن ذلك ما تفطنوا لما فعلوا وعن ابي عبد الله بن خفيف قال اشتغلوا بتعلم العلم ولا يغر انكم كلام الصوفية فاني كنت اخبئ محبارتي في جيب مرقعتي والكاغد في حزة في حزة سراويل حاشية الكاغد القرطاص معربة والحزة من السراويل حزتها والجمع حزز انتهى وكنت اذهب خفية الى اهل العلم فاذا علموا بي خاصموني وقالوا لا تفلح ثم احتاجوا الي بعد ذلك وقد كان الامام احمد بن حنبل يرى المحابر بأيدي طلبة العلم فيقول هذه سروج الاسلام وكان هو يحمل المحبرة على كبر سنه فقال له رجل الى متى يا ابا عبد الله فقال المحبرة الى المقبرة وقال في قوله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من امة منصورين لا يضرهم من خذ لهم حتى تقوم الساعة حاشية صحيح الترمذي في الفتن باب ما جاء في الشام برقم اثنين وتسعين ومئة بعد الالفين وابن ما جه في المقدمة باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم برقم ستة واحمد في المثند الجزء الثالث الصفحة السادسة والثلاثون بعد الاربع مئة صحيح الجامع برقم اثنين وتسعين ومئتين بعد سبعة الالاف السلسلة الصحيحة برقم اثنين وستين وتسعمائة بعد الالف وانتهت الحاشية فقال احمد إن لم يكونوا اصحاب الحديث فلا ادري منهم وقال ايضا إن لم يكن اصحاب الحديث الابدال فمن يكون حاشية الاحاديث التي وردت في الابدال كلها ضعيفة لا يجوز الاحتجاج بها انظر ضعيف الجامع برقم خمسة وستين ومئتين بعد الالفين الى تسعة وستين ومئتين بعد الالفين انتهى وقيل له إن رجلا قال في اصحاب الحديث إنهم كانوا قوم سوء فقال احمد هو زنديق وقد قال الامام الشافعي رحمه الله اذا رأيت رجلا من اصحاب الحديث اذا رأيت رجلا من اصحاب الحديث فكأني رأيت رجلا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يوسف بن اسباط بطلبة الحديث يدفع الله البناء عن اهل الارض وعن احمد بن محمد بن مسروق قال رأيتك ان القيامة قد قامت والخلق مجتمعون اذ نادى مناد الصلاة جامعة فاصطف الناس صفوفة فاتاني ملك فتأملته فاذا بين عينيه مكتوب جبريل امين الله فقلت اين النبي صلى الله عليه وسلم فقال مشغول بنصب الموائد لاخوانه الصوفية فقلت وانا من الصوفية فقيل نعم ولكن شغلك كثرة الحديث قال المصنف رحمه الله ما عاغ الله ان ينكر جبريل التشاغل بالعلم وفي اسناد هذه الحكاية ابن جهضا وكان كذابا ولا علها عمله وعن الدار قطني قال ابو العباس ابن مسروق ليس بالقوي يأتي بالمعضلات ذكر تلبيس ابليس على الصوفية في كلامهم في العلم قال المصنف رحمه الله يعلم ان هؤلاء القوم لما تركوا العلم وانفردوا بالرياضات حاشية الرياضة عند الصوفية تهذيب الاخلاق النفسية بملازمة العبادات والتخلي عن الشهوات انتهى وانفردوا بالرياضات على مقتضى ارائهم لم يصبروا عن الكلام في العلوم فتكلموا بواقعاتهم فوقعت الاغاليط القبيحة منهم فتارة يتكلمون في تفسير القرآن وتارة في الحديث وتارة في الفقه وغير ذلك وأسوقون العلوم الى مقتضى علمهم الذي انفردوا به والله سبحانه لا يخلي الزمان من اقوام قوام بشرعه يردون على المتخرصين ويبينون غلط الغالطين حاشية تخرص تكذب بالباطل ويقال تخرص القول افتعله انتهى ذكر نبذة من كلامهم في القرآن عن جعفر بن محمد الخلدي قال حضرت شيخنا الجنيد وقد سأله كيسان عن قوله عز وجل سنقرئك فلا تنسى الاعلى السادسة فقال الجنيد لا تنسى العمل به وسأله عن قوله تعالى ودرسوا ما فيه الاعراف التسعة والستون والمئة قال الجنيد تركوا العمل به فقال لا يفضل الله فاك قلت اما قوله سنقرئك فلا تنسى يعني لا تنسى العمل به فتفسير لا وجه له والغلط فيه ظاهر لانه فسره على انه نهي وليس كذلك انما هو خبر لا نهي وتقديره فما تنسى اذ لو كان نهيا كان مجزوما فتفسيره على خلاف اجماع العلماء حاشية سنخرئك يا محمد هذا القرآن فلا تنسى الا ما شاء الله ان ينسيك اياه بنسخه ورفعه انتهت الحاشية وكذلك قوله ودرسوا ما فيه انما هو من الدرس الذي هو التلاوه من قوله عز وجل وبما كنتم تدرسون قال العمران التاسعة والسبعون لا من دروس الشيء الذي هو اهلاكه حاشية والحال انهم قرأوا ما في الكتاب ودرسوه ولكنهم تركوا العمل به وضيعوه وخالفوا عهد الله انتهت الحاشية وعن احمد ابن محمد ابن مقسب قال حضرت ابا بكر الشبلي وسئل عن قوله عز وجل ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب حاشية ان في اهلاك القرون الماضية لذكرى يتذكر بها من كان له عقل فانتهي عن الفعل الذي كانوا يفعلونه من كفرهم بربهم خوف من ان يحل بهم مثل الذي نزل بالقرون الماضية انتهت الحاشية قاف السابعة والثلاثون فقال لمن كان الله قلبه لمن كان له قلب اي لمن كان الله قلبه وعن اب العباس ابن عطاء وقد سئل عن قوله فنجيناك من الغن طاها الاربعون قال نجيناك من الغن بقومك وفتناك بنا عم سوانا حاشية فخلصناك منهم حتى هربت الى اهل مدين وبتليناك بلاء بعد بلاء انتهى قال المصنف رحمه الله وهذه جرأة عظيمة على كتاب الله عز وجل ونسبة الكريم الى الافتتان بمحبة الله سبحانه وجعل محبته تفتن غاية في القباحة وعن ابي بكر محمد بن عبد الله الرازي قال سمعت ابا العباس ابن عطاء يقول في قوله عز وجل فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم الواقعة الثامنة والثمانون والتاسعة والثمانون فقال الروح النظر الى وجه الله عز وجل والريحان الاستماع لكلامه حاشية فاما ان كان الميت من الذين قربهم الله من جواره في جناته فله الرحمة والمغفرة والرزق الطيب الهنيء وله ريحان يتلقى به عند الموت مختصر تفسير الطبري للشيخ محمد علي الصابوني والدكتور صالح احمد رضا وانتهت الحاشية فقال وجنة نعيم هو الا يحجب فيها عن الله عز وجل قلت هذا كلام بالواقع على خلاف اقوال المفسرين وقد جمع ابو عبد الرحمن السلمي في تفسير القرآن من كلامهم الذي اكثره هذيان لا يحل نحو مجلدين سماهما حقائق التفسير فقال في فاتحة الكتاب عنهم انهم قالوا انما سميت فاتحة الكتاب لانها اوائل ما فاتحناك به من خطابنا فان تأدبت بذلك وان لا حرمت لطائف ما بعد حاشية فاتحة الكتاب وبها تفتح القراءة في الصلاة ولها اسماء منها ام القرآن وام الكتاب والسبع المثاني والواقية والكافية والرقية تفسير ابن كثير الجزء الاول الصفحة الثامنة انتهى قال المصنف رحمه الله وهذا قبيح لانه لا يختلف المفسرون ان الفاتحة ليست من اول ما نزل وقال في قول الانسان امين اي قاصدون نحوك قال المصنف رحمه الله وهذا قبيح لانه ليس من الماء لانه لو كان كذلك لكانت الميم مشددة وقال في قوله وان يأتوكم اسارا البقرة الخامسة والثمانون قال قال ابو عثمان اي غرقا في الذنوب وقال الواسطي اغرقا في رؤية افعالهم وقال الجنيد اسارا في اسباب الدنيا تفدونهم الى قطع العلائق حاشية وان يأتوكم اسارا ان وجدتم الاسير منكم في ايدي غيركم من اعدائكم تفدونه انتهى قلت وانما الاية على وجه الانكار ومعناها اذا اسرتموهم فديتموهم واذا حاربتموهم قبلتموهم وهؤلاء قد فسروها على ما يجب المتح وقال محمد ابن علي يحب التوابين البقرة الثانية والعشرون والمئتان يحب التوابين من توبتهم حاشية يحب المنيبين الى طاعته والمتطهرين من الجنابة والاحداث انتهت الحاشية وقال النوري يقبض ويبسط البقرة الخامسة والاربعون بعد المائتين حاشية يقتر الرزق على من يشاء ويوسع على من يشاء انتهى قال النوري يقبض ويبسط أي يقبضك بإياه ويبسطك لإياه وقال في قوله ومن دخله كان آمنا آل عمران السابعة والتسعون أي من هوادس نفسه ووساوس الشيطان وهذا غاية في القبح لأن لفظة الآية لفظ الخبر ومعناه الأمر وتقديرها من دخل الحرم فأمنوه حاشية ومن دخله من الناس مستجيرا به كان آمنا ما دام فيه حتى ولو كان قاتل أبي انتهت الحاشية وهؤلاء قد فسروها على الخبر ثم لا يصح لهم لأنه كم من داخلهم إلى الحرم ما أمن من الهوادس ولا الوساوس وذكر في قوله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه النساء الحادية والثلاثون قال أبو تراب هي الدعاوى الفاسدة حاشية إن تجتنبوا أيها المؤمنون كبائر الذنوب نكفر عنكم الصغائر انتهى والجار ذي القربى قال سهل هو القلب والجار الجنب قال النفس وابن السبيل قال الجوارح سورة النساء الآية السابسة والثلاثون حاشية والجار ذي القربى الذي بينك وبينه قرابة والجار الجنب البعيد الذي ليس بينك وبينه قرابة مسلما كان أو مشركا وابن السبيل المسافر المنقطع في سفره بين مغخوفتين من مختصر تفسير الطبري وانتهت الحاشية وقال في قوله وهم بها يوسف الرابعة والعشرون قال أبو بكر الوراق الهمان لها ويوسف ما هم بها قلت هذا خلاف لصريح القرآن حاشية وهم بها قال أبو حيان في البحر المحيط إن جواب لولا مقدم عليها والمعنى لولا أرأى برهان ربه لهم بها انظر كتابنا يوسف عليه السلام بين مكر الإخوة وكيد النسوة من إصدار مكتبة القرآن انتهت الحاشية قلت هذا خلاف لصريح القرآن وقوله ما هذا بشرا يوسف الحديث والثلاثون قال محمد بن علي ما هذا بأهل أن يدعى إلى المباشرة حاشية ما هذا من البشر ما هذا إلا ملك لأنهن لم يرين في حسن صورته من البشر أحدا انتهت الحاشية وقال الزنجاني الرعد صعقات الملائكة والبرق زفرات أفئلتهم والمطر بكاؤهم وقال في قوله فلله المكر جميعا الرعد الثانية والأربعون قال الحسين لا مكر أبيان فيه من مكر الحق بعباده حيث أوهمهم أن لهم سبيلا إليه بحال أو للحدث اقتران مع القدم حاشية فلله المكر جميعا أي فلله أسباب المكر كلها لا يضر مكرهم أحدا إلا إذا أراد الله انتهت الحاشية قال المصنف رحمه الله ومن تأمل معنا هذا علم أنه كفر محط لأنه يشير إلى أنه كالهزئ واللعب ولكن الحسين هذا هو الحلاج وهذا يليق بذاك وقال في قوله لا عمرك الحجر الثانية والسبعون أي بعمارتك سرك بمشاهدتنا حاشية وحياتك يا محمد إن قومك لفي ضلالتهم وجهلهم يترددون انتهى قلت وجميع الكتاب من هذا الجنس ولقد هممت أن أثبت منه هاهنا كثيرا فرأيت أن الزمان يضيع في كتابة شيء بين الكفر والخطأ والهثيان وهو من جنس ما حكينا عن الباطنية فمن أراد أن يعرف جنس ما في الكتاب فهذا أم ذاده ومن أراد زيادة فلينظر في ذلك الكتاب وذكر أبو نصر السراج في كتاب اللمع قال للصوفية استنباط منها قوله أدعو إلى الله على بصيره يوسف الثامنة بعد المئة قال الواسطي معناه لا أرى نفسي وقال الشبلي لو اطلعت على الكل مما سوانا لوليت منهم فرارا إلينا حاشية قل يا محمد هذه طريقتي ودعوتي أدعو بها إلى الله على يقين وحجة واضحة انتهى قلت هذا لا يحل لأن الله تعالى إنما أراد أهل الكهف وهذا السراج يسمي هذه الأقوال في كتابه مستنبطات وقد ذكر أبو حامد الطوصي في كتاب ذنب المال في قوله عز وجل وجنوب وبني أن نعبد الأصنام إبراهيم الخامسة والثلاثون قال إنما عنا الذهب والفضة إذ رتبة النبوة أجل من أن يخشى عليها من أن تعبد الآلهة والأصنام وإنما عنا بعبادته حبه والاغترار به حاشية وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام وأبأدني وأبنائي عن عبادة الأصنام انتهت الحاشية قال المصنف رحمه الله وهذا شيء لم يقله أحد من المفسرين وقد قال شعيب وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا الأعراف التاسعة والثمانون ومعلوم أن ميل الأنبياء إلى الشرك أمر ممتنع لأجل الأصمة لا أنه مستحيل حاشية وما ينبغي ولا يصح لنا أن نرجع إلى ملتكم إلا أن يسبق في علم الله ذلك فينضي فينا قضاء الله وتنفذ مشيئته انتهت الحاشية ثم قد ذكر مع نفسه من يتصور في حقه الإشراك والكفر فجاز أن يدخل نفسه معهم فقال وجنبني وبني ومعلوم أن العرب أولاده وقد عبد أكثرهم الأصنام انتهى الوجه الأول الوجه الثاني يبدأ حالا نواصل القراءة في نبذة من كلامهم في القرآن وعن أبي حفص ابن شاهين قال وقد تكلمت طائفة من الصوفية في نفس القرآن بما لا يجوز فقالت في قوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب آل عمران التسعون والمئة فقال هم لآيات لي فأضافوا إلى الله تعالى ما جعله لأولي الألباب حاشية إن فيما خلقته من السماوات والأرض وفيما أنشأته لأقواتكم وأرزاقكم وفيما جعلته من تعاقب الليل والنهار لمعتبر ومذكر وعظات لمن كان ذا لب وعقل انتهى وهذا تبديل للقرآن وقالوا وَلِسُلَيْمَانَ الْرِيْحَ قالوا وَلِيَ سُلَيْمَانَ الأنبياء الحادية والثمانون حاشية أي وسخرنا لسليمان الريحة شديدة الهبوب انتهى قال أبو حمزة الخراساني قد يقطع بأقوام في الجنة فيقال كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية فشغلهم عنه بالأكل والشرب ولا مكر فوق هذا ولا حسرة أعظم منه حاشية كلوا معشر أهل الجنة واشربوا من طيب أشربتها هنيئا لا تتأذون بالطعام والشراب فذلك جزاء وثواب ما قدمتم لآخرتكم من العمل بطاعة الله في الدنيا الماضية التي خلت أيامها ومضت مختصر تفسير الطبري انتهى قال المصنف رحمه الله انظروا وفقكم الله إلى هذه الحماقة وتسمية المنعم به مكرى وإضافة المكر بهذا إلى الله سبحانه وتعالى وعلى مقتضى قول هذا إن الأنبياء لا يأكلون ولا يشربون بل يكونون مشهولين بالله عز وجل فما أجراء هذا القائل على مثل هذه الألفاظ القباح وهل يجوز أن يوصف الله عز وجل بالمكر على ما نعقله من معنى المكر وإنما معنى مكره وخداعه أنه مجاز الماكرين والخادعين وإني لا أتعجب من هؤلاء وقد كانوا يتورعون من اللقمة والكلمة كيف انبسطوا في تفسير القرآن إلى ما هذا حده عن جنب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ حاشية ضعيف الترمذي في التفسير باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه برقم اثنين وخمسين وتسعمائه بعد الألفين وأبو داود في العلم باب الكلام في كتاب الله بغير علم برقم اثنين وخمسين وستمائه بعد ثلاثة الآلاح والتبريزي في المشكاه برقم خمسة وثلاثين ومائتين وضعيف الجامع للألباني برقم ثمانية واربعين وسبعمائه بعد خمسة الآلاف وانتهت الحاشية وعن ابن عباس رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار حاشية ضعيف الترمذي في التفسير باب ما جاء في الذي يفسر القرآن إلي آخره برقم خمسين وتسعمئه بعد ، أحمد في المسند الجزء الأول صفحة التسعة وستون بعد المئتين والصفحة الثالثة والتسعون بعد المئتين الثالثة والعشرون بعد الثلاثمائه السابعة والعشرون بعد ال�ثلاثمائه وضعيف الجامع برقم أربعة عشر ومائة والسلسلة الضعيفة برقم ثلاثة وثمامين وسبعمائه بعدل انتهى انتهى قال المصنف رحمه الله وقد رؤيت لنا حكاية عن بعضهم فيما يتعلق للمكر إني لأقشعر من ذكرها لكني أنبه بذكرها على قبح ما يتخياله هؤلاء الجهلة عمروين قال اجتمع ليلة بالشام جماعة من المشايخ فقالوا ما شهدنا مثل هذه الليلة وطيبها فتعالوا نتذاكر مسألة لألا تذهب ليلتنا فقالوا نتكلم في المحبة فإنها عمدة القوم فتكلم كل واحد من حيث هو وكان في القوم عمر بن عثمان المكي فوقع عليه القول ولم يكن من عادته فقام وخرج إلى صحن الدار فإذا ليلة مقمرة فوجد قطعة رق مكتوب فأخذه وحمله إليهم حاشية الرق جلد رقيق يكتب عليه انتهى وقال يا قوم سكنوا فإن هذا جوابكم انظروا ما في هذه الرسالة فإذا فيها مكتوب مكار مكار وكلكم تدعون حبه وأحرم البعض وافترقوا فما جمعهم إلا الموسم قال المصنف رحمه الله قلت هذه بعيدة الصحة وابن خفيف لا ينثق به وإن صحت فإن شيطانا ألقى ذلك الرق وإن كانوا قد ظنوا أنها رسالة من الله بظنونهم الفاسدة وقد بينا أن معنى المكر منه المجازات على المكر فأما أن يقال عنه مكار ففوق الجهل وفوق الحماقة وعروي من قال إن الله غيب أشياء في أشياء غيب مكره في علمه وغيب خداعه في لطفه وغيب عقوباته في باب كراماته قلت وهذا تخليط من ذلك الجنس وجرأه وقال الحسن بن علويه خرج أبو يزيد لزيارة أخ الله فلما وصل إلى نهر جيحون التقى له حافة النهر فقال سيدي إيش هذا المكر الخفي وعزتك ما عبدتك لهذا ثم رجع ولم يعبر قال السهلكي وسمعت محمد بن أحمد المذكر يذكر أن أبا يزيد قال من عرف الله عز وجل صار للجنة بوابة وصارت الجنة عليه وبالا قلت وهذه جرأة عظيمة في إضافة المكر إلى الله عز وجل وجعل الجنة التي هي نهاية المطالب وبالا وإذا كانت وبالا للعارفين فكيف تكون لغيرهم وكل هذا من دعوه من قلة العلم وسوء الفهم عن طيفور وهو أبو يزيد قال العارفون في زيارة الله تعالى في الآخرة على طبقتين طبقة تزوره متى شاءت وأن ما شاءت وطبقة تزوره مرة واحدة ثم لا تزوره بعدها أبدا فقيل له كيف ذلك قال إذا رأاه العارفون أول مرة جعل لهم سوقا ما فيه شراء ولا بيع إلا الصور من الرجال والنساء فمن دخل منهم السوق لم يرجع إلى زيارة الله أبدا قال وقال أبو يزيد في الدنيا يخدعك بالسوق وفي الآخرة يخدعك بالسوق فأنت أبدا عبد السوق قال المصنف رحمه الله تسمية ثواب الجنة خديعة وسببا لانقطاع عن الله عز وجل قبيح وإنما يجعل لهم السوق ثوابا لا خديعة حاشية انظر كتابنا نساء أهل الجنة إصدار مكتبة القرآن انتهى فإذا أذن لهم في أخذ ما في السوق ثم عقبوا بمنع الزيارة فقد صارت المثوبة عقوبة ومن أين له أن من اختار شيئا من ذلك السوق لم يعد إلى زيارة الله تبارك وتعالى ولا يراه أبدا نعوذ بالله من هذا التخليط والتحكم في العلم والإخبار عن هذه المغيبات التي لا يعلمها إلا نبي فمن أين له علمها وكيف يكون كما قال أبو هريرة راوي الحديث لسعيد بن المسيب جمعان الله وإياك في سوق الجنة أفتراه طلب ترك العقوبة بالبعد عن الله عز وجل حاشية ضعيف الترمذي في صفة الجنة باب ما جاء في سوق الجنة برقم تسعة واربعين وخمسمائة بعد الألفين وبرماجة في الزهد باب صفة الجنة برقم ستة وثلاثين وثلاثمائة بعد أربعة الآلاف وضعيف سنن بن ماجة برقم سبعة واربعين وتسعمائة وابن أبي عاص في السنة برقم خمسة وثمانية وسبعمائة والسلسلة الضعيفة برقم اثنين وعشرين وسبعمائة بعد الألف انتهى لكن لكن بعد هؤلاء عن العلم واقتناعهم بواقعاتهم الفاسدة أوجب هذا التخليط وليعلم أن الخواطر والواقعات إنما هي ثمرات علمه فمن كان عالما كانت خواطره صحيحة لأنها ثمرات لعلمه ومن كان جاهلا فثمرات الجهل كلها حظه ورأيت بخط ابن عقيل جاز أبو يزيد على مقابر اليهود فقال ما هؤلاء حتى تعذبهم كف عظام جرت عليهم القضايا قاف عنهم حاشية المراض من القضايا هنا أحكام القبر انتهى قال المصنف رحمه الله وهذا قلة علم وهو أن قوله كف عظام احتقار للآدمي فإن المؤمن إذا مات كان كف عظام وقوله جرت عليهم القضايا فكذلك جرى على فرعون وقوله أعف عنهم جهل بالشريعة لأن الله عز وجل أخبر أنه لا يغفر أن يشرك به لمن مات كافرا فلو قبلت شفاعته في كافر لقبل سؤال إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه في أبيه ومحمد صلى الله عليه وسلم في أمه فنعوذ بالله من قلة العلم وعن ابن سالم قال عبر أبو يزيد على مقبرة اليهود فقال معذورين ومر بقبر المسلمين فقال مغرورين قال المصنف رحمه الله وفسره السراج فقال كأنه لما نظر إلى ما سبق لهم من الشقاوة من غير فعل كان موجودا في الأزل وأن الله عز وجل جعل نصيبه مستخط فذلك عذر قال المصنف رحمه الله وتفسير السراج قبيح لأنه يوجب أن لا يعاقب فرعون ولا غيره ومن كلامهم في الحديث وغيره ما رواه عبد الله بن أحمد بن حمدل قال جاء أبو تراب النخشبي إلى أبي فجعل أبي يقول فلان ضعيف وفلان ثقة فقال أبو تراب يا شيخ لا تغتب العلماء فالكفت أبي إليه وقال له ويحك هذه نصيحة ليست هذه غيبة حاشية التقييد والإضاح شرح مقدمة بن الصلاح للزين العراقي برقم أربعين وأربعمائة انتهى وعن محمد بن الفضل العباسي قال كنا عند عبد الرحمن بن أبي حاتم وهو يقرأ علينا كتاب الجرح والتعديل فقال أظهر أحوال أهل العلم من كان منهم ثقة أو غير ثقة فقال له يوسف بن الحسين استحييت إليك أبا محمد كم من هؤلاء القوم قد حطوا رواحلهم في الجنة منذ مئة سنة أو مئتي سنة وأنت تذكرهم وتغتابهم على أديم الأرض فبكى عبد الرحمن وقال يا أبا يعقوب لو سمعت هذه الكلمة قبل تصنيف هذا الكتاب لم أصنف قلت عفى الله عن ابن أبي حاتم فإنه لو كان فقيها لرد عليه كما رد الإمام أحمد على أبي تراب حاشية الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي الصفحة الثانية والثمانون والثالثة والثمانون ووردت مختصرة في التقييد في الصفحة الحادية والأربعين بعد الأربعين انتهى ولولا جرح والتعديل من أين كان يعرف الصحيح من الباطل ثم كون القوم في الجنة لا يمنع أن نذكرهم بما فيهم وتسمية ذلك غيبة حديث سوء ثم من لا يدري الجرح والتعديل كيف هو يزكي كلامه ثم كون القوم في الجنة لا يمنع أن نذكرهم بما فيهم وتسمية ذلك غيبة حديث سوء ثم من لا يدري الجرح والتعديل كيف هو يزكي كلامه وينبغي ليوسف أن يشتغل بالعجائب التي تحكى عن مثل هذا عن أبي العباس بن عطاء قال من عرف الله أنسك عن رفع حوائجه إليه لما علم أنه العالم بأحواله قلت هذا سد لباب السؤال والدعاء وهو جهل بالعلم وعن الشبلي وقد سأله شاب يا أبا بكر لم تقول الله ولا تقول لا إله إلا الله فقال الشبلي أستحي أن أوجه إثباتا بعد نفي فقال الشاب أريج حدة أقوى من هذا فقال أخشى أني أأخذ في كلمة الوجود ولا أصل إلى كلمة الإقرار قال المصنف رحمه الله انظروا إلى هذا العلم الدقيق فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بقول لا إله إلا الله ويحث عليها وفي الصحيحين عنه أنه كان يقول في كل دبر صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكان يقول إذا قام لصلاة الليل لا إله إلا أنت حاشية حديث الأول صحيح رواه مسلم في المساجد رواه مسلم في المساجد باب استحباب الذكر الصفحة التاسعة والثلاثون والمئة والأربعون والمئة والثاني حديث صحيح البخاري في التهدد باب التهدد بالليل الجزء الثالث الصفحة الخامسة وفي مواضع أخرى متعددة انتهى وذكر الثرب العظيم من يقول لا إله إلا الله حاشية صحيح مسلم في المساجد باب استحباب الذكر في الصفحة السادسة والأربعين بعد المئة وانتهت الحاشية فانظروا إلى هذا الطعاط على الشريعة واختيار ما لم يختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عبد الله بن علي السراج قال بلغني أن أبا الحسن النوري شهدوا عليه أنه سمع آذان المؤذن فقال طعنه سم الموت وسمع نباح كلب فقال لبيك وسعديك فقيل له في ذلك فقال إن الرجل المؤذن أغار عليه أن يذكر الله وهو غافل ويأخذ عليه الأجرة ولولاها ما أذن فلذلك قلت طعنه سم الموت والكلب يذكر الله عز وجل بلا رياء فإنه قد قال وإني شيء إلا يسبح بحمده الإثراء الرابعة الأربعون قال المصنف رحمه الله انظروا إخواني عصبنا الله وإياكم من الزلل إلى هذا الفقه الدقيق والاستنباط الطريف وعن النوري أنه رأى رجلا قابضا على لحية نفسه قال فقلت له نح يدك عن لحية الله فرفع ذلك إلى الخليفة فطلبت وأخذت فلما دخلت عليه قال بلغني أنه نبح كلب فقلت لبيك وناد المؤذن فقلت طعنه قال نعم قال الله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده فقلت لبيك لأنه ذكر الله فأما المؤذن فإنه يذكر الله وهو متلوث بالمعاصي غافل عن الله تعالى قال وقولك للرجل نح يدك عن لحية الله قلت نعم أليس العبد لله ولحيته لله وكل ما في الدنيا والآخرة لله قلت عدم العلم أوقع هؤلاء في هذا التخضيط وما الذي أحوجه إلى أن يوهم أن صفة الملك صفة الذات وعن الشبلي وقد سئل عن المعرفة قال ويحك ما عرف الله من قال الله والله لو عرفوه ما قالوه وعن أبي القاسم أحمد بن يوسف البرعداني قال سمعت الشبلية يقول يوما لرجل يسأله ما اسمك قال آدم قال ويلك هتدري ما صنع آدم باع ربه بلقمة ثم كان يقول سبحان من عذرني بالسوداء حاشية السوداء مرض عقلي يطلق عليه المالي خوليا انتهى قال ابن باكويه وسمعت بكران ابن أحمد الجيلي يقول كان للشبلي جليس فأعلمه أنه يريد التوبة فقال بعمالك واقضي بينك وطلق امرأتك ففعل فقال ايتم أولادك بأن تؤيسهم من التعلق بك فقال قد فعلت فجاء بكثر قد جمعها فقال اترحى بين يدي الفقراء وكل معهم وعن أبي الحسن الحرفاني قال لا إله إلا الله من داخل القلب محمد رسول الله من القرط حاشية القرط ما يعلق في شحمة الأذن من ذهب أو فضة أو نحوها والجمع أقراط وقراط وقروط وقرطة انتهى وعن أحمد بن محمد الحلفوي قال رأى الشبلي في الحمام غلاما شابا بلا مئزر فقال له يا غلام ألا تغطي عورتك فقال له اسقط يا بطال إن كنت على الحق فلا تشهد إلا الحق وإن كنت على الباطل فلا تشهد إلا الباطل لأن الحق مشتغل بالحق والباطل مشتغل بالباطل وعن أبي القاسم عبد الرحيم بن جعفر السيرافي الفقيه قال حضرت بشيراز عند قاضيها أبي سعيد بشر بن الحسن الداودي وقد اجتفع إليه صوفي وصوفية قال وأمر الصوفية هناك مفرط جدا حتى يقال إن عددهم ألوف فاستعدت الصوفية على زوجها إلى القاضي فلما حضر قالت له أيها القاضي إن هذا زوجي ويريد أن يطلقني وليس له ذلك فإن رأيت أن تمنعه قال فأخذ القاضي أبو سعيد يتعجب وحنق على مذاهب الصوفية ثم قال لها وكيف ليس له ذلك قالت لأنه تزوج بي ومعناه قائم بي والآن هو يذكر أن معناه قد انقضى مني وأنا معناي قائم فيه من قضى فيجب عليه أن يصبر حتى ينقضي معناي منه كمن قضى معناه مني فقال لي أبو سعيد كيف ترى هذا الفقه ثم أصلح بينهما وخرج من غير طلاق وقد ذكر أبو حامد التوصي في كتاب الإحياء أن بعضهم قال للربوبية سر لو أظهر بطلة النبوة وللنبوة سر لو كشف لبطل العلم وللعلماء بالله سر لو أظهروه لبطلة الأحكام حاشية كل هذه الأمور خارجة عن الشريعة والفقه وما يقال من هؤلاء فيما حكاه المؤلف لا يرضى عنه رب الأرض والسماء فإنه خلق الأسباب وأمرنا بالتعقل والحذر والاحتياط انتهى قلت انظروا إخواني إلى هذا التخليط القبيح والادعاء على الشريعة أن ظاهرها يخالف باطنها قال أبو حامد ضع لبعض الصوفية ولد صغير فقيل له لو سألت الله أن يرده عليك فقال اعتراضي عليه فيما يقضي أشد علي من ذهاب ولدي قلت لقد طال تعجبي من أبي حامد كيف يحكي هذه الأشياء في معرض الاستحسان والرضا عنه؟ قائلها وهو يدري أن الدعاء والسؤال ليس باعتراض وقال أحمد الغزالي دخل يهودي إلى أبي سعيد بن أبي الخير الصوفي فقال له أريد أن أسلم على يديك فقال لا ترد فاجتمع الناس وقالوا يا شيخ تمنعه من الإسلام فقال له فقال له تريد بلا بد؟ قال نعم قال له دريئت من نفسك ومالك؟ قال نعم قال هذا الإسلام عندي حملوه الآن إلى الشيخ أبي حامد يعلمه لا لا المنافقين يعني لا إله إلا الله قلت وهذا الكلام أظهر عيبا من أن يعاب فإنه في غاية القبح ومما يقارب هذه الحكاية في دفع من أراد الإسلام ما روي عن أبي علي الحسين بن محمد بن أحمد الماء سرسجي يحكي عن جده وغيره من أهل بيته قال كان الحسن والحسين ابن عيسى بن ماء سرجسي أخوين يركبان فيتحير الناس من حسنهما وزيهما فاتفق على أن يسلما فقصد حفص بن عبد الرحمن ليسلما على يده حاشية حفص بن عبد الرحمن بن عمر أبو عمر البلخي الفقيه النيسى بوري قاضيها صدوق عابد رمي بالإرجاء من التاسعة مات سنة تسعين وتسعين ومئة التقريب الجزء الأول الصفحة السادسة والثمانون والمئة انتهى فقال لهما حفص أنتما من أجل النصارى وعبد الله بن المبارك خارج في هذه السنة الحج وإذا أسلمتما على يده كان ذلك أعظم عند المسلمين فإنه شيخ أهل المشرق والنغرب فانصرف فمرض الحسين ومات على نصرانيته قبل قدوم بن المبارك فلما قدم أسلم الحسن قلت وهذه المحنة إنما جلبها الجهل فليعرف قدر العلم لأنه لو كان عنده حظ من علم لقال أسلم الآن ولا يجوز تأخير ذلك لحظة وأعلم من هذا أبو سعيد الذي قال لليهودي ما قال لأنه يريد الإسلام وذكر أبو نصر السراج في كتاب اللمع عن المتصوفة قال كان سهل بن عبد الله إذا مرض أحد من أصحابه يقول له إذا أردت أن تشتكي فقل أوه فهو اسم من أسماء الله تعالى يستريح إليه المؤمن ولا تقول أفرج فإنه اسم من أسماء الشيطان فهذه نبذة من كلام القوم وفقههم نبهت على علمهم وسوء فهمهم وكثرة خطائهم وعن محمد بن محمد بن إدريس الشافعي قال سمعت أبي يقول صحبت الصوفية عشر سنين ما استفدت منهم إلا هذين الحرفين الوقت سيف وأفضل العسم ألا تقدر ذكر تلبيس إبليس في الشطح والدعاوى قال المصنف رحمه الله اعلم أن العلم يورث الخوف واحتقار النفس وطول الصمت وإذا اعتبرت علماء السنف رأيت الخوف غالبا عليهم والدعاوى بعيدة عنهم كما قال أبو بكر ليتني كنت شعره في صدر مؤمن وقال عمر عند موته الويل لعمر إن لم يغفر له وقال ابن مسعود ليتني إذا ميت لا أبعث وقالت عائشة رضي الله عنها ليتني كنت نسيا منسيا وقال سفيان الثوري لحمد بن سلم هند الموت ترجو أن يغفر لمثلي قال المصنف رحمه الله وإنما صدر مثل هذا عن هؤلاء السادة لقوة علمهم بالله وقوة العلم به تورث الخوف والخشية قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء فاطر الثامنة والعشرون وقال صلى الله عليه وسلم أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية ولما ولما بعد عن العلم أخوام من الصوفية لاحظوا أعمالهم واتفق لبعضهم من اللطف ما يشبه الكرامات فانبسطوا بالدعاوى حاشية حديث أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية سبق تخريجه انتهى عن أبي موسى الدئيلي قال سمعت أبا يزيد البسطامي يقول وددت أن قد قامت القيامة حتى أنصب خيمتي على جهنم فسأله رجل ولماذاك يا أبا يزيد فقال إني أعلم أن جهنم إذا رأتني تخمد فأكون رحمة للخلق وعن أبي موسى الشبلي أيضا قال سمعت أبا يزيد يقول إذا كان يوم القيامة وأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار فأسأله أن يدخل النار فقيل له لما قال حتى تعلم الخلائق أن بره ولطفه في النار مع أوليائه قال المصنف رحمه الله هذا الكلام من أقبح الأقوال لأنه يتضمن تحقير ما عظم الله عز وجل أمره من النار فإنه عز وجل بالغ في وصفها فقال فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة البقرة الرابعة والعشرون وقال إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا الفرقان الثانية عشرة إلى غير ذلك من الآيات وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ناركم هذه ما يوقذ بن آدم جزء من سبعين جزء من حر جهنم قال له الصحابة والله إن كانت لكافية يا رسول الله قال فإنها فضلت عليها بتسعة وتسعين جزءا كلهن مثل حرها حاشية صحيح البخاري في بدء الخلق باب صفة النار وأنها مخلوقة اللزء السادس الصفحة الحادية والثمانون والثلاثمائة ومسلم في الجنة وصفة نعيمها باب في شدة حر نار جهنم برقم ثلاثين انتهت الحاشية أخرجاه في الصحيحين وفي أفراد مسلم من حديث بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها حاشية صحيح مسلم في الجنة وصفة نعيمها باب في شدة حر نار جهنم برقم تسعة وعشرين وانتهت الحاشية انتهى الشريط الرابع والعشرون من كتاب تلبيس إبليس وللكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الخامس والعشرون من كتاب تلبيس إبليس نواصل القراءة في ذكر تلبيس إبليس في الدعاوى والشطح قال عمر بن الخطاب يا كعب خوفنا فقال يا أمير المؤمنين يعمل عمل رجل لو وافيت القيامة بعمل سبعين نبيه لازدريت عملك مما ترى فأطرق عمر رضي الله عنه مليا ثم أفاق قال زدنا يا كعب قلت يا أمير المؤمنين لو فتح من جهنم قدر منخر ثور بالمشرق ورجل بالمغرب لغلى دماغه حتى يسيل من حرها فأطرق عمر مليا ثم أفاق فقال زدنا يا كعب قلت يا أمير المؤمنين إن جهنم لتزفر يوم القيامة زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مصطفى إلا خر جافيا على ركبتيه ويقول ربي نفسي نفسي لا أسألك اليوم غير نفسي حاشية يقال وافى فلانا أي فاجأه ووافى القوم أتاهم ووافى الموت فلانا أدركه إذ درأت عملك أي احتقرت في إسناد هذه القصة علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف وانظر الحلية لأبي نعيم في الجزء الخامس صفحة الثامنة والستين والثلاثمائة والتاسعة والستين والثلاثمائة انتهت الحاشية وعن كعب الأحبار قال إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين في صائد واحد ونزلت الملائكة وصارت صفوفة فيقول يا جبرائيل ايتني بجهنم فيأتي بها جبريل فتقاد بسبعين ألف زمام حتى إذا كانت من الخلائق على قدر مئة عام زفرت زفرة طارت لها أفئدة الخلائق ثم زفرت زفرة ثانية فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبته ثم تزفر الثالثة فتبلغ القلوب الحناجر وتذهل العقول فيفزع كل امرئ إلى عمله حتى إن إبراهيم الخليل يقول بخلتي لا أسألك إلا نفسي ويقول موسى بمناجاتي لا أسألك إلا نفسي وإن عيسى لا يقول بما أكرمتني لا أسألك إلا نفسي لا أسألك مريم التي ولدتني حاشية اسنده ضعيف جدا وعلة ذلك فراط بن الثائب وعبيد الله ابن محمد ابن عائشة وزاذان انظر في تراجمهم التقريب في الجزء الأول في الصفحة الثامنة والثلاثة بعد الخمسمائة وكذلك في الجزء الأول في الصفحة السادسة والخمسين بعد المائتين وانظر الضعفاء والمتركون في الصفحة الرابعة والثلاثين بعد الأربعمائة وانظر الخبر في حية الأولياء لأبي نعيم في الجزء الخامس الصفحة الثانية والسبعين بعد الثلاثمائة والثالثة والسبعين بعد الثلاثمائة ويبدو أنه من الإسرائيليات التي نقلت إلينا عن طريق كعب وغيره من اليهود ممن دخلوا في الإسلام انتهت الحاشية قلت وقد روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جبرائيل ما لي أرى ميكائيل لا يضحك فقال ما ضحك ميكائيل مذخلقة النار وما جفت لي عين مذخلقة جهنم مخافة أن أعصي الله فيجعلني فيها حاشية ضعيف أحمد في المسند بدون قوله وما جفت لي عين إلى آخره الجزء الثالث الصفحة الرابعة والعشرون والمئتان ضعيف الجامع للألباني برقم ثلاثة وتسعين وخمسة آلاف انتهى وبكى عبد الله بن رواحة يوم فقالت امرأته ما لك تبكي فقال انبئت أني وارد ولم أنبأ أني صادر قال المصنف رحمه الله فإذا كانت هذه حالة الملائكة والأنبياء والصحابة وهم المطهرون من الأدناس وهذا انزعاجهم لأجل النار فكيف هانت عند هذا المدعي ثم إنه يقطع لنفسه بما لا يدري به من الولاية والنجاة وهل قطع بالنجاة إلا لقوم مخصوصين من الصحابة وقد قال صلى الله عليه وسلم من قال إني في الجنة فهو في النار حاشية سبق الحديث عنه انتهى وهذا محمد بن واسع يقول عند موته حاشية محمد بن واسع بن جابر بن الأخنس الأزدي أبو بكر ثقة عابد كثير المناقب من الخامسة مات سنة ثلاث وعشرين ومئة التقريب الجزء الثاني صفحة الخامسة عشر بعد المئتين انتهى وهذا محمد بن واسع يقول عند موته يا إخوتاه أتدرون أين يذهب بي أتدرون يذهب بي والله الذي لا إله إلا هو إلى النار أو يعفو عني حاشية انظر حلية الأولياء لأبي نعين في الجزء الثاني صفحة الثامنة والاربعين بعد الثلاثمائة انتهى قلت وهذا إن صح عن هذا المدعي فهذا غاية من تلبيس إبليس وقد كان ابن عقيل يقول قد حكي عن أبي يزيد أنه قال وما النار والله لئن رأيتها لأطفئنها بطرف مرقعتي أو نحو هذا قال ومن قال هذا كائنا من كان فهو زنديق يجب قتله فإن الإهوان للشيء ثمرة الجحد لأن من يؤمن بالجن يقشعر في الظلمة ومن لا يؤمن لا ينزعج وربما قال يا جن خذوني ومثل هذا القائل ينغي أن يقرر إلى وجهه شمعة فإذا فإذا زعج قيل له هذه جذوة من نار وعن طيفور الصغير قال سمعت عمي خادمة خادمة أبي يزيد يقول سمعت أبا يزيد يقول سبحاني سبحاني ما أعظم شاني ثم قال حسبي من نفسي حسبي قلت هذا إن صح عنه فربما يكون الراوي لم يفهم لأنه يحتمل أن يكون قد ذكر تمجيد الحق نفسه فقال فيه سبحاني حكاية عن الله لا عن نفسي وقد تأوله له الجنيد بشيء إن لم يرجع إلى ما قلته فليس بشيء وعن جعفر الخلدي قال قيل للجنيد إن أبا يزيد يقول سبحاني سبحاني أنا ربي الأعلى فقال الجنيد إن الرجل مستهلك في شهود الجلال فنطق بما استهلك أذهله الحق عن رؤيته إياه فلم يشهد إلا الحق فنعته قلت وهذا من الخرافات وعن عبد الله بن علي السراج قال سمعت أحمد بن سالم البصري بالبصرة يقول في مجلسه يوما فرعون لم يقل ما قال أبو يزيد لأن فرعون قال أنا ربكم الأعلى النازعات الرابعة والعشرون ورب يسمى به المخلوق يقال رب الدار وقال أبو يزيد سبحاني سبحاني وهذا لا يجوز إلا لله فقلت قد صح عندك هذا عن أبي يزيد فقال قد قال ذلك فقلت يحتمل أن يكون لهذا الكلام مقدمات يحكي بأن الله يقول سبحاني لأن لو سمعنا رجلا يقول لا إله إلا أنا عن أنه يقرأ وقد سألت جماعة من أهل بستان من بيت أبي يزيد عن هذا فقالوا لا نعرف هذا وعن أبي يزيد قال كنت أطوف حول البيت أطلبه فلما وصلت إليه رأيت البيت أطوف حولي وعن أبي يزيد قال حججت أول حجة فرأيت البيت وحججت الثانية فرأيت صاحب البيت ولم أرى البيت وحججت الثالثة فلم أرى البيت ولا صاحب البيت وعن أبي موسى الدئيلي قال سمعت أبا يزيد وسئل عن اللوح المحفوظ قال أنا اللوح المحفوظ وعن أبي موسى الدئيلي قال قلت لأبي يزيد بلغني أن ثلاثة قلوبهم على قلب جبريل قال أنا أولئك الثلاثة فقلت كيف قال قلبي واحد وهمي واحد وروحي واحد قلت وبلغني أن واحدا قلبه على قلب إسرافيل قال وأنا ذلك الواحد ومثلي مثل بحر مصطلم لا أول له ولا آخر حاشية يقال صلمه قطعه واستأصله واصطلمه صلمه انتهى قال السهلكي وقرأ رجل عند أبي يزيد إن بطش ربك لشديد البروج الثانية عشرة فقال أبو يزيد وحياته إن بطشي أشد من بطشه وقيل لأبي يزيد بلغنا أنك من السبعة قال أنا كل السبعة وقيل له إن الخلق كلها تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقال والله إن لوائي أعظم من لواء محمد لوائي من نور تحته الجن والإنس كلهم مع النبيين وقال أبو يزيد سبحاني سبحاني ما أعظم سلطاني ليس مثلي في السماء يوجد ولا مثلي صفة في الأرض تعرف أنا هو وهو أنا وهو هو وعن منصور ابن عبد الله قال سمعت أبي يقول قيل لأبي يزيد إنك من الأبدال السبعة الذين هم أوتاد الأرض فقال أنا كل السبعة حاشية الأبدال طبقة من طبقات الصوفية وهي الخامسة من طبقات الأولياء ويعرفون بالرقباء ولهم كرامات خاصة والأبدال في اللغة جمع بدل أو بديل وهو ما يطلق على الولي من هذه الطبقة انتهى وعن الحسن بن علي بن سلام قال دخل أبو يزيد مدينة فتبعه منها خلق كثير فالتفت إليهم فقال إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدوني فقالوا دن أبو يزيد فتركوه وعن الحسن بن علي بن حياه قال سمعت عمي وهو أبو عمران موسى ابن عيسى بن أخي أبي يزيد قال سمعت أبي يقول قال أبو يزيد رفع بي مرة حتى قمت بين يديه فقال لي يا أبا يزيد إن خلقي يحبون أن يرواك قلت يا عزيزي وأنا أحب أن يروني فقال يا أبا يزيد إني أريد أريكهم فقلت يا عزيزي إن كانوا يحبون أن يروني وأنت تريد ذلك وأنا لا أقدر على مخالفتك قربني بوحدانيتك وألبسني ربانيتك وارفعني إلى أحديتك حتى إذا رآني خلقك قالوا رأيناك فيكون أنت ذاك ولا أكون أنا هناك ففعل بي ذلك وأقامني وزينني ورفعني ثم قال أخرج إلى خلقي فخفوت من عنده خطوة إلى الخلق خارجا فلما كان من الخطوة الثانية غشي علي فنادى أرد حبيبي فإنه لا يصبر عني ساعة وعن أبي موسى قال حكي عن أبي يزيد أنه قال أراد موسى عليه الصلاة والسلام أن يرى الله تعالى وأنا ما أردت أن أرى الله تعالى هو أراد أن يراني وعن الجنيد ابن محمد قال دخل علي أمس رجل من أهل بسطام فذكر أنه سمع أبا يزيد البسطامية يقول اللهم إن كان في سابق علمك أنك تعذب أحدا من خلقك بالنار فعظم خلقي حتى لا تسع معي غيري قال المصنف رحمه الله أما ما تقدم من دعاويه فما يخفى قبحها وأما هذا القول فخطأ من ثلاثة أوجه أحدها أنه قال إن كان في سابق علمك وقد علمنا قطعا أنه لا بد من تعذيب خلق بالنار وقد سمى الله عز وجل منهم خلقا كفرعون وأبي لهب فكيف يجوز أن يقال بعد القطع واليقين إن كان والثاني قوله تعظم خلقي فلو قال لأدفع عن المؤمنين ولكنه قال حتى لا تسع غيري فأشفق على الكفار أيضا وهذا تعاط على رحمة الله عز وجل والثالث أن يكون جاهلا بقدر هذه النار أو واثقا من نفسه بالصبر وكلا الأمرين معدوم عنده قلت ثم قال والله لقد تكلمت أمس مع الخضر في هذه المسألة وكانت الملائكة يستحسنون قولي الله عز وجل يسمع كلامي فلم يعب علي ولو عاب علي لأخرسني قلت لو لأن هذا الرجل قد نسب إلى التغير لكان ينبغي أن يرد عليه وأين الخضر ومن أين له أن الملائكة تستحسن قوله وكم من قول معيب لم يعاجل صاحبه بالعقوبة وقد بلغني عن ميمون عبده قال بلغني عن سمنون المحب أنه كان يسمي نفسه الكذاب بسبب أبياته التي قال فيها وليس لي في ثواك حظ فكيف ما شئت فامتحني فغتلي بحبس البول فلم يقر له قرار فكان بعد ذلك يطوف على المكاتب وبيده قارورة يقطر منها بولة ويقول للصبيان ادعوا لعمكم الكذاب قال المصنف رحمه الله إنه لا يقشر جلدي من هذه أتراه على ما يتقاوى حاشية يقال قاويت فلانا غالبته في القوة وتقاوى فلان بات قاويا والقاوي الجائع انتهى وإنما هذه ثمرة الجهل بالله سبحانه وتعالى ولو عرفه لم يسأله إلا العافية وقد قال من عرف الله كلا لسانه وعن أبي العباس ابن عطاء قال كنت أرد هذه الكرامات حتى حدثني الثقة عن أبي الحسين النوري وسألته فقال كذا كان قال كنا في سميرية في دجلة فقالوا لأبي الحسين أخرج لنا من دجلة سمكة فيها ثلاثة أرطال وثلاث أواق فحرك شفتيه فإذا سمكة فيها ثلاثة أرطال وثلاث أواق ظهرت من الماء حتى وقعت في السميرية فقيل لأبي الحسين سألناك بالله إلا أخبرتنا بماذا دعوت فقال قلت وعزتك لإن لم تخرج من الماء حوتا فيها ثلاثة أرطال وثلاث أواق لأغرقن نفسي في دجلة وعن النوري قال كنت بالرقة فجاءني المريدون الذين كانوا بها وقالوا نخرج ونصطاد السمك فقالوا لي يا أبي الحسين هات من عبادتك واجتهادك وما أنت عليه من الاجتهاد سمكة يكون فيها ثلاثة أرطال لا تزيد ولا تنقص فقلت لمولاي إن لم تخرج إلي الساعة سمكة فيها ما قد ذكروا لأرمين بنفسي في الفرات فأخرجت سمكة فوزنتها فإذا فيها ثلاثة أرطال لا زيادة ولا نقصان قال الجنيد فقلت له يا أبا الحسين لو لم تخرج كنت ترمي نفسك قال نعم قال أبو الحسين النوري كان في نفسي من هذه الكرامات شيء وأخذت من الصبيان قصبة وقمت بين زورقين وقلت وعزتك لإن لم تخرج لي سمكة فيها ثلاثة أرطال لا تزيد ولا تنقص لا أكل شيئا قال فبلغ ذلك الجنيد فقال كان حكمه أن تخرج له أفعة الدغو وعن أبي سعيد الخراز قال أكبر ذنبي إليه معرفتي إياه قال المصنف رحمه الله هذا إن حمل على معنى أني لما عرفته لم أعمل بمقتضى معرفته فعظم ذنبي كما يعظم جرم من علم وعصى وإلا فهو قبيح وعن أحمد الحلفاوي قال سمعت الشبلية يقول أحبك الخلق لنعمائك وأنا أحبك لبلائك وعن أبي عبد الله أحمد بن محمد الهمداني قال دخلت على الشبلي فلما قمت لأخرج كان يقول لي ولمن معي إلى أن خرجنا من الدار مروا أنا معكم حيثما كنتم وأنتم في رعايتي وكلاءتي وعن منصور بن عبد الله قال دخل القوم على الشبلي في مرض موته الذي مات فيه فقالوا كيف تجدك يا أبا بكر فأنشأ يقول إن سلطان حبه قال لا أقبل الرشاء فسلوه فديته ما لقتل تحرشا حاشية الرشاء جمع الرشوة وهي ما يعطى لقضاء مصلحة أو ما يعطى لإحقاق باطل أو إبطال حق وتحرش به تعرض له ليهيجه انتهى قال ابن عقيل وقد حكي على الشبلي أنه قال إن الله سبحانه وتعالى قال ولسوف يعطيك ربك فترضى الضحى الخامسة والله لا رضي محمد صلى الله عليه وسلم وفي النار من أمته أحد ثم قال إن محمدا يشفع في أمته وأشفع بعده في النار حتى لا يبقى فيها أحد قال ابن عقيل والدعوى الأولى على النبي صلى الله عليه وسلم كاذبة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرضى بعذاب الفجار كيف وقد لعن في الخمر عشرة فدعوى أنه لا يرضى بتعذيب الله عز وجل للفجار دعوى باطلة وإقدام على جهل بحكم الشر ودعواه بأنه من أهل الشفاعة في الكل وأنه يزيد على محمد صلى الله عليه وسلم كفر لأن الإنسان متى قطع لنفسه بأنه من أهل الجنة كان من أهل النار فكيف وهو يشهد لنفسه بأنه على مقام يزيد على مقام النبوة بل يزيد على المقام المحمود وهو الشفاعة العظمى قال ابن عقيل والذي يمكنني في حق أهل البدع لساني وقلبي ولو اتسعت قدرتي في السيف لرويت الثرى من دماء خلق حاشية الثرى الأرض والتراب النبي انتهى وعن أبي عبد الله العلقي صاحب أبي العباس بن عطاء قال سمعت أبا العباس بن عطاء يقول قرأت القرآن فما رأيت الله عز وجل ذكر عبدا فأثنى عليه حتى ابتلاه فسألت الله تعالى أي ابتالي يني فما مضت الأيام والليالي حتى خرج من داري نيف وعشرون ميتة ما رجع منهم أحد قال وذهب ماله وذهب عقله وذهب ولده وأهله فمكث بحكم الغلبة سبع سنين أو نحوها وكان أول شيء قاله بعد صحوته من غلبته حقا أقول لقد كلفتني شططا حملي هواك وصبري إن ذا عجب حاشية يقال شط شططا بعد وشط عليه في حكمه شطط جار انتهى قلت قلة علم هذا الرجل أثمر أن سأل البلاء وفي سؤال البلاء معنى التقاوي وذاك من أقبح القبيح والشطط الجور ولا يجوز أن ينسب إلى الله تعالى وأحسن ما حمل عليه حاله أن يكون قال هذا البيت في زمان التغير وعن أبي الحسن علي بن إبراهيم الحصري قال دعوني وبلائي ألستم أولاد آدم الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأمره بأمره فخالفه إذا كان أول الدن الدردري كيف يكون آخره قال وقال الحصري كنت زمانا إذا قرأت القرآن لا أستعيد من الشيطان وأقول من الشيطان حتى يحضر كلام الحق حاشية الدردي ما رسب أسفل العسل والزيت ونحوهما من كل شيء مائع كالأشربة والأذهان انتهى قال المصنف رحمه الله قلت أما القول الأول بأنه يتصلط على الأنبياء جرأة قبيحة وسوء أدب وأما الثاني فمخالف لما أمر الله عز وجل به فإنه قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله النحل الثامنة والتسعون وعن محمد بن الحسين السلمي قال وجدت في كتاب أبي بخطه سمعت أبا العباس أحمد بن محمد الدينوري يقول لقد نقضوا أركان التصوف وهدموا سبيلها ويروا معانيها بأسام أحدثوها سمعوا الطبع زيادة وسوء الأدب إخلاصا والخروج عن الحق شطحا والتلذذ بالمذموم طيبا وسوء الخلق صولا والبخل جلادة واتباع الهوى ابتلاء والرجوع إلى الدنيا وصولا والسؤال عمل وبذأ اللسان ملامة وما هذا طريق القول وقال ابن عقيل عبرت الصوفية عن الحرام بعبارات غيروا لها الأسماء مع خصول المعنى فقالوا في الاجتماع على الطيبة والغناء والخنكرة أوقات وقالوا في المردان شب وفي المعشوقة أخت وفي المحبة مريدة وفي الرقص والطرب وجد وفي مناخ اللهو والبطالة رباط وهذا التغيير للأسماء لا يباح بيان جملة المروية على الصوفية من الأفعال المنكرة قلت قد سبق ذكر أفعال كثيرة لهم كلها منكرة وإنما نذكرها هنا من أمهات الأفعال وعجائبها عن أبي نصر عبد الله بن علي السراج قال ذكر عن أبي جعفر الكريتي أنه أصابته جنابة وكان عليه مرقعة ثخينة فجاء إلى شاطئ الدجلة والبرد شديد فحرنت نفسه عن الدخول في الماء لشدة البرد فطرح نفسه في الماء مع المرقعة ولم يزل يغوص ثم خرج وقال عقدت ألا أنزعها عن بدني حتى تجف علي فلم تجف عليه شهرا حاشية حرن فلان بالمكان لزمه فلم يفارق انتهى وعن جنيد قال سمعت أبا جعفر ابن كريتي يقول أصبت ليلة جنابة فاحتجت أن أغتثل وكانت ليلة باردة فوجدت في نفسي تأخرا وتقصيرا وحدثتني نفسي لو تركت حتى تصبح ويسخن لك الماء أو تدخل حمامة وإلا أعبئ على نفسك حاشية يقال عبأ الجيش وعبأه جهزه في مواضعه وهيئه للحرب انتهى فقلت وعجبا أنا أعامل الله تعالى في طول عمري يجب له علي حق لا أجد المسارعة إليه وأجد الوقوف والطباطأ والتأخر آليت أن لا أغتسر إلا في نهر وآليت لا اغتسلت إلا في نهر وآليت لا اغتسلت إلا في مرقعتي هذه وآليت أن لا أعصرها وآليت لا جففتها في شمس أو كما قال قلت قد سبق في ذكر المرقعات وصف هذه المرقعة لابن الكريتي وأنه وزن أحد كميها فكان فيه أحد عشر رطل وإنما ذكر هذا للناس ليبين أني فعلت الحسن الجميل وحكوه عنه ليبين فضله وهذا جهل محط لأن هذا الرجل عصى الله سبحانه وتعالى بما فعل وإنما يعجب هذا الفعل العوام الحمقى للعلماء ولا يجوز لأحد أن يعاقب نفسه فقد جمع هذا المسكين لنفسه فنون من التعديد إلقائه في الماء البارد وكونه في مرقعة لا يمكنه الحركة فيها كما يريد ولعله قد دقي من مغابنه ما لم يصل إليه الماء لكثافة هذه المرقعة حاشية المغابن جمع المغبن المغبن وهو الإبط وبواطن الأفخاذ عند الحوالب انتهى وبقاؤها عليه مرتله شهرا وذلك يمنعه لذة النوم وكل هذا الفعل خطأ وإفن وربما كان ذلك سببا لمرضه أو قتله وعن أحمد بن أحمد ابن عبد الله الأصبهاني قال كانت أم علي زوجة أحمد بن حضرويه قد أحلت زوجها أحمد من صداقها على أن يزور بها أبا يزيد البصطامي فحملها إليه فدخلت عليه وقعدت بين يديه مسفرة عن وجهها فلما قال لها أحمد رأيت منك عجبا أسفرت عن وجهك بين يدي أبي يزيد قالت لأني لما نظرت إليه فقدت حضوظ نفسي وكلما نظرت إليك رجعت إلي حضوظ نفسي فلما أراد أحمد الخروج من عند أبي يزيد قال له أوصني قال تعلم الفتوة من زوجتك وعن يوسف بن الحسين قال كان بين أحمد بن أبي الحواري وبين أبي سليمان عقد أن لا يخالفه في شيء يأمره به فجاءه يوما وهو يتكلم في المجلس فقال إن التنور قد سجرناه فما تأمرنا فما أجابه حاشية سجر التنور ملأه وقودا وأحماه انتهى فأعاد مرة أو مرتين فقال له في الثالثة اذهب وقعد فيه ففعل ذلك فقال أبو سليمان الحقوه فإن بيني وبينه عقدا أن لا يخالفني في شيء آمره به فقام وقاموا معه فجاءوا إلى التنور فوجدوه قائدا في وسطه فأخذ بيده وأقامه فما أصابه خج انتهى الوجه الأول الوجه الثاني يبدأ حالا نواصل القراءة في بيان جملة مروية على الصوفية من الأفعال المنكرة ونتابع قراءة قصة أحمد بن أبي الحواري وأبو سليمان قال المصنف رحمه الله هذه الحكاية بعيدة عن الصحة ولو صحت كان دخوله النار معصية وفي الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية استعمل عليها رجلا من الأنصار فلما خرجوا وجد عليهم في شيء فقال لهم أليس قد أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني قالوا بلى قال فاجمعوا حطبا فجمعوا ثم دعا بنال فأضرمها ثم قال عزمت عليكم لتدخلوا النهاء قال فهم القوم أن يدخلوها فقال لهم شاب إنما فررتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار فلا تعجلوا حتى تلقوا النبي صلى الله عليه وسلم فإن أمركم أن تدخلوها فدخلوا فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا وإنما الطاعة في المعروف حاشية صحيح البخاري في المغازي باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي اللزء السابع صفحة الخامسة والخمسون والستمائة وفي الأحكام باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية اللزء الثالث عشر صفحة الثلاثون والمئة وفي أخبار الآحاد في فاتحته اللزء الثالث عشر صفحة الخامسة والأربعون بعد المائتين ومسلم في الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية الصفحة التاسعة والثلاثون والأربعون وانتهت الحاشية قال أبو الخير الدئيلي كنت جالسا عند خير النساج فأتت امرأة وقالت له أعطي المنديل الذي دفعته إليك قال نعم فدفعه إليها قالت كم الأجرة قال درهمان قالت ما معي الساعة شيء وأنا قد ترددت إليك مرارا فلم أرك وأنا آتيك به غدا إن شاء الله تعالى فقال لها خير إن أتيتني بهما ولم تجديني فارمي بهما في دجلة فإني إذا جئت أخذتهما فقالت المرأة كيف تأخذ من دجلة فقال لها خير هذا التفتيش فضول منك حاشية يقصد هذا السؤال والبحث امتهى افعلي ما أمرتك قالت إن شاء الله فمرت المرأة قال أبو الحسين فجئت من الغدي وكان خير غائد وإذا المرأة قد جاءت ومعها خرقة فيها درهمان فلم تجده فرمت بالخرقة في دجلة وإذا بسرطان قد تعلقت بالخرقة وغاصت وبعد ساعة جاء خير وفتح باب حانوته وجلس على الشط يتوضع وإذا بسرطان قد خرجت من الماء تسعى نحوه والخرقة على ظهرها فلما قربت من الشيخ أخذها فقلت له رأيت كذا وكذا فقال أحب أن لا تبوح به في حياتي فأجبته إلى ذلك حاشية انظر حلية الأولياء لأبي نعيم الجزر عاشر الصفحة الثامنة بعد الثلاثمئة انتهى قال المصنف رحمه الله صحة مثل هذا تبعد ولو صح لم يخرج هذا الفعل عن مخالفة الشرع لأن الشرع قد أمر بحفظ المال وهذا إضاعة وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال ولا تلتفت إلى قول من يزعم أن هذا كرامة لأن الله عز وجل لا يكرم مخالفا لشرعه وعن علي بن عبد الرحيم قال دخلت على النوري ذات يوم فرأيت رجليه منتفختين فسألته عن أمره فقال طالبتني نفسي بأكل الثمر فجعلت أدافعها فتأبى علي فخرجت فاشتريت فلما أن أكلت قلت لها قومي فصلي فأبت علي فقلت لله علي إن قعت إلى الأرض أربعين يوما إلا في التشهد فما قعت حاشية انظر حليات الأولياء لأبي نعيم في الجزء العاشر الصفحة الحادية والخمسين بعد المئتين انتهى قلت من سمع هذا من الجهال يقول ما أحسن هذه المجاهدة ولا يدري أن هذا الفعل لا يحل لأنه حمل على النفس ما لا يجوز ومنعها حقها من الراحة وقد حكى أبو حامد الغزالي في كتابه الإحياء قال كان بعض الشيوخ في بداية إرادته يكسل عن القيام فألزم نفسه القيام على رأسه طول الليل لتسمح نفسه بالقيام عن طوع قال وعالج بعضهم حب المال بأن باع جميع ماله ورماه في البحر إذ خاف من تفرقته على الناس رعونة الجود ورياء البذل حاشية الرعونة عند الصوفية الوقوف مع حضور النفس ومقتضى طباعها انتهى قال وكان بعضهم يستأجر من يشتمه على ملأ من الناس ليعوذ نفسه الحلم قال وكان آخر يركب البحر في الشتاء عند الطراب الموج ليصير شجاعا قال المصنف ورحمه الله أعجب من جميع هؤلاء عندي أبو حامد كيف حكى هذه الأشياء ولم ينكرها وكيف ينكرها وقد أتى بها في معرض التعليم وقال قبل أن يرد هذه الحكايات ينبغي للشيخ أن ينظر إلى حالة مبتدئ فيرأى معه مالا فاضلا عن قدر حاجته أخذه وصرفه في الخير وفرغ قلبه منه حتى لا يلتفت إليه ويرأى الكبرياء قد غلب عليه أمره أن يخرج إلى السوق للكد ويكلفه السؤال والمعظمة على ذلك ويرأى الغالب عليه البطالة استخدمه في بيت الماء وتنظيفه وكنس المواضع القادرة وملازمة المطبخ ومواضع الدخان ويرأى شره الطعام غالبا عليه ألزمه الصوم ويرأىه عزبا ولم تنكسر شهوته بالصوم آمره أن يفطر ليلة على الماء دون الخبز وليلة على الخبز دون الماء ويمنعه اللحم رأسا قلت وإني لأتعدب من أبي حامد الغزالي كيف يأمر بهذه الأشياء التي تخالف الشريعة وكيف يحل القيام على الرأس طول الليل فينعكس الدم إلى وجهه ويرثه ذلك مرضا شديدا وكيف يحل رمي المال في البحر وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال وهل يحل سب مسلم بلا سبب وهل يجوز للمسلم أن يستأجر على ذلك أحدا وكيف يجوز ركوب البحر زمان اضطرابه وذلك زمان قد سقط فيه الخطاب بأداء الحج حاشية أي تسقط فريضة الحج عن المكلف انتهى وكيف يحل السؤال لمن يقدر أن يكتسب فما أرخص ما باع أبو حامد الغزالي الفقه بالتصوف وعن الحسن بن علي الدامغاني قال كان رجل من أهل بسطان لا ينقطع عن مجلس أبي يزيد لا يفارقه فقال له ذات يوم يا أستاذ أنا منذ ثلاثين سنة أصوم الدهر وأقوم الليل وقد تركت الشهوات ولست أجد في قلبي من هذا الذي تذكره شيئا ألبته فقال له أبو يزيد لو صمت ثلاثمائة سنة وقمت ثلاثمائة سنة وأنت على ما أراك لا تجد من هذا العلم ذرة قال ولما يا أستاذ قال لأنك محذوب بنفسك فقال له أفلهذا دواء حتى يمكشف هذا الحجاب قال نعم ولكنك لم تقبل قال بل أقبل وأعمل ما تقول قال أبو يزيد اذهب الساعة إلى الحجام واحلق رأسك ولحيتك وانزع عنك هذا اللباس وابرز بعباه وعلق في عنقك مخلاه واملأها جوزة واجمى حولك صبيانا وقل بأعلى صوتك يا صبيان من يصفعني صفعة أعطيته جوزة وادخل إلى سوقك الذي تعظم فيه فقال يا أبا يزيد سبحان الله تقول لي مثل هذا؟ أو يحسن أن أفعل هذا؟ فقال أبو يزيد قولك سبحان الله شرك قال وكيف؟ قال لأنك عظمت نفسك فسبحتها فقال يا أبا يزيد هذا ليس أقدر عليه ولا أفعله ولكن دلني على غيره حتى أفعله فقال أبو يزيد ابتدر هذا قبل كل شيء حتى تسقط جاهك وتذل نفسك ثم بعد ذلك أعرفك ما يصلح لك قال لا أطيق هذا قال إنك لا تقبل قال المصنف رحمه الله قلت ليس في شرعنا بحمد الله من هذا شيء بل فيه تحريم ذلك والملع منه وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام ليس للمؤمن أن يذل نفسه حاشية؟ صحيح وتمامه قالوا وكيف يذل نفسه؟ قال يتعرض من البلاء لما لا يطيق التنمذي في الفتن برقم أربعة وخمسين ومئتين بعد الألفين وابن ماجه في الفتن باب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم برقم سبتة عشر وأربعة آلاف وأحمد في المسند في اللزء الخامس في الصفحة الخامسة بعد الأربع مئة وصحيح الجامع برقم سبعة وتسعين وسبعمائة بعد سبعة الآلاف والسلسلة الصحيحة برقم خمسة عشر وستمائة وانتهت الحاشية ولقد فاتت الجمعة حذيفة فرأى الناس راجعين فاستترى لألا يرى بعين النقص في قصة الصلاة وهل طالب الشر أحدا بمحو أثر النفس وقد قال صلى الله عليه وسلم من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله كل هذا للإبقاء على جاه النفس حاشية مرسل صحيح مالك في الموطأ في الحدود باب ما جاء في من اعترف على نفسه بالزنا في الصفحة الثانية عشرة انتهى ولو أمر بهلول الصبيان أن يصفعوه لكان قبيحة فنعوذ بالله من هذه العقول الناقصة التي تطالب مبتدئ بما لا يرضاه الشرع فينفر وقد حكى أبو حامد الغزالي في كتاب الإحياء عن يحيى بن معاذ أنه قال قلت لأبي يزيد هل سألت الله تعالى المعرفة فقال عزت عليه أن يعرفها سواه فقلت هذا إقرار بالجهل فإن كان يشير إلى معرفة الله تعالى في الجملة وأنه موجود وموصوف بالصفات وهذا لا يسع أحدا من المسلمين جهله وإن تخيل له أن معرفته هي الطلاع على حقيقة ذاته وكنهها فهذا جهل به وحكى أبو حامد أن أبا تراب النخشبي قال لمريد الله لو رأيت أبا يزيد مرة واحدة كان أنفع لك من رؤية الله سبعين مرة قلت وهذا فوق الجنون بدرجات وحكى أبو حامد الغزالي عن ابن الكريتي أنه قال نزلت في محلة فعرفت فيها بالصلاح فنشب في قلبي فدخلت الحمام وعينت على ثياب فاخرة فسرقتها ولبستها ثم لبست مرقعتي وخرجت فجعلت أمشي قليلا قليلا فلحقوني فنزعوا مرقعتي وأخذ الثياب وصفعوني فصيرت بعد ذلك أعرف بلص الحمام فسكنت نفسي قال أبو حامد فهكذا كانوا يروضون أنفسهم حتى يخلصهم الله من النظر إلى الخلق ثم من النظر إلى النفس وأرباب الأحوال ربما عالدوا أنفسهم بما لا يفتي به الفقيه مهما رأوا صلاح قلوبهم ثم أتداركون ما فرط منهم من صورة التقصير كما فعل هذا في الحمام قلت سبحان الله سبحان من أخرج أبا حامد من دائرة الفقه بتصنيفه كتاب الإحياء فليته لم يحك فيه مثل هذا الذي لا يحل والعجب منه أنه يحكيه ويستحسنه ويسمي أصحابه أرباب أحوال وأية حالة أقبح وأشد من حال من يخالف الشرع ويرى المصلحة في النهي عنه وكيف يجوز أن يطلب صلاح القلوب بفعل المعاصي وقد علم في الشريعة ما يصلح به قلبه حتى يستعمل ما لا يحل فيها وهذا من جنس ما تفعله الأمراء الجهلة من قطع ما لا يجب قطعه وقتل من لا يجوز قتله ويسمونه سياسة ومضمون ذلك أن الشريعة ما تفي بالسياسة وكيف يحل المسلم أن يعرض نفسه لأن يقال عنه سارق وهل يجوز أن يقصد وها ندينه ومحو ذلك عند شهداء الله في الأرض ولو أن رجلا وقف مع امرأته في طريق يكلمها ويلمسها ويقال عنه عند من لا يعلم هذا فاسق لكان عاصيا بذلك ثم كيف يجوز التصرف في مال الغير بغير إذنه ثم في نص مذهب أحمد والشافعي أن من سرق من الحمام ثيابا عليها حافظ وجب قطع يده ثم من أرباب الأحوال حتى يعلموا بواقعتهم كلا والله إن لنا شريعة لو رام أبو بكر أن يخرج عنها إلى العمل برأيه لم يقبل منه فعجبي من هذا الفقيه المستلب عن الفقه بالتصوف أكثر من تعجبي من هذا المستلب للثياب حاشية يقال سلب الشيء انتزعه قهر وسلب فلان أخذ سلبه وأجرده من ثيابه وسلاحه واستلبه سلبه انتهت الحاشية وعن محمد بن أحمد النجار قال كان علي بن بابويه من الصوفية فاشترى يوما من الأيام قطعة لحم فأحب أن يحمله إلى البيت فاستحيا من أهل السوق فعلق اللحم في علقه وحمله إلى بيته قلت وعجبا من قوم طالبوا أنفسهم بمحو أثر الطبع وذلك أمر لا يمكن ولا هو مراد الشرع وقد ركز في الطباع أن الإنسان لا يحب أن يرى إلا متجملا في ثيابه وأنه يستحي من العري وكشف الرأس والشرع لا ينكر عليه هذا وما فعله هذا الرجل من الإهانة لنفسه بين الناس أمر قبيح في الشرع والعقل فهو إسقاط مرؤة لا رياضة كما لو حملنا عليه على رأسه وقد جاء في الحديث الأكل في السوق دناء حاشية ضعيف السيطي في الجامع الصغير وعزاه للطبراني عن أبي أمامة وللخطيب عن أبي هريرة ورمز له بالضعف الجزو الأول صفحة السادسة والعشرون والمئة وضعيف الجامع للألباني برقم تسعين ومئتين بعد الألفين انتهى فإن الله قد أكرم الآدمي وجعل لكثير من الناس من يخدمه فليس من الدين إذلال الرجل نفسه بين الناس وقد تسمى قوم من الصوفية بالملامتية فاقتحموا الذنوب فقالوا مقصودنا أن نسقط من أعين الناس فنسلم من آفات الجاه والمرائين وهؤلاء مثلهم كمثل رجل زنى بامرأة فأحبلها فقيل له لما لا تعزل فقال بلغني أن العزل مكروه فقيل له وما بلغك أن الزنا حرام وهؤلاء الجهلة قد أسقطوا جاههم عند الله سبحانه ونسوا أن المسلمين شهداء الله في الأرض وعن أبي الحسن المديني قال خرجت مرة من بغداد إلى نهر ناشرية وكان في إحدى قرى ذلك النهر رجل يميل إلى أصحابنا فبين أن أمشي على شاطئ النهر رأيت مرقعة مطروحة ونعلا وخريقة فجمعتهما وقلت هذه لفقير ومشيت قليلا فسمعت همهمة وتخبيطا في الماء فنظرت فإذا بأبي الحسين النوري قد ألقى نفسه في الماء والطين وهو يتخبط ويعمل بنفسه كل بلاء فلما رأيته علمت أن الثياب له فنزلت إليه فنظر إلي وقال يا أبا الحسن أما ترى ما يعمل بي قد أماتني موتات وقال لي ما لك منا إلا الذكر الذي لسائر الناس وأخذ يبكي ويقول ترى ما يفعل بي فما زلت أرفق به حتى غسلته من الطين وألبسته المرقعة وحملته إلى دار ذلك الرجل فأقمنا عنده إلى العصر ثم خرجنا إلى المسجد فلما كان وقت المغرب رأيت الناس يهربون ويغلقون الأبواب ويصعدون السطوح فسألناهم فقالوا السباع تدخل القرية بالليل وكان حوالي القرية أجمة عظيمة وقد قطع منها القصب وبقيت أصوله كالسكاكين حاشية الأجمة الشجر الكثير الملتف الجمع أجم وإجام وآجام انتهى فلما سمع النوري هذا الحديث قام فرمى بنفسه في الأجمة على أصول القصب المقطوع ويصيح ويقول أين أنت يا سبع فما شككنا أن الأسد قد افترسه أو قد هلك في أصول القصب فلما كان قريب الصبح جاء فطرح نفسه وقد هلكت رجلاه فأخذنا بالمنقاش ما قدرنا عليه فبقي أربعين يوما لا يمشي على رجليه فسألته أي شيء كان ذلك الحال قال لما ذكروا السبع وجدت في نفسي فزع فقلت لأطرحنك إلى ما تفزعين منه قلت لا يخفى على عاقل تخبيط هذا الرجل قبل أن يقع في الماء وطين وكيف يجوز الإنسان أن يلقي نفسه في ماء وطين وهل هذا إلا فعل المجانين وأين الهيبة والتعظيم من قوله ترى ما يفعل بي وما وجه هذا الانبساط وينبغي أن تجف الألسن في أفواهها هيبة ثم ما الذي يريده غير الذكر ولقد خرج عن الشريعة بخروجه إلى السبع ومشيه على القصب المقطوع وهل يجوز في الشرع أن يلقي الإنسان نفسه إلى سبع أترى أراد منها أن يغير ما طبعت عليه من خوف السبع ليس هذا في توقها ولا طلبه الشرع منها ولقد سمع هذا الرجل بعض أصحابه يقول مثل هذا القول فأجابه بأجود جواب وعن أبي أحمد المغازي قال رأيت الثورية وقد جعل نفسه إلى أسفل ورجليه إلى فوق وهو يقول من الخلق أو حشتني ومن النفس والمال والدنيا أفقرتني ويقول ما معك إلا علم وذكر قال فقلت له إن رضيت وإلا فانطح برأسك الحائط وعن أبي عمر بن علوان قال حمل أبو الحسين النوري ثلاثمائة دينار ثمن عقار بيع له وجلس على قمطرة وجعل يرمي واحدا واحدا منها إلى الماء ويقول جئت تريدين أن تخدعيني منك بمثل هذا قال السراج فقال بعض الناس لو أنفقتها في سبيل الله كان خيرا لك فقلت إن كانت تلك الدنانير تشغله عن الله طرفة عين كان الواجب أن يرميها في الماء دفعة واحدة حتى يكون أسرع لخلاصه من فتنتها كما قال الله عز وجل فطفق مسحا بالسوق والأعناق صاد الثالثة والثلاثون قلت لقد أبان هؤلاء القوم عن جهل بالشرع وعدم عقل وقد بينا فيما تقدم أن الشرع أمر بحفظ المال وأن لا يسلم إلا إلى رشيد وجعله قواما للآدمي والعقل يشهد بأنه إنما خلق للمصالح فإذا رمى به الإنسان فقد أفسد ما هو سبب صلاحه وجهل حكمة الواضع واعتذار السراج له أقبح من فعله لأنه إن كان خاف فتنته فينبغي أن يرميه إلى فقير ويتخلص ومن جهل هؤلاء حملهم تفسير القرآن على رأيهم الفاسد لأنه يحتج بمسح السوق والأعناق ويظن بذلك جواز الفساد والفساد لا يجوز في شريعة وإنما مسح بيده عليها وقال أنت في سبيل الله وقد سبق بيان هذا وقال أبو نصر السراج في كتاب اللمع قال أبو جعفر الدراج خرج أستاذي يوما يتطهر فأخذت كتفه ففتشته فوجدت فيه شيئا من الفضة مقدار أربعة دراهم وكان ليلا وبات ولم يأكل شيئا فلما رجع قلت له في كتفك كذا وكذا درهما ونحن جياع فقال أخذته رده ثم قال لي بعد ذلك خذه واشتري به شيئا فقلت له بحق معبودك ما أمر هذه القطع فقال لم يرزقني الله من الدنيا شيئا غيرها فأردت أن أوصي أن تدفن معي فإذا كان يوم القيامة رددتها إلى الله وأقول هذا الذي أعطيتني من الدنيا وعن أبي عبد الله الحصري قال مكث أبو جعفر الحداد أشرين سنة يعمل كل يوم بدينار وينفقه على الفقراء ويصوم ويخرج بين العشاءين فأتصدق من الأبواب ما يفطر عليه قال المصنف رحمه الله قلت لو علم هذا الرجل أن المسألة لا تجوز لمن يقدر على الاكتساب لم يفعل ولو قدرنا جوازها فأين أنفت النفس من ذل الطلب عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله عز وجل وما على وجهه مزعة لحم حاشية صحيح البخاري في الزكاة باب من سأل الناس تكثر اللزء الثالث صفحة السادسة وتسعون والثلاثمائة مسلم في الزكاة باب كراهة المسألة للناس الصفحة الثالثة بعد المائة والرابعة بعد المائة ومزعة لحم أي قطعة ومعناه يأتي يوم القيامة ذليلا ساقطة لا وجه له عند الله وقيل هو على ظاهره فيحشر ووجهه عظم لا لحم فيه انتهت الحاشية وعن الزبير بن العوام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الرجل حبلا فيحتطب ثم يجيء فيضعه في السوق فبيعه ثم يستغني به فينفقه على نفسه خير له من ان يسأل الناس اعطوه او منعوه حاشية صحيح البخاري في الزكاة باب الاستعافاف في المسألة الجزء الثالث صفحة الثالثة والتسعون بعد الثلاثمائة انتهت قلت انفرد به البخاري واتفقا على الذي قبله وعن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي حاشية سبق تخريجه امتهت الحاشية والمرة القوة وعصلها من شدة فتل الحبل يقال امررت الحبل اذا احكمت فتله فمعنى المرة في الحديث شدة امر الخلق وصحة البدن التي تكون معها احتمال الكل والتعب قال الشافعي رضي الله عنه لا تحل الصدقة لمن يجد قوة يقدر بها على الكسب وعن ابي الحسن يومس بن ابي بكر الشبلي قال قال ابي ليلة فترك فرد رجل على السطح والاخرى على الدار فسمعته يقول لان اطرفت لارمين بك الى الدار فما زال على تلك الحال حتى اصبح فلما اصبح قال لي يا بني ما سمعت الليلة ذاكرا لله عز وجل الا ديكا يساوي دانقين قال المصنف رحمه الله هذا الرجل قد جمع بين شيئين لا يجوزان احدهما مخاطرته بنفسه فلو غلبه النوم فوقع كان معينا على نفسه ولا شك انه لو رمى بنفسه كان قد اتى معصية عظيمة فتعرضه للوقوع في هذا معصية والثاني انه منع عينه حظها من النوم وقد قال صلى الله عليه وسلم ان لجسدك عليك حقا وان لزوجك عليك حقا وان لعينك عليك حقا حاشية سبق تخريجه انتهى وقال اذا نعسى احدكم فليرقد حاشية سبق تخريجه انتهى ومر بحبل قد مدته زينب فاذا فترت امسكت به فامر بحله وقال ليصلي احدكم نشاطه فاذا كسل او فتر فليقعد حاشية سبق تخريجه انتهت وقد تقدمت هذه الاحاديث في كتابنا هذا انتهى الشريط الخامس والعشرون من كتاب تلبيس ابليس وللكتاب بقية على الشريط التالي اشتركوا في القناة